الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الواحد والثلاثون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد وبه تبدأ المجموعة الثانية من أشريطة هذا الكتاب مسجلة على أشريطه من فئة تسعين دقيقة يقرأها عليكم الدكتور محمد السبيهين فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله قال الواقدي حدث لي محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهم يقال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ثلاث سنين من أول نبوته مستخفية ثم أعلم في الرابعة فدع الناس إلى الإسلام عشر سنين إيوا في الموسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم بعكاب ومجنة وذي المجاز يدعوهم أن ينعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة فلا يجد أحدا ينفره ولا يجيبه حتى إنه لا يسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم بها العجم فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك وهو يدعوهم إلى الله ويقول اللهم لو شئت لم يكونه كذا قال وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرب نفسه عليهم بني عامر بن صعصعة ومحارب بن حفصة وفزارة وغسان وبره وحنيفة وسلين وعبس وبن النبر وبن البقاء وكندة وكلب والحارس بن كعد وعبرة والحضارمة فلم يستجد منهم أحد فصل وكان لما صنع الله برسوله أن الأوسى والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم وكانت الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل وتأملوا أحواله قال بعضهم لبعض تعلمين والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه وكان سويد بن الصامت من الأوسى قد قدم مكة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب حتى قدم أنس بن رافع أبو الحيسر في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقال إياس بن معاد وكان شابا حدثا يا قوم هذا والله خير من ناجئنا له فضربه أبو الحيسر وانتفره فسكت ثم لم يتم لهم الحلف وانصرفوا إلى المدينة فصل ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر من الأنصار كلهم من الخزرج وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مارك وقطبة بن معامر وعقبة بن معامر وجابر بن عبد الله بن رئاب فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا ثم رجعوا إلى المدينة فدعوهم إلى الإسلام ففشل الإسلام فيها حتى لن يبقى دار إلا وقد دخلها الإسلام فلما كان العام المقبل جاء منهم إثنى عشر رجلا الستك الأول خلا جابر بن عبد الله ومعهم معاذ بن حارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم وذكوان بن عبد القيس وقد أقام ذكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة فيقال إنه مهاجري أنصاري وعباة بن سامت ويزيد بن سالبة وآبو الهيثم بن تيهان وعوينر بن مالك هم إثنى عشر وقال عبد الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في المواسم ومجنة وأكاف يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه حتى إن الرجل ليرحل من مدرى أو اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه فيقولون له احذر ربان قريش لا يستنك ويمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله من يثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمين بإسلامه حتى لم يبقى دار من دول الأنصار إلا وفيها رهض من المسلمين يظهرون الإسلام وبعثنا الله إليه فأتمرنا واجتمعنا وقلنا حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فوعدنا ضوعة العقبة فقال له عمه العباس يا ابن أخي ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك إني ذو معرفة بأهل يثرب فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا معرفهم هؤلاء أحداث فقلنا يا رسول الله على من بايعك قال تبايعوني على السمج والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر والمسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم وعلى أن تنفروني إذا قدمت عليكم وتنعوني مما تنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأمنأكم ولكم مجنة فقلنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أسعد السبعين فقال رويدا يا أهل يسرب إنا لم نبرد إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعدكم السيوف فإنا أنتم تسبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإنا أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فيروه فهو أعذر لكم عند الله فقالوا يا سعد أمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها فقلنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا وشرب يعطينا بذلك الجنة ثم انصرفوا إلى المدينة وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أم مكتوم ونصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل فنزل على أبي أمانة أسعد بن زرارة وكان مصعب بن عمير يأمهم وجمع بهم لما بلغوا أربعين فأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد بن حبير وسعد بن معاذ وأسلم بإسلامهما يومئن جمعوا من الأشهل الرجال والنساء إلا أسير عمر ابن ثابت ابن وقش فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد وأسلم حينئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سيده فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمل قليلا وأجر كثيرا وكثر الإسلام بالمدينة وظهر ثم رجع مصعب إلى مكة وآثى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين وزعيم القوم البراء بن معرور فلما كانت ليلة العقبة الثلثة الأول من الليل تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن ينعوه مما ينعون منه نساءهم وأبناءهم وأذرهم فكان أول من بايعه ليلة إبن البراء بن معرور وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقب وبادر إليه وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا لبيعته كما تقدم وكان إذاك على دين قومه واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة إثمه عشر نقيبا وهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمر بن حرام والد جابر وكان إسلامه تلك الليلة وسعد بن عبادة والمنذر بن عمر وعبادة بن الصامت فهؤلاء تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس وسيد بن الحبير وسعد بن خيثمه ورفاعة بن عبد المنذر وقيل بل أبو الهيثم ابن التيهان مكانه وأما المرأتان فأم غمارة نسيبة بنت كعب بن عمر وهي التي قتل نسي لنة ابنها حبيب بن زيد وأسماء بنت عمر بن علي فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم فلم يأذن لهم في ذلك وصرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سمع يا أهل الجباجب هل لكم في مذنم والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة هذا بن مزيب أما والله يا عدو الله لا تفرغن لك ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم فلما أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار فقالوا يا معشر الخزرج إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا وأيم الله ما حي من العرب أبغب إلينا من أن ينشى بيننا وبينه الحرب منكم فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمنا وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول هذا باطل وما كان هذا وما كان قومي ليستاتوا علي مثل هذا لو كنت ليثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني فرجعت قريش من عندهم ورحل البراء بن مغرور فتقدم إلى بطن يأجج وتلاحق أصحابهم من المسلمين وتطلبتهم قريش فأدركوا سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنطه بنسع رحله وجعلوا يدربونه ويجرونه ويجذبونه بجمته حتى أدخلوه مكة فجاء مطعم بن عدي والحارف بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه فإذا سعد قد طلع عليهم فوصل القوم جميعا إلى المدينة فأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة فبادر الناس إلى ذلك فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأته أم سلمة ولكنه احتبست دونه ومنعت من لحاق به سنة وحيل بينها وبين ولدها سلمة ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة وشيعها عثماء بن أبي طلحة ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا ولم يبقى بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي أقام بأمره لهما وإلا من احتبسها المشركون كرها وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج وأعد أبو بكر جهازه فصل فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساق الذرار والأطفال والأموان إلى الأنس والخزرج وعرفوا أن الدار دار منعه وأن القوم أهل حلقة مشوكة مبأس فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ولحوقه بهم فيشتد عليهم أمره فاجتمعوا في دار الندوة ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجى منهم ليتشاوروا في أمره وحضرهم وليهم وشيخهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد مجتمع للصماء في كسائه فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار كل أحد منهم برأيه والشيخ يرده ولا يرضاه إلى أن قال أبو زهل قد فرق لي فيه رأي ما أراكم قد وقعتم عليه قالوا وما هو قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا فمن يعطيه سيفا صارما فيضرب له ضربة رجل واحد فيتفرق لمه في القبائل فلا تدري من معد مناف بعد ذلك كيف تصنع ولا يمكنه معادات القبائل كلها ونسوق إليهم بيته فقال الشيخ لله در الفتى هذا والله الرأي قال فتفرقوا على ذلك واجتمعوا عليه فجاءه جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى فأخبره بذلك وأمره أن لا ينام في مفجعه تلك الليلة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا فقال له اخرج من عندك فقال إننا هم أهلك يا رسول الله فقال إن الله قد أبني في الخروج فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال أبو بكر فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن وأمر علي أن يبيت في مفجعه تلك الليلة واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صير الباب ويرصدونه ويريدون بياته ويأتمرون أيهم يكون أشقاها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبسرون ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر وجاء رجل ورأى القوم بلاده فقال ما تنتظرون قالوا محمدا قال خبتم وخسرتم قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب قالوا والله ما أبصرناه وقاموا ينفذون التراب عن رؤوسهم وهم أبو جره والحكم بن العاص وعقبة بن أبي المعيط والنبر بن حارث وأمية بن خلس وزمعة بن الأسود وطعينة بن علي وأبو لهب وأبي المخلف ونبيه ومنبه إبنا الحجاج فلما أصبحوا قاموا عليهم عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ناعم لي به ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبوا بكر إلى غال ثور فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي وكان هاديا ماهرا بالطريق وكان على دين قومه من قريش وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتين هما ووعده غار ثور بعد ثلاث وجدت قريش في طلبهما وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه ففي الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأمصرنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن فإن الله معنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما ولكن الله سبحانه عما عليهم أمرهما وكان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر ويتسمع ما يقال بمكة ثم يأتيهما بالخبر فإذا كان السحر سرح مع الناس قالت عائشة وجهزناهما أحث الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب وقطعت وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفن القربة فلذلك مقطبت ذات النطاقين وذكر الحاكم في مستدركه عن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرفد فأمشي بين يديك فقال يا أبو بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني قال نعم والذي بعثك بالحق فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر مكانك يا رسول الله حتى أستبرأ لك الغار فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرأ الجحرة فقال مكانك يا رسول الله حتى أستبرأ الجحرة ثم قال انزل يا رسول الله فنزل فمكث في الغار ثلاث ريال حتى خمدت عنه نار الطلب فجاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين فارتحلا وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة وسار الدليل أمامهما وعين الله تكنأهما وتأييده يصحبهما وإسعاده يرحلهما وينزلهما ولما يأس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما بيتا كل واحد منهما فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره فلما مروا بحي بني مدلجين مصعدين من قبيد بصر بهم رجل من الحي فوقف على الحي فقال لقد رأيت آنثا بالساحل أسودة ما أراها إلا محمدا وأصحابه ففطن بالأمر سراقة بن مالك فأراد أن يكون الظفر له خاصة وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه فقال بل هم فلان وفلان خرج في طلب حاجة لهما ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه أخرج بالفرس من وراء الخباء وموعدك وراء الأكمة ثم أخذ رمحه وخفض عاليه يخط به الأرض حتى ركب فرسه فلما قوب منهم وسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يكثر الانتفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت فقال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهقنا فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدى فرسه في الأرض فقال قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا فكتب له أبو بكر بأمره في أديم وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة فجاءه بالكتاب فوفاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالا يوم وفاء وبر وعرض عليه مزاد والحملان فقالا لا حاجة بنا به ولكن عمي عمي الطلب فقال قد كفوتم ورجع فوجد الناس في الطلب فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر وقد كفيتم وكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما فصل ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية وكانت امرأة برزة جلدة تحتوي بفناء خيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها فسألاها هل عندها شيء فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء عازب وكانت سلة الشهباء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شات في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاه يا أم معبد قالت شات خلفها الجهد عن الغلم فقال هل بها من لبن قالت هي أذهد من ذلك فقال أتأذني لي أن أحلبها قالت نعم لأبي وأمي إن رأيت به حلبا فاحلبها فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسم الله ودعا فتفاجت عليه ودرت فدعا بإناء لها يربض الرهط فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها فشربت حتى رويت وسقى أصحابه حتى روو ثم شربا وحلب فيه وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها فارتحلوا فقل ما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوقوا أعنزا عجفا يتساوك هزالا لا نقي بهم فلما رأى اللبن عجب فقال من أين لك هذا والشات عازب ولا حلوبة في البيت فقالت لا والله إلا أنه مر منها رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا قال والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه سفيه لي يا أم نعبد قالت ظاهر الوباء أبلج الوجه حسن خلق لم تعبه ثجله ولم تذر به سعله وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع أحور وأكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر إذا صمت علىه الوقار وإن تكلم علىه البهاء أجمل الناس وابهاهم من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدر ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول غصن بين غصنين فهو أندر الثلاثة من ذرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر كبادر إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا مفيد فقال أبو معبد والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا لقد همنت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا هرون القائل جزا الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من أنسى رفيق محمدي فيالقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي لوهن بل كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي سلوا أختكم عنشاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاء تشهدي قالت أسماء بنت أبي بكر ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها قالت فلما سمعنا قوله عرفني حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة فاصبل وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وقصده المدينة وكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار فإذا اشتد حر الشمس رجعوا على عادتهم إلى منازلهم فلما كان يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من النبوة خرجوا على عادتهم فلما حني حر الشمس رجعوا وصعدا رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة لبعض شأنه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزور بهم السراب فصرخ بأعلى صوته يا بني قيلة هذا صاحبكم قد جاء هذا جدكم الذي تنتظرونه فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الرجة والتكبير في بني عمر بن عوف أكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للطائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة فأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فسار حتى نزل بقباء في بني عمر بن عوف فنزل على كنثوم بن هدم وقيل بل على سعد بن خيثمة والأول أثبت فقام في بني عمر بن عوف أربع عشرة ليلة وأسسا مسجد قباء وهو أول مسجد أسس بعد النبوة فلم أكان يوم الجمعة ركب بأمر الله له فأدركته جمعة في بني سان بن عوف فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي ثم ركبا فأخذوا بخطان راحلته هلما إلى العاد والعدة والسلاح والمنع فقال خلوا سبيلها فإنه مأمورة فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بذار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم ويقول دعوها فإنها مأمورة فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم وبركت ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت فرجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمان راحلته وكانت عنده وأصبح كما قال أبو قيس صرمة الأنصاري وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات سوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضيا وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باهية بذلنا له الأموال من حل ما جميع وأنفسنا عند الوظى والتآسية معاد الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيبا مصافيا ونعلم أن الله لا رب غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان نصيرا قال قتابه أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق ونبي الله يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل الله سلطان النصيرا وأراه الله عز وجل دار الهجرة وهو بمكة فقال أريد دار فجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين وذكر الحاكم في مستدركه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل من يهاجر معي قال أبو بكر من الصديق قال البراء أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعد بن ممير وابن أم مكتون فجاء لا يقرئاني الناس القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عشرين راكبة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت الناس فرخوا بشيء تفرحهم به حتى رأيت النساء والصديان والإناء يقولون هذا رسول الله قد جاء وقال أنس شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوم قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا وشهدته يوم مات فما رأيت يوم قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فقام في منزل أبي أيوب حتى بنى خجره ومسجده وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة فقدموا عليه بفاطنه وأم كرثون ابنتيه وسودة بنت زمعة زوجته وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن وأما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنه زوجه أبو العاص إنه الربيع من الخروج وخرج عبد الله إنه أبي بكر معهم بحيال أبي بكر ومنهم عائشة فنزلوا في بيوت حارثة من نعمان فصل في بناء المسجد قال الزهري بركة وقت النبي صلى الله عليه وسلم موضع مسجده وهو يومئذ يسلي فيه رجال من المسلمين وكان مربدا لسهل مسهيل غلامين يتيمين من الأنصار كان في حجر أسعد بن زرارة فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخله مسجدا فقال بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتعه منهما بعشرة زنانير وكان جدارا ليس له سقف وقبلته إلى بيت المقدس وكان يسلي فيه ويجنب أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه شجرة زرقد وخرب ونخل وقبور للمشركين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل والشجر فقطعت وصفت في قبلة النسجد وجعل طوله من ميال القبلة إلى مؤخره مئة ذراع والجانبين مثل ذلك أو دونه وجعل أساسه قريبا من ثلاثة أذرع ثم بنيه باللبن وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقم اللبن والحجارة بنفسه ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن ويقول بعضهم في رجزه لإن طعدنا والرسول يعمل لذاك من العمل المدلل وجعل قبلته إلى بيت المقدس وجعل له ثلاثة أبواب بابا في مؤخره وبابا يقال له باب الرحمة والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عمده الجذوع وسقفه بالجريد وقيل له ألا تسطفه فقال لا عريش كعريش موسى وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن وسقفها بالجريد والجذوع فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد قبليه وهو مكان حجرته اليوم وجعل لسيدة بنت زمعة بيتا آخر فصلا ثم آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في ذال أنس بن مالك وكانوا تسعين رجلا نسفهم من المهاجرين ونسفهم من الأنصار آخر بينهم على الموساه يتوارسون بعد الموت دون ذو الأرحام إلى حين وقعت بدر فلما أنزل الله عز وجل وولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله رد التوارس إلى الرحم دون عقد الأخوة وقد قيل إنه آخر بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخات ثانية واتخذ فيها علي أخى لنفسه والثبت الأول والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخات بخلاف المهاجرون مع الأنصار ولو آخر بين المهاجرين كان أحق الناس بأخوته أحب الخلق إليه ورفيقه في الإجرة وعنيسه في الغار وأفضل الصحابة وأكرمهم عليه أبو بكر الصديق وقد قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل وفي لفظ ولكن أخي وصاحبي وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عنه كما قال وذبت أن قد رأينا إخواننا قالوا ألسنا إخوانك قال أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها كما له من الصحبة أعلى مراتبها فالصحابة لهم الأخوة ومزينة الصحبة ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة فصلا وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود وكتب بينه وبينهم كتابا وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام فدخل في الإسلام وأبى عامتهم إلا الكفر وكان ثلاث قبائل بني قيمقاع وبني النظير وبني قريضة وحاربه الثلاثة سمن الله على بني قيمقاع وأجلى بني النظير وقتل بني قريضة وسبى ذريتهم ونزلت سورة الحشر في بني النظير وسورة الأحزاب في بني قريضة فاسم وكان يصلي إلى قبلة بيت المقدس ويحب أن يصرف إلى الكعبة وقال بجبريل وبدت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود فقال إنما أنا عبد فادع ربك واسأله فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك حتى أنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وذلك بعد ستة عشر شهرا من مقدمه المدينة قبل وقعة بدر بشهرين قال محمد المسعد أخبرنا هاشم بن القاسم قال أنبأنا أبو معشر عن محمد بن كعب القردي قال ما خالف نبيه نبيا قط في قبلة ولا في سنة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة ستة عشر شهرا ثم قرأ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين فأما المسلمون فقالوا سمعنا وأطاهنا وقالوا آمنا به كل من عند ربنا وهم الذين هذا الله ولم تكن كبيرة عليهم وأما المسلكون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنه الحق وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبله ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء وأما المنافقون فقالوا ما يدري محمد أين يتوجه إن كانت الأولى حقا فقد تركها وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل وكثرت أقاويل السفهاء من الناس وكانت كما قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وكانت محنة من الله انتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ولما كان أمر القبلة وشأنه عظيما وطأ سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقب له ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء وحذر عبادهم مؤمنين من موافقتهم اتباع أهوائهم ثم ذكر كفرهم وشركهم به وقولهم إن له ولدا سبحانه وتقالى عما يقولون علوا ثم أخبر أن له المشرق والمغرب وإنما يولي عباده وجوههم فثم وجوه وهو الواسع العليم فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يوجه العبد فثم وجه الله ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم وأنه إن فعل وقد أعاذه الله من ذلك فما له من الله من ولي ولا نصير ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم القيامة ثم ذكر خليله باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماما للناس يأتم به أهل الأرض ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له وفي ضمن هذا أن باني البيت كما هو إمام للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم ثم يخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفخ الناس ثم أمر عباده أن يأتموا برسوله الخاتم ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى إبراهيم وإلى سائر النبيين ثم رد على منطال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصارى وجعل هذا كله توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة ومع هذا كله فقد كبر ذلك على الناس إلا من هذا الله منهم وأكد سبحانه هذا الأمر مرة بعد مرة بعد ثالثة وأمر به رسوله حيث ما كان ومن حيث خرج وأخبر أن الذي يهدي من يشاو إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة وأنها هي القبلة التي تريق بهم وهم أهلها لأنها أوسط القبل وأفضلها وهم أوسط الأمم وخيارهم فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب وأخرجهم في خي القرون وخصهم بأفضل الشرائع ومنحهم خير الأخلاق وأسكنهم خير الأرض وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل وموقفهم في القيامة خير المواقف فهم على تل إمعال والناس تحتهم فسبحان من يختص برحمته من يشاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أخبر سبحانه أنه فعل ذلك لألا يكون للناس عليهم حجة ولكن الظالمون الباغون يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت ولا يعارض الموحدون الرسل إلا بها وبأنثالها من الحجج الداحرة وكل من قدم على أقوال الرسول سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم ثم ذكرهم نعمه عليه بإرسال رسوله إليهم وإنزال كتابه عليهم ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ثم أمرهم بذكره وبشكره إذ بهذين الأمرين يستوذبون إتمام نعمه والمزيد من كرامته ويستوذبون ذكره لهم ومحبته لهم ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعامة به وهو الصبر والصلاة وأخبرهم أنه مع الصابرين فصمم وأتنى نعمته عليهم مع القبلة لأن شرع لهم الأذان في اليوم وليلة أني وذيعهم في الذهر والعصر والعشاء ركعتين أخرين بعد أن كانت ثناية فكل هذا كان بعد مقدمه المدينة فصم فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره لعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر وبدلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج وكان أولى بهم من أنفسهم رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا لهم أنساق العداوة والمحاربة وصاحوا بهم من كل جانب والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قوية الشوكة واشتد الجريح فأيمنهم حينئذ في القتال ولم يفرضوا عليهم فقال تعالى قلن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقد قال الطائفة إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية وهذا غلط لوجوه أحدها أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة الثاني أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم فإنه قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وهؤلاء هم المهاجرون الثالث قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين الوجه الثاني يبدأ حالا رابع الوجوه أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله يا أيها الذين آمنوا والخطاب بذلك كله مدني فأما الخطاب يا أيها الناس فمشترك الخامس أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا فهذه سورة مكية والجهاد فيه هو التبليغ وجهاد الحجة وأن الجهاد المأمر به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف السادس أن الحاكم روا في مستدركه من حديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكون فأنزل الله عز وجل قلن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وهي أول آية نزلت في القتال وإسناده على شرط الصحيحين وسياق السورة يدل على أن فيه المكية والمدني فإن قصة إلقاء الشيطان في أمية الرسول المكية والله أعلم فصل ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع أن الجهاد بالنفس ففرض كفاية وأن الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء كما قال تعالى إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب ودخول الجنة فقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم جنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحته الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدم ذلك الفوز العظيم وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب فقال وأخرى تحبونها أي ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد وهي نصر من الله وفتح قريب وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وأعطاهم عليها الجنة وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السناء وهي التوراة والإنجيل والقرآن ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم فليتأمر العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله فإن الله عز وجل هو المشتري والثمن جمنات النعيم والفوز برباه والتمتع برؤيته هناك والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسين قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة لله ما هزلت فيستامها المفلسون ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون لقد أقيمت للعرض في سوط من يريد فلم يرضى ربها لها بثمن دون بذل النفوس فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لم يكثر المدعون للمحدة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرقة الشجي فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه فطولبوا بعذالة البينة وقيل لا تقبل العذالة إلا بتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم فسلموا ما وقع عليه العقد فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وعقد التبايع يوجد التسليم من الجانبين فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على هديه ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد عرفوا أن بالسلعة قدرا وشأنا ليس لغيرها من السلع فرأوا من الخسران البين والغدم الفاحش أن يبيعوها بثمن بخص جراهن معدودة تذهب لذتها وشهوتها وتبقى تباعتها وحسرتها فإن فاعل ذلك معدود في جنة السفهاء فعقدوا مع المشتري بيعة ردوان ردا واختيارا من غير ثبوت خيار وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقلك فلما تم العقد وسلم المضيع قيل لهم قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا والآن فقد ردناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن تأمّ القصة جابر ابن عبد الله وقد اشترى منه صلى الله عليه وسلم بعيره ثم وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير وكان أبوه قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أخد فذكره بهذا الفعل حال أبيه مع الله وأخبره أن الله أحياه وكلمه كفاحا وقال يا عبدي تمنى علي فسبحان من عض مجوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق فقد أعطى السلعة وعطى الثمن ووفق لتكميل العقد وقبل المبوعة على عيبه وأعاد عليه أجل الأثمان واشترى عبده من نفسه بماله وجمع له بين الثمن والمثمن وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد وهو سبحانه الذي وفقه له وشاءه منه فحي هلا إن كنت ذاهمة فقد حدا بك حاد الشوق فطور مراحلا وقل لمنادي خبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا وأحي بذكرهم شراكا إذا دنت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا وإما تخافن الكلال فقل لها أنامك ورد الوصل فابغي المناهلا واخذ قبسا من نورهم ثم سر بهم فنورهم يهديك ليس المشاعلا وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم ثم إن كنت قائلا وإلا في نعمانا عندي معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا وإلا في جمع بليلته فإن تفت فمنا يا ويح من كان غافلا وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا ولكن سباك الكنشخون لأجلها وقفت على الأطلال تبكي المنازلا وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فجد من نفس إن كنت باظلا فدعها رسوما دارسات ثم بها مقيل وجاوزها فليست منازلا رسوما عفت ينتابها الخلق كنبها قتيل وكن فيها لذا الخلق قاتلا وخذ يمثا عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد الأحبة آهلا وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاذ الكد يصبح زائلا فما هي إلا ساعة ثمة طبي ويصبح ذو الإحزان فرحا مجادلا لقد حركت داعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهيم العالية وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى منازل الأبرار وحجى به في طريق سيره فما حطت به رحاله إلا بذار القرار فقال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بمونال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أنا شق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولو ددت أني أقتل في سبيل الله ثم أخيى ثم أقتل ثم أخيى ثم أقتل وقال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة وقال غدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها وقال فيما يروع ربه تبارك وتعالى أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل ابتغاء مرضاتي ومنت له أن أرجعه إن أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة وإن قبضته أن أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة وقال جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله هباب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم وقال أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آن نبي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وأنا زعيم لمن آن نبي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة إن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء يموت وقال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة وقال إن في الجنة مئة درجة فعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة وقال لأبي سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبنحمد الرسول وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال أعذها علي يا رسول الله ففعل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع الله به العبد مئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله وقال من أنفقت الجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة داب أي فلو هلم فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة أمن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد أمن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة أمن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر بابي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يبعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم وقال من أنفق نفقت الفاضلة في سبيل الله فبسبعمائة ومن أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضا أو أماط الأبى عن طريق فالحصنة بعشر أمثالها والصوم جنة ما لم يخرقها ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطة وذكر ابن ماذة عنه من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غفى بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء وقال من أعانى مجاهدا في سبيل الله أو ظالما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أغله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وقال من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار وقال لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد وفي لفظ في قلب عبد وفي لفظ في جوف مئن وفي لفظ في منخرى مسلم وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى من اغبرت قدمه في سبيل الله ساعة من نهار فهما حرام على النار وذكر عنه أيضا أنه قال لا يجمع الله في جوف رجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم ومن اغبرت قدمه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار مسيرة ألف سنة للراكب المستأجل ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء له نور يوم القيامة لونها لون الزعفران وريخها ريخ المسك يعرفه بها الأولون والآخرون ويقولون فلان عليه طابع الشهداء ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة وذكر ابن ماجث عنه من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسك يوم القيامة وذكر أحمد رحمه الله عنه ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار وقال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وقال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان وقال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينم له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر وقال رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل وذكر ابن ماجة عنه من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها وقال مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله ستين سنة أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخرون الجنة جاهدوا في سبيل الله ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة وذكر أحمد عنه من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة وذكر عنه أيضا حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها وقال حرمت النار على عين دمعت أو بكت قشية الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله وذكره أحمد عنه من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان لم يرى النار بعينيه إلا تحلة القسم فإن الله يقول وإن منكم إلا واردها وقال لرجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم من أولها إلى الصباح على ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة قد أوذبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها وقال من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة وقال من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له مورا يوم القيامة وعند النسائي تفسير الدرجة لمئة عام وقال إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والممد به والرامي به وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا وكل شيء يلهو به الرجل فباطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها رواه أحمد وأهل السنن وعند ابن ماجه من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني وذكر أحمد عنه أن رجلا قال أوصني فقال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رضبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض وقال جروة سلام الإسلام الجهاد وقال ثلاثة الحق على الله عموهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأباء والناكخ الذي يريد العفاف وقال من مات ولم يغزو ولن يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق وذكر أبو داود عنه من لم يغزو أو يجحز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة وقال إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم وذكر ابن مادة عنه من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه ثلما وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليدي إلى التهلكة لترك الجهاد وصح عنه صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف وصح عنه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وصح عنه إن النار أول ما تساعر بالعالم والمنثق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال وصح عنه إن من جاهد يبتغي عروى الدنيا فلا أجر له وصح عنه أنه قال لعبد الله بن عمر إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا يا عبد الله بن عمر على أي وجه قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال فصل وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله فإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر فصل قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون روم الدم والريح ريخ المسك وفي التلمذي عنه ليس شيء أحد إلى الله من قطرتين أو أثرين قطرة دمعة من خشة الله وقطرة دم تهرق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريدة من فرائد الله وصح عنه أنه قال ما من عبد يموت له عند الله خير لا يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى وفي لفظ فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة وقال لأم حارثة بنت النعمان وقد قتل ابنها معه يوم ببر فسألته أين هو قال إنه في الفردوس الأعلى وقال إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا ففعل بهم ذلك ثلاث مرات فلما راوا أنهم ليتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا وقال إن للشهيد عند الله خصالا أن يغفر له من أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حذية الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار أليا قوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج أثنتين وسبعين من الحور العين ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه ذكره أحمد وصحاه الترمذي وقال لجابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك قال بلى قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدي تمن علي أعطك قال يا رب تحييني فأقتر فيك ثانية قال إنهم سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا ربي فأبلغ من ورائي فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير الخبر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لألا يذهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله على رسوله يليه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وفي المسند مرفوع الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في طبة الخضاء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية وقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه كأنهما طيران أضلت فصيليهما ببراح من الأرض بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها وفي المسدرك والنسائي مرفوعا لا أن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر وفيهما ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة وفي السنن يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته وفي المسند أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون مجوههم حتى يقتلوا أولئك يتربطون في الغرف الغلا من الجنة ويضحك إليهم ربك وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه وفيه الشهداء وأربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع إليه الناس أعناقهم ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وقعت قلنسوته ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما يضرب جلده بشوك الطلح أتاه تهم ضرب فقتله هو في الدرجة الثانية ورجل مؤمن جيد الإيمان خلط عاملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فلاك في الدرجة الثالثة ورجل مؤمن أسرف على نفسه إسراف كثيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الرابعة وفي المسند وصحيح بن حبان القتلى ثلاثة رجل مؤمن جاهد لماله ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدو وقاتلهم حتى يقتل فذاك الشهيد المنتحن في خيمة الله تحت أرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة ورجل مؤمن فرق على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل فتلك من صنصث محت ذنوبه وخطاياه إن السيف محاء الخطايا ودخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها ثمانية أبواب ولجهنن سبعة أبواب بعضها أفضل من بعض ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى يقتل فإن ذلك في النار إن السيف لا يمحو النفاق وصح عنه أنه لا ينثنه كافر وقاتله في النار أبدا وسئل أي الجهاد أفضل فقال من جاهد المشركين بماله ونفسه قيل فأي القتل أفضل قال من أهري قدمه وعقر جواده في سبيل الله وفي سنن بن ماجه إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر وهو لأحمد والنساء مرسلا وصح عنه أنه لا تزال طائفة من أمته يقاتلون على الحق لا يدرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وفي لفظ حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال فصل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفروا وربما بايعهم على الموت وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام وبايعهم على الهجرة قبل الفتح وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله وبايع نفرا من أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا وكان الصوت يسقط من يد أحدهم فينزل عن دابته فيأخذه ولا يقول لأحد نوذلني إياه وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخيل المنازل وفي المستدرك عن أبي هريرة ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتخله في ساقتهم في المسير فيرزي الضعيف ويردف المنقطع وكان أرفق الناس بهم في المسير وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها فيقول مثلا إذا أراد غزوة حنين كيف طريق نجد ومياهوها قم به من العدو ونحو ذلك وكان يقول الحرب خدعة وكان يبعث العيون يأتون بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبيت الحرس وكان إذا لطي عدوه وقف ودعا واستنصر الله وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفأ لها وكان يبارز بين يديه بأمره وكان يلبس للحرب عدته وربما ظاهر بين درعين وكان له الألوية والرايات وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا ثم قفل وكان إذا أراد أن يغير انتظر فإن سمع في الحي مؤذنا لم يغر وإلا أغار وكان ربما بيت عدوه وربما فاجأه نهارا وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم وكان يرتب الصفوف ويعبئهم عند القتال بيده ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه وكان إذا لقي العدو قال اللهم منزل الكتاب ونجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وربما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وكان يقول اللهم أنزل نصرك وكان يقول اللهم أنت عبدي وأنت نصيري وبك أقاتلي وكان إذا اشتد له بأس وحمي الحرب وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب وكان الناس إذا اشتد الحرب اتقوا به صلى الله عليه وسلم وكان أقربهم إلى العدو وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به إذا تكلموا وكان شعارهم مرة أمت أمت ومرة يا منصور ومرة حاميم لا ينصرون وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوسة العربية وكان يتترس بالترس وكان يحب الخيلاء في الحرب وقال إن منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء واختياله عند الصدقة وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفخر وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف وكان ينهى عن قتل النساء والولدان وكان ينظر في المقاتلة فمن رآه أنبت قتله ومن لم ينبت استحياه وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول سيروا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو وكان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو إلى الإسلام دون الهجرة ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب أو بذل الجزية فإنهم أجابوا إليه قبل منهم وإلا استعان بالله وقاتلهم وكان إذا ففر بعدوه أمر منادية فجمع الغنائم كلها فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام ثم يربخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش للفارس ثلاثة أسهم سهن له وسهنان بفرسه وللراجل سهم هذا هو الصحيح الثابت عنه وكان النثل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة وقيل بل كان النثل من الخمس وقيل وهو أضعف الأقوال بل كان من خمس الخمس وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس سأعطاه أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة وكان يسوي الضعيف والقوية في القسمة ما عدا النفل وكان إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث ومع ذلك فكان يكره النفل ويقول لا ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم وكان له صلى الله عليه وسلم سهم من الغنيمة يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء عمتا وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس قالت عائشة وكانت صفية من الصفي رواه أبو داود ولهذا جاء في كتابه إلى بني زهير بن أوقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله وكان سيفه ذي الفقار من الصفي وكان يسهم لمن غاب عند الوقعة لمصلحة المسلمين كما أسهم لعثمان سهمه من بدر ولم يحضرها لمكان تمريضه لامرأته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب له سهمه وأجره وكان يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم وأخبره رجل أنه ربح ربحا لم يربح أحد مثله فقال ما هو قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلاثمائة أوقية فقال أنا أنبئك بخير رجل ربح قال ما هو يا رسول الله قال ركعتين بعد الصلاة وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين أحدهما أن يخرج الرجل يستأجر من يخدمه في سفره والثاني أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد ويسمون ذلك الجعائل وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم للغازي أجره وللجاعي لأجره وأجر الغازي وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا أحدهما شركة الأبدان والثاني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنم حتى ربما اقتسم السهم فأصاب أحدهما قبحه والآخر نسله وريشه وقال ابن مسعود اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء وكان يبعث بالسرية فرسانا تاره ورجالا أخرى وكان لا يسهم لمن قدر من المدد بعد الفتح فصل وكان يعطي سهمة القربة في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبد شمس وبني نوفل وقال إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد وشبك بين أصابعه وقال إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام فصل وكان المسلمون يصيبون معهم في مغازيهم العسل والعنب والطرق طعام فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم قال ابن عمر إن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا ولم يؤخذ منهم الخمس ذكره أبو داود وانفرق عبد الله بن المغفل يوم خيبر بجراب شحم وقال لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم ولم يقل له شيئا وقيل لابن أبي أوفى كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصدنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يجي فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف وقال بعض الصحابة كنا نأكل الجوز في الغذو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأجربتنا منه منبوءة فصل وكان ينهى في مغازيه عن النهبة والمثلة وقال من انتهب نهبة فليس منا وعمر بالقدور التي طبخت من النهبة فأكفئت وذكر أبو داود عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد وأصابوا غنما فانتهبوها وإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفئ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحمة بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيء حتى إذا أعجفها ردها فيه وأن يلبس الرجل ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه رده فيه ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب فصل وكان يشدد في الغلول جدا ويقول هو عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة ولما أصيب غلامه مدعم قال حنيئا له الجنة قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغناء لم تسمها المقاسم لتشتعل عليه نارا فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك فقال شراك أو شراكان من نار وقال أبو هريرة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره فقال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شات لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وقال لمن كان على ثقاله وقد مات هو في النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها وقالوا في بعض غزواتهم فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا وفلان شهيد فقال كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل جنة إلا المؤمنون وتوفي رجل يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوا على صاحبكم فتغير فجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله شيئا ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل بعد ذلك بزنان من شعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت بلالا نادى ثلاثا قال نعم قال فما منعك أن تجيئ به فاعتذر فقال كن أنت تجيئ به يوم القيامة فلن أقبله منك فصل وأمر بتحريق متاع الغال وضربه وحرقه الخليفتان الراشدان بعده فقيل هذا منسوخ بسائر الأحاديث التي ذكرت فإنه لم يجئ التحريق في شيء منها وقيل وهو الصواب إن هذا من باب التأزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد لائمة بحسب المصلحة فإنه حرق وترك وكذلك خلفاؤه من بعده ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة فليس بحد ولا منسوخ وإنما هو تعزير يتعلق بجهاد الإمام فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارة كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسر المسلمين وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة ففاد أسارة ببر بمال وقال لو كان المطعم بن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء إنتنا لتركتهم له وهبط عليه في صلح الحليبية ثمانون متسلخون يريدون غرته فأسرهم ثم من عليهم وأسر ثمامة بن أسار سيد بني حنيفة فربطه بسارية المسجد ثم أطلقه فأسلم واستشار الصحابة في أسار ببر فأشر عليه الصديق أن يأخذ منهم فدية تكون لهم قوة على عدوهم ويطلقهم لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام وقال عمر لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة القفر وسناديدها فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قال عمر فلما كان من الغد أقبل عمر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي هو وأبو بكر فقال يا رسول الله من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجل بكاء أنت باكيت لبكائكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخرهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة وأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وقد تكلم الناس في أي الرأيين كان أصوب فرجح الطائفة قول عمر لهذا الحديث ورجح الطائفة قول أبي بكر لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب ولتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك بإبراهيم وعيسى وتشبيهه لعمر بنوح وموسى ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء ولموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أولى وللموافقة الله له آخرا وللموافقة الله له آخرا حيث استقر الأمر على رأيه ولكمال نظر الصديق فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرا وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة انتهي الشريط الواحد والثلاثون من كتاب زاد المعاد وله بطية على الشريط الثاني والثلاثين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثاني والثلاثون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد نواصل القراءة في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارة قالوا وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان رحمة لمزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا ولم يرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وإن أراده بعض الصحابة فالفتنة كانت تعنوا ولا تصيب من أراد ذلك خاصة كما هزم العثفر يوم حنين لقول أحدهم لن نغلب اليوم من قلة وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة ثم استقر الأمر على النصف والظفر والله أعلم واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمه فداءه فقال لا تدعوا منه درخما واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نفله إياها أبو بكر في بعض مغازيه فوهبها له فبعث بها إلى مكة ففد بها ناسا من المسلمين وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل وردس بهواز عليهم بعد القسمة واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان ست فرائض وقتل عقبة بن أبي معيط من الأسرى وقتل النضرى بن الحارث لشدة عداوتهما لله ورسوله وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال وكان هديه أن من أسلم قبل الأسر لم يسترق وكان يسترق سبي العرب كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب وكان عند عائشة سبية منهم فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل وفي الطبراني مرفوع من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل فليعتق من بل عنبر ولما قسم سبايا بن المستلق وقعت جويرية بنت الحارث للسبي لثابت بن قيس بن شماس فكعتبته على نفسها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها فأعتق بتزوجه إياها مئة من أهل بيت بني المستلق إكراما لصحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من صريح العرب ولم يكونوا يتوقفون في وطء سبايا العرب على الإسلام بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء وأباح الله لهم ذلك ولم يشترق الإسلام بل قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملتت أيمانكم فأباح وطأ ملك اليمين وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتها بالاستبراء وقال له سلمة بن الأكوع لما استوهبه الجارية الفزارية من السبي والله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ولو كان وطأها حراما قبل الإسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنا ولم تكن قد أسلمت لأنه قد فدى بها ناسا من المسلمين بمكة والمسلم لا يفادى به وبالجملة فلا نعرف في أثر واحد قطو اشتراط الإسلام منهم قولا أو فعلا في وطء المثبية فالثواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب ووطء مائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام فصل وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها ويقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم فصل في هديه في من جس عليه ثبت عنه أنه قتب جاسوسا من المشركين ثبت عنه أنه لم يقتل حاطبة فقد جس عليه واستأذنه عمر في قتله فقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد رحمه الله وغيرهما قالوا لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير وهذا أقوى والله أعلم فصل وكان هديه صلى الله عليه وسلم عطق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا ويقول كم عتقاء الله عز وجل وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام بل يقره في يده كما كان قبل الإسلام ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله وعزم الصديق على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم فقال عمر تلك دماء أصيبت في سبيل الله وأجورهم على الله ولا دية لشهيد فاتفق الصحابة على ما قال عمر ولم يكن أيضا يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار قهرا بعد إسلامهم بل كانوا يرونها بأيديهم ولا يتعرضون لها سواء في ذلك العقار والمنقول هذا هديه الذي لا شك فيه ولما فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي استولى عليها المشركون فلم يرد على واحد منهم داره وذلك لأنهم تركوها لله وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته فأعظهم عنها دورا خيرا منها في الجنة فليس لهم أن يرجعوا فيما تركوه لله بل أبلغ من ذلك أنه لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من ثلاث لأنه قد ترك بلده لله وهاجر منه فليس له أن يعود يستوطنه ولهذا رثى لسعد بن خوله وسماه بائسا أن مات بمكة ودفن بها بعد هجرته منها فصل في هديه في الأرض المغنومة ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريضة وبني النظير وخيبر بين الغانمين وأما المدينة ففكحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأقرف بحالها وأما مكة ففتحها عنوة ولم يقسمها فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمتها فقال الطائفة لأنها دار المناسك وهي وقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء فلا يمكن قسمتها ثم من هؤلاء من منع بيعها وإيجارتها ومنهم من جوز بيع رباعها ومنع أجارتها والشافعي لما لم يجمع بين العنوة وبين عدم القسمة قال إنها فتحت سلحا فلذلك لم تقسم قال ولو فتحت عنوة لكانت غنيمة فيجب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان والمنقول ولم يرى بأسا من بيع رباع مكة وإيجارتها واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم وتوهب وقد أضافه الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكه واشترى عمر بن الخطاب دارا من سطوان بن أمية وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أين تنزل غدا في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ولث أبا طالب فلما كان أصل الشافعي أن الأرض من الغنائم وأن الغنائم تجب قسمتها وأن مكة تملك وتباع ورباعها ودورها لم تقسم لم يجد بدا من القول بأنها فتحت صلحة لكن من تأمل الأحاديث الصحيحة وجبها كلها دالة على قول الجمهور أنها فتحت عنوة ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها فقال الطائفة لأنها دار النسك ومحل العبادة فهي وقف من الله على عباده المسلمين وقال الطائفة الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها والنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر ولم يقسم مكة فدل على جواز الأمرين قالوا والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها بل الغنائم هي الحيوان والمنقول لأن الله تعالى لم يحل الغنائم لأمة غير هذه الأمة وأحل لهم ديار الكفر وأرضهم كما قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إلى قوله يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وقال في ديار فرعون وقومه وأرضهم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم والإمام مخير فيها بحسب المصلحة وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة فهذا معنى وقفها ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة وقد أجمعوا على أنها تورث والوقف لا يورث وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنها يجوز أن تجعل فداقا والوقف لا يجوز أن يكون مهرم في النكاح ولأن الوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته والمقاتلة حقهم في خراج الأرض فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع ثواء فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق ونظير هذا بيع رقبة المكاتب وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع ولا يبطل من عقد في حقه من سبب العكت ببيعه والله أعلم ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف أرض خيبر خاصة ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس ففي السنن والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم في مئة سهم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس هذا لفظ أبي داود وفي لفظ عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين وكان ذلك الوطيحة والكتيبة والسلالما وتوابعها وفي لفظ له أيضا عزل نصفها لنوائبه وما نزل به وما نزل به الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشقة والنطاتة وما أحيز معهما وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما فصل والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه أحدها أنه لم ينقل أحد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها زمن الفتح ولجاءه أحد منهم صالحه على البلد وإنما جاءه أبو سفيان فأعطاه الأمان لمن دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد أو ألقى سلاحه ولو كانت قد فتحت سلحة لم يقل من دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد فهو آمن فإن السلحة يقضي الأمان العام الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنه أدندي فيها ساعة من نهار وفي لفظ إنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وفي لفظ فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أدن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أدن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وهذا صريح في أنها فتحت عنوى وأيضا فإنه ثبت في الصحيح أنه جعل يوم الفتح خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى وجعل الزبير على المجنبة اليسرى وجعل أبا عبيدة على الحسر وبطن الوادي فقال يا أبا هريرة ادعوا للأنصار فجاءوا يهرولون فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباشا قريش قالوا نعم قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحسدوهم حسدا وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه وصعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله قبيلت خضراء القريش لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن وأيضا فإن أم هاني أجارت رجلا فأراد علي بن أبي طالب قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني وفي لفظ عنها لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من أحمائي فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا فجاء ابن أمي علي فتلفت عليهما بالسيف فذكرت حديث الأمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني وذلك ضحى بجوف مكة بعد الفتح فإجارتها له وإرادة علي رضي الله عنه قتله وإن ضاء النبي صلى الله عليه وسلم إجارتها صريح في أنها فتحت عنوه وأيضا فإنه أمر بقتل مقيس بن صبابة وابن خطل وجهريتين ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح وأيضا ففي السنن بإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة قال أمنوا الناس إلا امرأتين وأربعة نفر اقتلوهم إن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة والله أعلم فصل ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قيل يا رسول الله ولما قال لا تراء نارهما وقال من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله وقال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وقال ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير فصل في هديه في الأمان والصلح ومعاملة رسول الكفار وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين وإجارة من جاءه من الكفار حتى يسمع كلام الله ورده إلى مأمنه ووفائه بالعهد وبراءته من الغدر ثبت عنه أنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وقال المسلمون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بلمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وثبت عنه أنه قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء وقال من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل وفي لفظ أعطي لواء غدر وقال لكل غادر لواء عند استهي يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان ابن فلان ويذكر عنه أنه قال ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو فصل ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام قسم صالحهم ووادعهم على أن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوة وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين وهؤلاء هم المنافقون فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى فصالح يهود المدينة وكتب بينهم وبينه كتاب أمن وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة بني قينقاع وبني النظير وبني قريضة فحاربته بن قينقاع بعد ذلك بعد بدر وشرقوا بوقعة بدر وأظهروا البغي والحسب فسارت إليهم جنود الله يقدمهم عبد الله ورسوله يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا من مهاجره وكانوا حلفاء عبد الله بن أبي سلول رئيس المنافقين وكانوا أشجع يهود المدينة وحامل لواء المسلمين يومئذ حمزة بن عبد المطلب واستخلفا على المدينة أبا لبابة ابن عبد المنذر وحاصرهم خمسة عشر ليلة وحاصرهم خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة وهم أول من حارب من اليهود وتحصنوا في حصونهم فحاصرهم أشد الحصار وقدف الله في قلوبهم الرعب الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقدفه في قلوبهم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم فأمر بهم فكتفوا وكلم عبد الله بن أبي فيهم كلما رسول الله صلى الله عليه وسلم وألح عليه فوهبهم لعبد الله وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها فخرجوا إلى أذرعات من أرض الشام فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم وكانوا صاغة وتجارا وكانوا نحو الستمائة مقاتل وكانت دارهم في ضرف المدينة وقبض منهم أموالهم فأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قسي ودرعين وثلاثة أسياف وثلاثة رماح وخمس غنائمهم وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة فصل ثم نقض العهد بن النظير قال البخاري وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر قال عروه وسبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلاب بيين الذين قتلهما عمر بن أهية الضمري فقالوا نفعل يا أبا القاسم اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك وخلا بعضهم ببعض وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم وقالوا أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها فقال أشقاهم عمر بن جحاش أنا فقال لهم سلام بن مشكم لا تفعلوا فوالله ليخبرن بما هممتم به وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه وجاء الوحي على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما هموا به فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه فقالوا نهضت ولم نشعر بك فأخبرهم بما همت يهود به وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها وقد أجلتكم عشرا فما وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه فأقاموا أيام يتجهزون وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي ألا تخرجوا من دياركم فإن معي ألفين يدخلون معكم حسنكم فيموتون دونكم وتنصركم قريضة وحلفاؤكم من غطفان وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قال له وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدى لك فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وانهضوا إليه وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء فلما انتهى إليهم قاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة واعتزلتهم قريضة وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم وجعل مثلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك فإن سورة الحشر هي سورة بن النظير وفيها مبدأ قصتهم ونهايته فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق فأرسلوا إليه نحن نخرج عن المدينة فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والحلقة وهي السلاح وكانت بن النظير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب وخمس قريضة قال مالك خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريضة ولم يخمس بن النظير لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بن النظير كما أوجفوا على قريضة وأجلاهم إلى خيبر وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم وقبض السلاح واستولى على أرضهم وذيارهم وأموالهم فوجد من السلاح خمسين درعا وخمسين بيضة وثلاثمائة ثلاثمائة وأربعين سيفا وقال هؤلاء في قومهم لمنزلة بن المغيرة في قريش وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة فصل وأما قريضة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلبهم كفرا ولذلك جرى عليهم من أن يجري على إخوانهم وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح جاء حلي بن أخطب إلى بني قريضة في ديارهم فقال قد جئتكم بعز الدهر جئتكم بقريش على ساداتها ورطفان على قادتها وأنتم أهل الشوكة وسلاح فهلما حتى نناجز محمدا ونفرغ منه فقال له رئيسهم بل جئتني والله بذل الدهر جئتني بسحاب قد أراق ماءه فهو يرعد ويبرق فلم يزل حيي يخادعه ويعده ويمنيه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حسنه يسيبه ما أصابهم ففعل ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا سبه فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فأرسل يستعلم الأمر فوجدهم قد نقضوا العهد فكبر وقال أبشروا يا معشر المسلمين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن إلا أوضع سلاحه فجاءه جبريل فقال أوضعت السلاح والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها فانهض بمن معك إلى بني قريضة فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقف في قلوبهم الرعب فسار جبريل في موكبه من الملائكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار وقال لأصحابه يومئذ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة فبادروا إلى امتثال أمره ونهضوا من فورهم فأدركتهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصليها إلا في بني قريضة كما أمرنا فصلوها بعد عشاء الآخرة وقال بعضهم لم يرد منا ذلك وإنما أراد سرعة الخروج فصلوها في الطريق فلم يُعنف واحدة من الطائفتين واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب فقال الطائفة الذين أخروها هم المصيبون ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروها ولما صليناها إلا في بني قريضة امتثارا لأمره وتركا للتأويل المخالف للظاهر وقال الطائفة أخرى بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق وكانوا أسعد بالفضيلتين فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في القروج وبدروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتها وفهموا ما يراد منهم وكانوا أفقها من الآخرين ولسيما تلك الصلاة فإنها كانت صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه ومجيء السنة بالمحافظة عليها والمبادرة إليها والتبكير بها وأن من فاتته فقد أتر أهله وماله أو قد حبط عمله فالذي جاء فيها أمر لم يجئ مثله في غيرها وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون بل معجورون أجرا واحدا لتمسكهم بظاهر النص وقصدهم امتثال الأمر وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس الأمر ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئا فحاشا وكلا والذين صلوا في الطريق جمعوا بين الأدلة وحصلوا الفضيلتين فلهم أجران والآخرون مأجورون أيضا رضي الله عنهم فإن قيل كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا مشروعا ولهذا كان عقب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق إلى الليل فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليل كتأخيره صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق إلى الليل سواء ولسيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف قيل هذا سؤال قوي وجوابه من وجهين أحدهما أن يقال لم يثبت أن تأخير الصلاة عوقتها كان جائزا بعد بيان المواقيت ولا دليل على ذلك إلا قصة الخندق فإنها هي التي سدل بها من قال ذلك ولا حجة فيها لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبي صلى الله عليه وسلم كان عن عمد بل لعله كان نسيانا في القصة ما يشعر بذلك فإن عمر لما قال له يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها ثم قام فصلاها وهذا مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا بما هو فيه من الشغل والاهتمام بأمر العدو المحيط به وعلى هذا يكون قد أخرها بعدر النسيان كما أخرها بعذر النوم في سفره وصلاها بعد استيقاضه وبعد ذكره إذ تأسى أمته به والجواب الثاني أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو في حال الخوف والمسايفة عند الدهش عن تعقل أفعال الصلاة والإتيان بها والصحابة في مسيرهم إلى بني قريضة لم يكونوا كذلك بل كان حكمهم حكم أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده ومعلوم أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ولم تكن قريضة ممن يخاف فوتهم فإنهم كانوا مقيمين بدارهم فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الموضع فصل وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ونازل حصون بني قريضة وحصرهم خمس وعشرين ليلة ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خصال إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا إليه بالسيوف مصلثة يناجزونه حتى يغفروا به أو يقتلوا عن آخرهم وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه فأبوا عليهم أن يجيبوه إلى واحدة منهم فبعثوا إليه أن أرسل إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر نستشيره فلما رأوه قاموا في وجهه يكون وقالوا يا أبا لبابة كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد فقال نعم وأشار بيده إلى حلقه يقول إنه الذبح ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسوله فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد مسجد المدينة فربط نفسه بسارية المسجد وحلف أن لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأنه لا يدخل أرض بني قريضة أبدا فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال دعوه حتى يتوب الله عليه ثم تاب الله عليه وحله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه الأوس فقالوا يا رسول الله قد فعلت في بني قيمقاع ما قد علمت وهم حلفاء إخواننا الخزرج وهؤلاء موالينا فأحسن فيهم فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى قال فذلك إلى سعد بن معاذ قالوا قد رضينا فأرسل إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يقولون لهم وهم كنفتاه يا سعد أجمل إلى مواليك فأحسن فيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لوم تلائم فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم فلما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى سيدكم فلما أنزلوه قالوا يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك قال وحكمي نافذ عليهم قالوا نعم قال وعلى المسلمين قالوا نعم قال وعلى منها هنا وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما قال نعم وعلي قال فإني أحكم فيهم أي يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول وهرب عمر بن سعد فانطلق فلم يعلم أين ذهب وكان قد أبى الدخول معهم في نقل العهد فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من جرت عليه النوسى منهم ولم ينبت ألحق بالذرية فحفر لهم خنادق في سوق المدينة وضربت أعناقهم وكانوا بين الستمائة إلى السبعمائة ولم يقتل من النساء أحد سوى امرأة واحدة كانت طرحت على رأس سويد بن الصامت رحى فقتلته وجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا أرسالا فقالوا لرئيسهم كعب بن أسد يا كعب ما تراه يصنع بنا فقال أفي كل موطن لا تعقلون أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع هو والله القتل قال مالك في رواية بن القاسم قال عبد الله ابن أبي لسعد بن معاذ في أمرهم إنهم أحد جناحي وهم ثلاثمائة دارع وستمائة حاسر فقال قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم ولما جئ بحيي بن أخطب إلى بين يديه ووقع بصره عليه قال أما والله ما لمت نفسي في معاداتك ولكن من يغالب الله يغلب ثم قال يا أيها الناس لا بأس قدر الله وملحمة كتبت على بني إسرائيل ثم حبس فضربت عنقه واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله من رسول الله فوهبهم له فقال له ثابت بن قيس قد وهبك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب لي مالك وأهلك فهم لك فقال سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود فهذا كله في يهود المدينة وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب كل غزوة من الغزوات الكبار فغزوة بني طينقاع عقب بدر وغزوة بني النظير عقب غزوة أحد وغزوة بني قريضة عقب الخندق وأما يهود خيبر فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى فصل وكان هديئه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون وردوا به غز الجميع وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل بقريضة والنظير وبني طينقاع وكما فعل في أهل مكة فهذه سنته في أهل العهد وعلى هذا ينبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم وخالفهم أصحاب الشافعي فخصوا نقض العهد بمن نقضه خاصة دون من رضي به وأقر عليه وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة أقوى وآكد ولهذا كان موضوعا على التأبيد بخلاف عقد الهدنة والصلح والأولون يقولون لا فرق بينهما وعقد الذمة لم يوضع للتأبيد بل بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه فهو كعقد الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزامهم أحكام ما وقع عليه العقد قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقع عقد الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة بل أطلقه ما داموا كافين عنه غير محاربين له فكانت تلك ذمتهم غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد فلما نزل فرضها ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقد ولم يغير حكمه وصار مقتباه التأبيد فإذا نقض بعضهم العهد وأقرهم الباقون وردوا بذلك ولم يعلموا به المسلمين صاروا في ذلك كنقض أهل الصلح وأهل العهد والصلح ولا فرق بينهما فيه وإن افترق من وجه آخر يوضح هذا أن المقر الراض الساكت إن كان باقيا على عهده وصلحه لم يجز قتاله ولا قتله في الموضعين وإن كان بذلك خارجا عن عهده وصلحه راجعا إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح لم يفترق الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في ذلك فكيف يكون عائدا إلى حاله في موضع دون موضع هذا أمر غير معقول توضيحه أن تجدد أخذ الجزية منه لا يوجب له أن يكون موفيا بعهده مع رضاه أو مالأته ومواطعته لمن نقض وعدم الجزية يوجب له أن يكون ناقضا غادرا غير موف بعهده هذا بين الامتناع فالأقوال ثلاثة النقض في الصورتين وهو الذي ذلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفار وعدم النقض في الصورتين وهو أبعد الأقوال عن السنة والتفيق بين الصورتين والأولى أصوبها وبالله التوفيق وبهذا القول أفتين ولي الأمر لما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم وراموا إحراق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته وكاد لولا دفع الله أن يحترق كله وعلم بذلك من علم من النصارى ووطأوا عليه وأقروه ورضوا به ولم يعلموا ولي الأمر فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء فأفقيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك وأعان عليه بوجه من الوجوه أو رضي به وأقر عليه وأن حده القتل حتم لا تخير للإمام فيه كالأسير بل صار القتل له حدا والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة منتزما لأحكام الله بخلاف الحربي إذا أسلم فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقتل بما فعله قبل الإسلام فهذا له حكم والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم آخر وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وأفتى به في غير موضع فصل وكان هديه وسنته إذا صالح قوما وعاهدهم فانضاف إليهم عدو لهم سواهم فدخلوا معهم في عقدهم وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوا معه في عقده صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه وبهذا السبب غزى أهل مكة فإنه وبهذا السبب غزى أهل مكة فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين تواثبت بن بكر ابن وائل فدخلت في عهد قريش وعقدها وتواثبت خزاعة فدخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده ثم عدت بن بكر على خزاعة فبيتتهم وقتلت منهم وعانتهم قريش في الباطن بالسلاح فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا ناقضين للعهد بذلك واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعديهم على حلفائه وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا ورآهم بذلك ناقضين للعهد كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين والله أعلم الوجه الثاني يبدأ حالا فصل وكان تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عداوته فلا يهيجهم ولا يقتلهم ولما قدم عليه رسولا مسيرمة الكذاب وهما عبد الله ابن النواحة وابن أثال قال لهما فما تقولان أنتما قال نقول كما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما فجرت سنته أن لا يقتل رسول وكان هديه أيضا أن لا يحبس رسول عنده إذا اختار دينه فلا يمنعه من اللحاق بقومه بل يرده إليهم كما قال أبو رافع بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتيته وقع في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم فقال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع قال أبو داود وكان هذا في المدة التي شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رد إليهم من جاء منهم وإن كان مسلما وأما اليوم فلا يصلح هذا انتهى وفي قوله لا أحبس البرد إشعار بأن هذا حكم يختص بالرسل المطلقة وأما رده لمن جاء إليه منهم وإن كان مسلما فهذا إنما يكون مع الشرط كما قال أبو داود وأما الرسل فلهم حكم آخر ألا تراه لم يتعرض لرسول مسيلمة وقد قال له في وجهه نشهد أن مسيلمة رسول الله وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه أمضاه لهم كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسيل أن لا يقاتلهم معه صلى الله عليه وسلم فأمضى لهم ذلك وقال لهما إن صرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم فصل وصالح قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين على أن من جاءه منهم مسلما رده إليهم ومن جاءهم من عنده لا يردونه إليه وكان اللفظ عاما في الرجال والنساء فنسخ الله ذلك في حق النساء وأبقاه في حق الرجال وأمر الله نبيه والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساء فإن علموها مؤمنة لم يردوها إلى الكفار وأمرهم برد مهرها إليهم لما فات على زوجها من منفعة بضعها وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرها إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة فيردونه إلى من ارتدت امرأته ولا يردونها إلى زوجها المشرك فهذا هو العقاب وليس من العذاب في شيء وكان في هذا دليل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم وأنه متقوم بالمسمى الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر المثل وأن أنكحة الكفار لها حكم الصحة لا يحكم عليها بالبطلان وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الكفار ولو شرط ذلك وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر وأن المسلم له أن يتزوج المرأة المهاجرة إذا انقضت عدتها وآتاها مهرها وفي هذا أبيان دلالة على خروج بضعها من ملك الزوج وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم كما حرم نكاح المسلمة على الكافر وهذه أحكام استفيدت من هاتين الآيتين وبعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه وليس مع من ادعى نسخها حجة ألبتة فإن الشرط الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار في رد من جاءه مسلما إليهم إن كان مختصا بالرجال لم تدخل النساء فيه وإن كان عاما للرجال والنساء فالله سبحانه وتعالى خصص منه رد النساء ونهاهم عن ردهن وأمرهم برد مهورهن وأن يردوا منها على من ارتدت امرأته إليهم من المسلمين المهر الذي أعطاها ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده وأنه صادر عن علمه وحكمته ولم يأتي عنه ما ينافي هذا الحكم ويكون بعده حتى يكون ناسخا ولما صالحهم على رد الرجال كان يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم ولا يكرهه على العود ولا يأمره به وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عيده ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم يضمنه لهم لأنه ليس تحت قهره ولا في قبضته ولا أمره بذلك ولم يقتضي عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا عن من هو تحت قهره وفي قبضته كما ضمنا لبني جذيمة ما أتلفه عليهم خالد من نفوسهم وأموالهم وأنكره وتبرأ منه ولما كانت إصابته لهم عن نوع شبهه إذ لم يقولوا أسلمنا وإنما قالوا صبأنا فلم يكن إسلاما صريحا ضمنهم بنصف ذياتهم لأجل التأويل والشبهة وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد عصموا نفوسهم وأموالهم بعقد الذمة ولم يدخلوا في الإسلام ولم يقتضي عهد الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت قهره فكان في هذا دليل على أن المعاهدين إذا غزاهم قوم ليسوا تحت قهر الإمام وفي يده وإن كانوا من المسلمين أنه لا يجب على الإمام ردهم عنهم ولا منعهم من ذلك ولا ضمان ما أتلفوه عليهم وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمره وأمور السياسات الشرعية من سيره ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال فهذا لون وتلك لون وبالله التوفيق فصل وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح واشترط في عقد الصلح أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجلية النظير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب واسمه سعية ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير فقال أذهبته النفقات والحروب فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك وقد كان حيي قتل مع بني طريضة لما دخل معهم فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه إلى الزبير ليستقره فمسه بعذاب فقال قد رأيت حيي يطوف في خربة هاهنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب وسبى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا وراد أن يجليهم من خيبر فقالوا دعنا نكون في هذه الأرض نصبحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يكفونهم مؤونتها فدفعها إليهم على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر من كل شيء يخرج منها من ثمر أو زرع ولهم الشطر وعلى أن يقرهم فيها ما شاء ولم يعمهم بالقتل كما عم قريضة اشتراك أولئك في نقض العهد وأما هؤلاء فالذين علموا بالمسك وغيبوه وشرطوا له إن ظهر فلا ذمة لهم ولا عهد فإنه قتلهم بشرطهم على أنفسهم ولم يتعد ذلك إلى سائر أهل خيبر فإنه معلوم قطعا أن جميعهم لم يعلموا بمسك حيي وأنه مدفون في خربة فهذا نظير الذمي والمعاهد إذا نقض العهد ولم يمالئه عليه غيره فإن حكم النقض فهو مختص به ثم في دفعه إليهم الأرض على النصف دليل ظاهر على جواز المساقات والمزارعة وكون الشجر نخلا لا أثر له البتة فحكم الشيء حكم نظيره فبلد شجرهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار في الحاجة إلى ذلك حكمه حكم بلد شجرهم النخل سواء ولا فرق وفي ذلك دليل على أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحهم عن الشطر ولم يعطهم بذرا ألبتة ولا كان يرسل إليهم ببذر وهذا مقطوع به من سيرته حتى قال بعض أهل العلم إنه لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان أقوى من القول باشتراط كونه من رب الأرض لموافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل خيبر والصحيح أنه يجوز أن يكون من العامل وأن يكون من رب الأرض ولا يشترط أن يختص به أحدهما وللي شرطوه من رب الأرض ليس معهم حجة أصلا أكثر من قياسهم المزارعة على المضاربة قالوا كما يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال من المالك والعمل من المضارب فهكذا في المزارعة وكذلك في المساقاة يكون الشجر من أحدهما والعمل عليها من الآخر وهذا القياس إلى أن يكون حجة عليهم أقرب من أن يكون حجة لهم فإن في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك ويقتسمان الباقي ولو شرط ذلك في المزارعة فسدت عندهم فلم يجروا البذر مجرى رأس المال بل أجروه مجرى سائر البقل فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على عصلهم وأيضا فإن البذر جار مجرى الماء ومجرى المنافع فإن الزرع لا يتكون وينمو به وحده بل لابد من السقي والعمل والبذر يموت في الأرض وينشئ الله الزرع من أجزاء أخر تكون معه من الماء والريح والشمس والتراب والعمل فحكم البذر حكم هذه الأجزاء وأيضا فإن الأرض نظير رأس المال في القراض وقد دفعها مالكها إلى المزارع وبذرها وحرثها وسقيها نظير عمل المضارب وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى بالبذر من رب الأرض تشبيه له بالمضارب فالذي جاءت به السنة هو الصواب الموافق لقياس الشرعي وأصوله وفي القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقا من غير توقيت بل ما شاء الإمام ولم يجئ بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البته فالصواب جوازه وصحته وقد نص عليه الشافعي في رواية المزني ونص عليه غيره من الأئمة ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى يعلمهم على سواء ليستوهم وهو في العلم بنقل الأهد وفيها دليل على جواز تعزير المتهم بالعقوبة وأن ذلك من السياسات الشرعية فإن الله سبحانه كان قادرا على أن يدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على موضع الكنز بطريق الوحي ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا لهم وفيها دليل على الأخذ بالقراء في الاستذلال على صحة الدعوة وفسادها لقوله صلى الله عليه وسلم لسعية لما ادعى نفاد المال العهد قريب والمال أكثر من ذلك وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود في استذلاله بالقرينة على تعيين أم الطفل الذي ذهب به الذئب وادعت كل واحدة من المرأتين أنه ابنها واختصمت في الآخر فقضى به داود للكبرى فخرجت إلى سليمان فقال بما قضى بينكما نبي الله فأخبرتاه فقال اتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي في قلبها وعدم سماحتها بقتله وسماحت الأخرى بذلك لتصير أسوتها في فقد الولد على أنه ابن الصغرى فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريعتنا لقال أصحاب أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله عمل فيه بالقافة وجعل القافة سببا لترجيح المدعي للنسب رجلا كان أو امرأة قال أصحابنا وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرة ولدين وادعت الكافرة ولد المسلمة وقد سئل عنها أحمد فتوقف فيها فقيل له ترى القافة قال ما أحسنها فإن لم توجد قافة وحكم بينهما حاكم بمثل حكم سليمان لكان صوابا وكان أولى من القرعة فإن القرعة إنما يصار إليها إذا تساب المدعيان من كل وجه ولم يترجح أحدهما على الآخر فلو ترجح بيد أو شاهد واحد أو قرينة ظاهرة من لوث أو نكول من خصمه عن اليمين أو موافقة شاهد الحال لصدقه كدعوى كل واحد من الزوجين ما يصلح له من قماش البيت والآنية ودعوى كل واحد من الصانعين آلات صنعته ودعوى حاشر الرأس عن العمامة أمامة من بيده عمامة وهو يشتد عدوى وعلى رأسه أخرى ونظائر ذلك قدم ذلك كله على القرعة ومن تراجم أبي عبد الرحمن النسائي على قصة سليمان هذا باب الحكم يوهم خلاف الحق ليستعلم به الحق والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها سمرا بل لنعتبر بها في الأحكام بل الحكم بالقسامة وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا استنادا إلى القرائم الظاهرة بل ومن هذا رجم المناعنة إذا التعن الزوج ونكرت عن الالتعان فالشافعي ومالك رحمهم الله يقتلانها بمجرد التعان الزوج ونقولها استنادا إلى اللوث الظاهر الذي حصل بالتعانه ونقولها ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر وأن ولي الميت إذا اطلع على خيانة من الوصيين جاز لهما أن يحلف ويستحق ما حلف عليه وهذا لوس في الأموال وهذا نظير اللوث في الدماء وأولى بالجواز منه وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف بذلك ولم يتبين أنه اشتراه من غيره جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده وأنه صاحب السرقة استنادا إلى اللوث الظاهر والقراء التي تكشف الأمر وتوضحه وهو نظير حلف أولياء المقتول في القسامة أن فلانا قتله سواء بل أمر الأموال أسهل وأخف ولذلك ثبت بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين ودعوة ونكول بخلاف الدماء فإذا جاز إثباتها باللوث فإثبات الأموال به بالطريق الأولى والأحرى والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا وليس مع من ادعى نسخ ما دل عليه القرآن من ذلك حجة أصلى فإن هذا الحكم في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن وقد حكم بمجبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده كأبي موسى الأشعري وأقره الصحابة ومن هذا أيضا ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف من استدلاله الشاهد بقرينة قد القميص من دبر على صدقه وكذب المرأة وأنه كان هاربا موليا فأدركته المرأة من ورائه فجبذته فقدت قميصه من دبر فعلم بعلها والحاضرون صدقه وقبلوا هذا الحكم وجعلوا الذنب ذنبها وأمروها بالتوبة وحكاه الله تعالى حكاية مقرر له غير منكر والتأثي بذلك وأمثاله في إقرار الله له وعدم إنكاره لا في مجرد حكايته فإنه إذا أخبر به مقرا عليه ومثنيا على فاعله ومادحا له دل على رضاه به وأنه موافق لحكمه ومرضاته فليتدبر هذا الموضع فإنه نافع جدا ولو تتبعنا ما في القرآن والسنة وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك لطال وعسى أن نفد فيه مصنفا شافيا إن شاء الله تعالى والمقصود التنبيه على هديه واقتباس الأحكام من سيرته ومغازيه ووقائعه صلوات الله عليه وسلامه ولما أقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في الأرض كان يبعث كل عام من يخرص عليهم الثمار فينظر كم يجنى منها فيضمنهم نصيب المسلمين ويتصرفون فيها وكان يكتفي بخالص واحد ففي هذا دليل على جواز خرص الثمار البادي صلاحها كثمر النخل وعلى جواز قسمة الثمار خرصا على رؤوس النخل ويصير نصيب أحد الشريكين معلوما وإن لم يتميز بعد لمصلحة النماء وعلى أن القسمة إخراز لا بيع وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد وعلى أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص ويدمن نصيب شريكه الذي خرص عليه فلما كان في زمن عمر ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيبر فعدوا عليه فألقوه من فوق بيت ففكوا يده فأجلاهم عمر منها إلى الشام وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية فصل وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية فإنه لم يأخذ من أحد من الكفار جزية إلا بعد نزول سورة براءة في السنة الثامنة من الحجرة فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجلس وأخذها من أهل الكتاب وأخذها من النصارى وبعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فعقد لمن لم يسلم من يهودها الذمة وضرب عليهم الجزية ولم يأخذها من يهود خيبر فظن بعض الغالطين المخطئين أن هذا حكم مختص بأهل خيبر وأنه لا يأخذ منهم جزية وإن أخذت من سائر أهل الكتاب وهذا من عدم فقهه في السير والمغازي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم وصالحهم على أن يقرهم في الأرض ما شاء ولم تكن الجزية نزلت بعد فسبق عقد صلحهم وإقرارهم في أرض خيبر نزول الجزية ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية فلم يدخل فيها لا يهود خيبر إذ ذاكا لأن العقد كان قديما بينه وبينه على إقراره وأن يكونوا عمالا في الأرض بالشطر فلم يطالبهم بشيء غير ذلك وطالب سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقد كعقدهم بالجزية كما صار نجران ويهود اليمن وغيرهم فلما أجلاهم عمر إلى الشام تغير ذلك العقد الذي تضمن إقرارهم في أرض خيبر وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامها أظهر طائفة منهم كتابا قد عتقوه وزوروه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن يهود خيبر الجزية وفيه شهادة علي بن أبي طالب وسعد بن معاد وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم فراج ذلك على من جهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وسيره وتوهموا بل غنوا صحته فجروا على حكم هذا الكتاب المزور حتى ألقي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وطلب منه أن يعين على تنفيذه والعمل عليه فبصق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه منها أن فيه شهادة سعد وسعد توفي قبل خيبر قطعا ومنها أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية والجزية لم تكن نزلت بعد ولا يعرفها الصحابة حينئذ فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام ومنها أنه أسقط عنهم الكلفة والسخر وهذا محال فلم يكن في زمانه كلف ولا سخر تأخذ منهم ولا من غيرهم وقد أعاذه الله وأعاذ أصحابه من أخذ الكلف والسخر وإنما هي من وضع الملوك الظلمة والثمر الأمر عليها ومنها أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف أصنافهم فلم يذكره أحد من أهل المغالي والسير ولا أحد من أهل الحديث والسنة ولا أحد من أهل الفقه والإفتاء ولا أحد من أهل التفسير ولا أظهروه في زمان السلف لعلمهم أنهم إن زوروا مثل ذلك عرفوا كذبه وبطلانه فلما استخفوا بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض السنة زوروا ذلك وعتقوه وأظهروه وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله ولم يستمر لهم ذلك حتى كشف الله أمره وبيّن خلفاء الرسل بطلانه وكذبه فصل فلما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم من ثلاث طوائف من المجوس واليهود والنصارى ولم يأخذها من عباد الأطنام فقيل لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان بدينهم اقتداء بأخذه وتركه وقيل بل تأخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب والأول قول الشافعي رحمه الله وأحمد في إحدى روايتين والثاني قول أبي حنيفة وأحمد رحمه الله في الرواية الأخرى وأصحاب القول الثاني يقولون إنما لم يأخذها من مشرك العرب لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أثلمت دارة العرب ولم يبق فيها مشرك فإنها نزلت بعد فتح مكة ودخول العرب في دين الله أفواجا فلم يبقى بأرض العرب مشرك ولهذا غزى بعد الفتح تبوك وكانوا نصارى ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو من الأبعادين ومن تأمل السيرة وإيام الإسلام علم أن الأمر كذلك فلم تأخذ منهم الجزية لعدم من يؤخذ منه لا لأنهم ليسوا من أهلها قالوا وقد أخذها من المجوس وليسوا بأهل كتاب ولا يصح أنه كان لهم كتاب ورفع وهو حديث لا يثبت مثله ولا يصح سنده ولا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام بل أهل الأوثان أقرب حالا من عباد النار وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل فإذا أخذت منهم الجزية فأخذها من عباد الأصنام أولى وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث فأيتهن أجابوا إليها فاقبل منهم وكف عنهم ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم وقال المغيرة لعامل كسرى أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا جزية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم إليكم بها الجزية قالوا ما هي قال لا إله إلا الله فصل ولما كان في مرجعه من تبوك أخذت خيله أكيدر دومة فصالحه على الجزية وحقن له دمه وصالح أهل نجران من النصارى على ألفي حلة النصف في صفر والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين جرعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدره على أن لا تهدم لهم بيعه ولا يخرج لهم قص ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا وفي هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليهم ولما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعافري وهي ثياب تكون باليمن وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس ولا القدر بل يجوز أن تكون ثيابا وذهبا وحللا وتزيد وتنقص بحسل حاجة المسلمين واحتمال من تؤخذ منه وحاله في الميسرة وما عنده من المال ولم يفرط رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم بل أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصار العرب وأخذها من مجوس هجر وكانوا عربا فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب وكانت كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من الأمم فكانت عرب البحرين مجوسا لمجاورتها فارس وتنوخا وبهركا وبن تغد بن صار لمجاورتهم للروم وكانت قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم ليهود اليمن فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الجزية ولم يعتبر آباءهم ولا متى دخلوا في دين أهل الكتاب هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده ومن أين يعرفون ذلك وكيف ينضبطوا ومن الذي ذل عليه وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين وفي قوله لمعاد خذ من كل حال من دينار دليل على أنها لا تأخذ من صبي ولا امرأة فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه وأبو عبيد في الأموال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يأخذ من اليمن الجزية من كل حالم أو حالمه زاد أبو عبيد عبدا أو أمة دينارا أو قيمته من المعاثري فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة والحر والرفيق قيل هذا لا يصح وصله وهو مقطع وهذه الزيادة مختلف فيها لم يذكرها سائر الرواه ولعلها من تفسير بعض الرواه وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم هذا الحديث فاقتصروا على قوله أمره أن يأخذ من حالم دينارا ولم يذكروا هذه الزيادة وأكثر من أخذ منهم الجزية العرب من النصار واليهود والمجوس ولم يكشف عن أحد منهم متى دخل في دينه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبرهم بأديانهم لا بآبائهم فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق وذلك أول نبوته فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر فنبأه بقوله اقرأ وأرسله بيا أيها المدثر ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين ثم أنذر قومه ثم أنذر من حولهم من العرب ثم أنذر العرب قاطبة ثم أنذر العالمين فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ويؤمر بالكث والصبر والصفح ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويقف عن من اعتزله ولم يقاتله ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام أهل صلح وهدنة وأهل حرب وأهل ذمة فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفي لهم به مستقاموا على العهد فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقل العهد وأمر أن يقاتل من نقض عهده ولما نزلت ثورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلغة عليهم فجاهد الكفار بالسيش والسنان والمنافقين بالحجة واللسان وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذي عهودهم إليهم وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام قسما أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأمر أن يعجلهم أربعة أشهر فإذا انسلخت قاتلهم وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وهي الحرم المذكورة في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فالحرم ها هنا هي أشهر التثير أولها يوم الأذان وهو اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك وآخرها العاشر من ربيع الآخر وليست هي الأربعة المذكورة في قوله إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فإن تلك واحد فرد وثلاثة سرد رجب وذل قعدة وذل حجة والمحرم ولم يثير المشركين في هذه الأربعة فإن هذا لا يمكن لأنها غير متوالية وهو إنما أجلهم أربعة أشهر ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم فقتل الناقض لعهده وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم وضرب على أهل الذمة الهزية فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة ثم آلت حال أهل العهد والسلف إلى الإسلام فصاروا معه قسمين محاربين وأهل ذمة والمحاربون له خائفون منه فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام مسلم مؤمن به ومسالم له آمن وخائف محارب وأما سرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجة وأمره أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ونهاه أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين فصل وأن سيرته في أوليائه وحزبه فأمره أن يسبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وأن لا تعدوا عيناه عنهم وأمره أن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر وأن يسلي عليهم وأمره بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب ويراجع طاعته كما هجر الثلاثة الذين خلفوا وأمره أن يقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم وأن يكون عنده في ذلك سواء شريفهم ودنيئهم وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنث بأن يدفع بالتي هي أحسن فيقابل إثاءة من أساء إليه بالإحسان وجهله بالحلم وظلمه بالعفو وقطيعته بالسلة وأخبره أنه إن فعل ذلك عاد عدوه كأنه ولي حميم وأمره في دفعه عدوه من شياطين الجن بالاستعادة بالله منهم وجمع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع من القرآن في سورة الآراف والمؤمنين وثورة حاميم فصلت فقال في سورة الآراف خل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فالفعب بالله إنه سميع عليم فأمره باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم وباتقاء شر الشيطان بالاستعادة منه وجمع له في هذه الآية مكارم الأخلاق والشيام كلها فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال فإنه لابد له من حق عليهم يلزمهم القيام به وأمر يأمرهم به ولابد من تفريق وعدوان يقع منهم في حقه فأمر بأن يأخذ من الحق الذي عليهم ما طوعت به أنفسهم وسمحت به وسهل عليهم ولم يشق وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة وعمر أن يأمرهم بالعرف وهو المعروف الذي تعرفه العقول السريمة والفطر المستقيمة وتقر بحسنه ونفعه وإذا أمر به يأمر بالمعروف أيضا لا بالعنف والغلظة وأمره أن يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه دون أن يقابله بمثله فبذلك يكتفي شرهم فقال تعالى في سورة المؤمنين قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يسفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقال تعالى في سورة حاميم فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فهذه سيرته مع أهل الأرض إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم فصل في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار كان أول لقاء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاجره وكان لواء أبيض وكان حامله أبا مرثد كناز بن الحسين الغنوي حليف حنزة وبعثه في ثلاثين رجلا من المهاجرين خاصة يأترض عيرا لقريش جاءت من الشام وفيها أبو جهر بن هشام في ثلاثمائة رجل فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص فالتقوا واستفروا للقتال فمشى مجدي بن عمر الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم ولم يقتلوا فصل ثم بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في سرية إلى بطن رابغ في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة وعقد له إيواء أبيض وحمله مصطح بن أثاثة ابن عبد المطلب ابن عبد مناف وكان في ستين من المهاجرين ليس فيهم أنساري فلقي أبا سفيان ابن حرب وهو في مئتين على بطن رابغ على عشرة أميال من الجحفة وكان بينهم الرمي ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال وإنما كانت مناوشة وكان سعد بن أبي وقاص فيهم وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله ثم انصرف الفريقان على حاميتهم قال أبو إسحاق وكان على القوم اكرمة ابن أبي جهل وقدم سرية عبيدة على سرية حمزة فصل ثم بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخرار في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر وعقد له دواء أبيض وحمله المقداد بن عمر وكانوا عشرين راكبا يعترضون قيرا لقريش وعهد أن لا يجاوز الخرار فخرجوا على أقدامهم فكانوا يكونون بالنهار ويسيرون بالليل حتى صبحوا المكان صبيحة خمس فوجدوا العير قد مرت بالأمس صصل ثم غزى بنفسه غزوة الأبواء ويقال لها ودان وهي أول غزوة غزاها بنفسه وكانت في صفر على رأس سني عشر شهرا من مهاجره وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب وكان أبيض واستخلف على المدينة سعد بن عبادة وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش فلم يلقى كيدا وفي هذه الغزوة وادع مخشي بن عمر الدمري وكان سيد بني دمره في زمانه على أن لا يغزونني دمره ولا يغزوه على أن لا يغزو بني دمره ولا يغزوه ولا أن يكثر عليه جمعا ولا يعين عليه عدو وكتب بينهم وبينهم كتابا وكانت غيبته خمس عشرة ليلة فصل ثم غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواط في شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرا من مهاجره وحمل لواءه سعد بن أبي وقاس وكان أبيض واستخلف على المدينة سعد بن معاذ وفرج في مئتين من أصحابه يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي ومئة رجل من قريش وعلفان وخمسمائة بعير فبلغ بواطا وهما جبلان فرعان أصلهما واحد من جبال جهينة مما يلي طريق الشام وبين بواط والمدينة نخو أربعة برد فلم يلقى كيدا فرجع فصل ثم خرج على رأس ثلاثة عشر شهرا من مهاجره يطلب كرز بن جابر الفهري وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان أبيض واستخلف على المدينة زيد بن حارسة وكان كرز قد أغار على سرح المدينة فاستاقه وكان يرعى بالحمى فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر وفاته كرز ولم يلحق فرجع إلى المدينة انتهى الشريط الثاني والثلاثون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط الثالث والثلاثين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثالث والثلاثون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد فصل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماد الآخرة على رأسي ستة عشر شهرا وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب وكان أبيض واستخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزوني وخرج في خمسين ومئة ويقال في مئتين من المهاجرين ولم يكره أحدا على الخروج وخرجوا على ثلاثين بعيرا يعتقبونها يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام وقد كان جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش فبلغ ذا العشيرة وقيل العشيراء بالمد وقيل العسيرة بالمهملة وهي بناحية ينبع وبين ينبع والمدينة تسعة برد فوجد العير قد فاتته بأيام وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام وهي التي وعده الله إياها أو المقاتلة وذات الشوكة ووفى له بوعده وفي هذه الغزوة وادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمره قال عبد المؤمن ابن خلف الحافظ وفي هذه الغزوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أبا تراب وليس كما قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانه أبا تراب بعد نكاحه فاطمة وكان نكاحها بعد بدر فإنه لما دخل عليها وقال أين ابن عمك قالت خرج مغاضبة فجاء إلى المسجد فوجده متجعا فيه وقد لصق به التراب فجعل ينفذه عنه ويقول اجلس أبا تراب اجلس أبا تراب وهو أول يوم كني فيه أبا تراب فصل ثم بعث عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب على رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة في اثني عشر رجلا من المهاجرين كل اثنين يعتقبان على بعير فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش وفي هذه السرية سمى عبد الله بن جحش أمير المؤمنين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه ولما فتح الكتاب وجد فيه إذا نظرت في كتابي هذا فانضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترسد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم فقال سمع وطاع وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرمهم فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع وأما أنا فناهض فمضوا كلهم فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كان يعتقبانه فتخلف في طلبه وبعد عبد الله بنجحش حتى نزل بنخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمر بن حضرني وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم ابن كيسان مولى بن المغيرة فتشاور المسلمين وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرام ثم أجمعوا على ملاقاتهم فرمى أحدهم عمر بن الحضرني فقتله وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل ثم قدموا بالعير والأسيرين وقد عزلوا من ذلك الخمس وهو أول خمس كان في الإسلام وأول قتيل في الإسلام وأول أسيرين في الإسلام وأنترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ما فعلوه واشتدت عنه توقريش وإنكارهم ذلك وزعموا أنهم قد وجدوا مقالة فقالوا قد أحل محمد الشهر الحرام واشتد على المسلمين ذلك حتى أنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل يقول سبحانه هذا الذي أنكرتموه عليهم وإن كان كبيرا فمرتكبتموه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام وأكثر السلف فسروا الفتنة هنا بالشرك فقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويدل عليه قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أي لم يكن آل شركهم وعاقبته وآخر أمرهم إلا أن تبرأوا منه وأنكروه وحقيقتها أنه الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويقاتل عليه ويعاقب من لم يفتثم به ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها ذوقوا فتنتكم قال ابن عباس تكذيبكم وحقيقته ذوقوا نهاية فتنتكم وغايتها ومصير أمرها كقوله تعالى ذوقوا ما كنتم تكسبون وكما فتنوا عباده على الشرك فتنوا على النار وقيل لهم ذوقوا فتنتكم ومنه قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فسعت فتنتها هنا بتعذيبهم المؤمنين وإحراقهم إياهم بالنار واللفظ أعم من ذلك وحقيقته أعذب المؤمنين ليفتنوا عن دينهم فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسوله إليه فقوله وكذلك فتنا بعضهم ببعضهم وقول موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء فتلك بمعنى آخر وهي بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر بالنعم والمصائب فهذا لون وفتنة المشركين لون وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي والمعاوية وبين أهل الجمل وصفين وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر وهي الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي وأحاديث الفتنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها باعتزال الطائفتين هي هذه الفتنة وقد تأتي الفتنة مرادا بها المعصية كقوله تعالى ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني يقوله الجد المقيس لما ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك يقول اذلي في القعود ولا تفتني بتعرضي لبنات بني الأصفر فإني لا أصبر عنهم قال تعالى أنا في الفتنة سقطوا أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات الأصفر والمقصود أن الله سبحانه حكم من أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف ولم يبرئ أوليائه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام بل أخبر أنه كبير وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام فهم أحق بالذنب والعيب والعقوبة لسيما وأوليائه كانوا متأولين في قتالهم ذلك أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والحجرة مع رسوله وإثار ما عند الله فهم كما قيل وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع فكيف يقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح ولم يأتي بشفيع واحد من المحاسن فصل ولما كان في شعبان من هذه السنة حولت القبلة وقد تقدم ذكر ذلك فصل في غزوة بدره الكبرى فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة وكان نحو أربعين رجلا وفيها أموال عظيمة لقريش فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض ولم يحتفل له احتفالا بليغا لأنه خرج مسرعا في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ولم يكن معه من الخيل إلا فرس لزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي وكان معهم سبعون بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا وزيد بن حارثة وابنه وكبشة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيرا وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم فلما كان بالروحاء رد أبا لبابه ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة ودفع اللواء إلى مصعد بن عمير والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ وجعل على الساقة قيس بن أبي صاصعة وسارى فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمر الجهني وعلي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار العير وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه فاستأجر ضمضم بن عمر الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني علي فلم يخرج معهم منهم أحد وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم تحاده وتحاد رسوله جاءوا على حرد قادرين وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيها وقد أصابوا بالأمس عمر بن الحضرمي والعير التي كانت معه فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال الله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه فتكلم المهاجرون فأحسنوا ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون فأحسنوا ثم استشارهم ثالثا ففهمت الأنصار أنه يعنيهم فبادر سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمل والأسود في ديارهم فلما عزم على الخروج استشارهم ليعلم ما عندهم فقال له سعد لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها قل لا ينصروك إلا في ديارها وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت وما أمرت فيه من أمر فأمرنا يتبع لأمرك فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك وقال له المقداد لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إننا هنا قاعدون ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بما سمع من أصحابه وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وخفض أبو سفيان فلاحق بساحل البحر ولما رأى أنه قد نجى وأحرز العير كتب إلى قريش أن يرجعوا فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم فأتاهم الخبر وهم بالجحفة فهموا بالرجوع فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنطين بها ونطين من حضرنا من العرب وتخفن العرب بعد ذلك فأشار الأخنس ابن شريق عليهم بالرجوع فعصوه فرجع هو وبن زهرة فلم يشهد بدرا زهري فاغتبطت بن زهرة بعد برأي الأخنس فلم يزل فيهم مطاعا معظما وأرادت بن هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع فساروا وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عشيا أدنى ماء من مياه بدر فقال أشر علي في المنزل فقال الحباب من منذر يا رسول الله أنا عالم بها وبقلوبها إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها فهي كثيرة الماء عذبة فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغور ما سواها من المياه وسار المشركون سراعا يريدون الماء وبعث علي وسعدا والزبير إلى بدر يلتمسون الخبر فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فسألهما أصحابه من أنتما قالا نحن سقات لقريش فكره ذلك أصحابه ودوا لو كان لعيل أبي سفيان فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أخبراني أين قريش قالا وراء هذا الكثيب فقالا كم القوم فقالا لا علم لنا فقالا كم ينحرون كل يوم فقالا يوما عشرة ويوما تسعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين تسعمائة إلى الألف فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين واضيا شديدا منعهم من التقدم وكان على المسلمين طلا طحرهم به وأذهب عنهم رنس الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل وصنعوا الحياض ثم غوروا ما عداها من المياه ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحياض وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله فما تعدى أحد منهم موضع إشارته فلما طلع المشركون وتراء الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها جاءت تحادك وتكذب رسولك وقام ورفع يديه واستنصر ربه وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك فالتزمه الصديق من ورائه وقال يا رسول الله أبشر فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك واستنصر المسلمون الله واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه فأوحى الله إلى ملائكته أمني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرؤب وأوحى الله إلى رسوله أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين قل يا بكسر الدال أفتحها فقيل المعنى أنهم ردف لكم وقيل يردف بعضهم بعض أرسالا لم يأتوا دفعة واحدة فإن قيلها هنا ذكر أنه أمدهم بألف وفي سورة آل عمران قال إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين فكيف الجنع بينهما قيل قد اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف والذي بالخمسة على قولين أحدهما أنه كان يوم أحد وكان إمدادا معلقا على شرط فلما فات شرطه فات الإمداد وهذا قول الضحاك ومقاتل وإحدى الروايتين عن عكلمة والثاني أنه كان يوم بدر وهذا قول ابن عباس ومجاهد واقتاده والرواية الأخرى عن عكلمة اختاره جماعة من المفسرين وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك فإنه سبحانه قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين بلى إن تصبروا وتتقوا إلى أن قال وما جعله الله أي هذا الإمداد إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم قال هؤلاء فلما استغاثوا أمدهم بتمام ثلاثة آلاف ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف لما صبروا واتقوا فكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعا وأطوى لنفوسهم وأسر لها من أن يأتي به مرة واحدة وهي بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة وقالت الفرقة الأولى القصة في سياق أحد وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضا في أثنائها فإنه سبحانه قال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ثم قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون فذكرهم نعمته عليهم لما نصرهم ببدر وهم أذلة ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف فهذا من قول رسوله والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى وهذا بخمسة آلاف وإمداد بدر بألف وهذا معلق على شرط وذلك مطلق والقصة في سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاه مطولة وبدر ذكرت فيها اعتراضا والقصة في سورة الأنفال قصة بدر مستوفاه مطولة فالسياق في آل عمران غير السياق في الأنفال يودك هذا أن قوله ويأتوكم من فورهم هذا قد قال مجاهد إنه يوم أحد وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر وإتيانهم من فورهم هذا يوم أحد والله أعلم فصل وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها واستفى الفريقان فمشى حكيم بن خزان وعتبة بن ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يقاتلوا فأبى ذلك أبو جهل وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظه وأمر أبو جهل أخى عمر بن الحضرمي أن يطلب دمى أخيه عمر فكشف عنسته وصرخ وعمراه فحمي القوم ونشبت الحرب وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج عتبة وشيبة بن عربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ ابن عفراء فقالوا لهم من أنتم فقالوا من الأنصار قالوا أكفاء كرام وإنما نريد بني عمنا فضرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة فقتل علي قرنه الوليد وقتل حمزة قرنه عتبة وقيل شيبة واختلف عبيدة وقرنه ضربتين فكر علي وحمزة على قرن عبيدة فقتله واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله فلم يزل ضمنا حتى مات للصفراء وكان علي يقسم بالله لنزلت هذه الآية فيهم هذان خصمان اختصموا في ربهم الآية ثم حمي الوطيس واستدارت راح الحرب واشتد القتال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشدة ربه عز وجل حتى سقط لداؤه عن منكبه فرده عليه الصديق وقال بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة وأخذ القوم النعاس في حال الحرب ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع وجاء النصر وأنزل الله جنده وأيذ رسوله والمؤمنين ومنحهم أكتاف المشركين أسروا وقتلا فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين فصل ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانه من الحرب فتبدى لهم إبليس في صورة سراقه ابن مالك المدلجي وكان من أشراف بني كنانه فقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه فهرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم فلما تعبأوا للقتال ورأى عدو الله جند الله قد نزلت من السماء فرى ونكس على عقبيه فقالوا إلى أين يا سراقه ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وصدق في قوله إني أرى ما لا ترون وكذب في قوله إني أخاف الله وقيل كان خوفه على نفسه أن يهلك معهم وهذا أظهر ولما رأى المنافقون من في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة إنما هي بالكثرة وقالوا غر هؤلاء دينهم فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد والله عزيز لا يغالب حكيم ينصر من يستحق النصر وإن كان ضعيفا فإزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه ولما دن العدو وتواجه القوم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر والظفر العاجل وثواب الله الآجل وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله فقام عمير بن حمام فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخم بخم يا رسول الله قال ما يحملك على قولك بخم بخم قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء ما كون من أهلها قال فإنك من أهلها قال فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهم ثم قال لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل فكان أول قتيل وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثه من الحصباء فرمى بها وجوها العدو فلم تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه وشغلوا بالتراب في أعينهم وشغل المسلمون بقتلهم فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله وأنه هو الفاعل حقيقة وهذا غلط منه من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع ومعنى الآية أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته فالرمي يراد به الحذف والإيصال فأثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الإيصال وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم قال ابن عباس بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوت فوقه وصوت الفارس فوقه يقول أقدم حيزون إذ نبر إلى المشرك أمامه مستلقيا فنبر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوت فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة وقال أبو داود المازني إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال العباس إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أجلق ما أراه في القوم فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله فقال أسكت فقد أيدك الله بملك كريم وأسر من بني عبد المطلب ثلاثة العباس وأقيل ونوفل بن حارث وذكر الطبراني في معجمه الكبير عن رفاعة بن رافع قال لما رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص القتل إليه فتشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه سراقة بن مالك فوكذ في صدر الحارث فألقاه ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر ورفع يديه وقال اللهم إني أسألك نظرتك إياي وخاف أن يخلص إليه القتل فأقبل أبو جهل بن هشام فقال يا معشر الناس لا يهز منكم خلان سراقة فإنه كان على ميعاد من محمد ولا يهولنكم قتل عتبة وشيبة والوليد فإنهم قد عجلوا فولات والعزة لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال ولا ألفين رجلا منكم قتل رجلا منهم ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم سوء صنيعهم واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحمه الغداه اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم فأنزل الله عز وجل إن تستفتخوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولم تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ولما وضع المسلمون أيديهم في العدو يقتلون ويأسرون وسعد بن معاذ واقف على باب الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي العريش متوشحا بالسيف في ناس من الأنصار رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تكره ما يصنع الناس قال أجل والله كانت أول وقعة أوقعها الله بالمشركين وكان الإثخان في القتل أحب إلي من استقاء الرجال ولما بردت الحرب وولى القوم من هزمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا مع صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد وأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل فقال لمن الدائرة اليوم فقال لله ولرسوله وهل أخزاك الله يا عدو الله فقال وهل فوق رجل قتله قومه فقتله عبد الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلته فقال الله الذي لا إله إلا هو فرددها ثلاثا ثم قال الله أكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحساب وحده انطلق أرميه فانطلقنا فرأيته إياه فقال هذا فرعون هذه الأمة وأسر عبد الرحمن إدم عوف أمية بن خلف وابنه علي فأبصره بلان وكان أمية يعذبه بمكة فقال رأس الكفر أمية بن خلف لا نظوت إن نجا ثم استوخى جماعة من الأنصار واشتد عبد الرحمن بهما يحرزهما منهم فأدركوهم فشغلهم عن أمية بابنه ففرغوا منه ثم لحقوهما فقال له عبد الرحمن أبرك فضرك فألقى نفسه عليه فضربوه بالسيوف من تحته حتى قتلوه وأصاد بعض السيوف رجل عبد الرحمن بن عوف قال له أمية قبل ذلك من الرجل المعلم في صدره بريشة نعامة فقال ذلك حمزة بن عبد المطلب فقال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل وكان مع عبد الرحمن أدراع قد استلبها فلما رأاه أمية قال له أنا خير لك من هذه الأدراع فألقاها وأخذه فلما قتله الأنصار كان يقول يرحم الله بلالا فاجعني بأدراعي وبأسيري وانقطع يومئن سيف عكاشة ابن محصن فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب فقال دونك هذا فلما أخذه عكاشة وهزه عاد في يده سيفا طويلا شديدا أبيض فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر ولقي الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج في السلاح لا يرى منه إلا الحدق فحمل عليه الزبير بحربته فطعنه في عينه فمات فوضع رجله على الحرب ثم تمطى فكان الجهد أن نزعها وقد انثنى طرفاها قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها فلما قدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها فلما قدد أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياها فلما قدد عمر أخذها ثم طلبها عثمان فأعطاه إياها فلما قدد عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله ابن الزبير وكانت عنده حتى قتل وقال رفاعة بنرافع رميت بسهم يوم بدر ففوق أتعيني فضسق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيء ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال بئس أشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر فطرحوا فيه ثم وقف عليهم فقال يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فقال عمر بن خطاب يا رسول الله ما تخاطب من أقوان قد جيفوا فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون الجواب ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثة وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين بنصر الله له ومعه الأسارة والمغانم فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر ابن الحارث ابن كلدة ثم لما نزل بعرق الضبية ضرب عنق عقبة ابن أبي معيط ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد خافه كل عدي له بالمدينة وحولها فأسلم بشر كثير من أهل المدينة وحينئذ دخل عبد الله بن أبي المنفق وأصحابه في الإسلام الظاهرا وجملة من حضر بدرا من المسلمين ثلاثمائة وضعة عشر رجلا من المهاجرين ستة وثمانون ومن الأوس أحد وستون ومن الخزرج مائة وسبعون وإنما قل عبد الأوس عن الخزرج وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكه وأصبر عند اللقاء لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة وجاء النفير بغته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضرا فاستأذنه رجال ظهورهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم فأبى ولم يكن عزمهم على اللقاء ولا أعدوا له عدته ولا تأهبوا له أهبته ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وستة من الخزرج واثنان من الأوس وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسارة في شوال فصل ثم نهض بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه بسبعة أيام إلى غزو بني سليم واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم فبلغ ما أن يقال له الكدر فأقام عليه ثلاثا ثم انصرف ولم يلقى كيدا فصل ولما رجع فل المشركين إلى مكة موتورين محزونين نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في مئتي راكب حتى أتى العريض في طرف المدينة وبات ليلة واحدة عند سلام ابن مشكم اليهودي فسقاه الخمر وبطن له من خبر الناس فلما أصبح قطع أصوارا من النخل وقتل رجلا من الأمصار وحليفا له ثم كر راجعا ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في طلبه فبلغ قرقرة الكدر وفاته أبو سفيان وطرح الكفار سويقا كثيرا من أزوادهم يتخففون به فأخذها المسلمون فسميت غزوة السويق وكان ذلك بعد بدر بشهرين فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية للحجة ثم غزى نجدا يريد عطفان واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه فقام هناك سفرا كله من السنة الثالثة ثم انصرف ولم يلقى حربا فصل فقام بالمدينة ربيعا الأول ثم خرج يريد قريشا واستخلف على المدينة بن أم مكتوم فبلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحية الفرع ولم يلقى حربا فقام هناك ربيعا الآخر وجماد الأولى ثم انصرف إلى المدينة فصل ثم غزى بني قينقاع وكان من يهود المدينة فنقدوا عهده فحاصرهم خمسة عشر ليلة حتى نزلوا على حكمه فشفع فيهم عبد الله بن أبي وعلح عليهم فأطلقهم له وهم قوم عبد الله بن سلام وكانوا سبعمائة مقاتل وكانوا ساغة وتجارا فصل في قتل كعب بن الأشرف وكان رجلا من اليهود وأمه ابن نضير وكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشنم في أشعاره بنساء الصحابة فلما كانت وقعة بدر ذهب إلى مكة وجعل يؤذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ثم رجع إلى المدينة على تلك الحال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آل الله ورسوله فانتدم له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة وهو أخو كعب من الرضاع والحارف بن مؤوس وأبو عبس بن جبر وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به فذهبوا إليه في ليلة مقبرة وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد فلما انتهوا إليه قدموا سلكان بن سلامة إليه فأظهر له موافقته على انحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه ضيق حاله فكلمه في أن يبيعه وأصحابه طعاما ويرهنونه سلاحهم فأجابهم إلى ذلك ورجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم فأتيوه فخرج إليهم من حصنه فتماشوا فوضعوا عليه سيوفهم ووضع محمد بن مسلمة مغولا كان معه في ثنته فقتله وصاح عدو الله صيحة شبيلة أفزعت من حوله وأوقدوا الميران وجاء الوفد حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل وهو قائم يصلي وجرح الحارث بن مؤوس ببعض سيوف أصحابه فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئ فأذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله ورسوله فصل في غزوة أحد ولما قثر الله أشراف قريش ببدر ويصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم وجاء كما ذكرنا إلى عطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينرنا في نفسه أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمعوا الجموع فجمع قريبا من ثلاثة آلاف من قريش والحلفاء والأحابيش وجاءوا بنسائهم لألا يفروا وليحاموا عنهم ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له أعينين وذلك في شوال من السنة الثالثة واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا إليهم أن ينكثوا في المدينة وكان رأيه أن يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت ووفقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي وكان هو الرأي فبير جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر وأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك وأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة وتابعه على ذلك بعض الصحابة فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهض ودخل بيته ولبس لأمته وخرج عليهم وقد انثنى عزم أولئك وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة ففعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف من الصحابة واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة وكان رسول الله رأى رؤيا وهو بالمدينة رأى أن في سيفه ثلمة ورأى أن بقرا تذبح وأنه أدخل يده في درع حصينة فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته وتأول البقر بنثر من أصحابه يقتلون وتأول الدرع بالمدينة فخرج يوم الجمعة فلما صار بالشوطي بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر وقال تخالفني وتسمع من غيري فتبعهم عبد الله بن الحرام والد جابر بن عبد الله يوبخهم ويحدهم على الرجوع ويقول تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع فرجع عنهم وسبهم وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يهود فأبى وسلك حرة بني حارثة وقال من رجل يخرج بنا إلى القوم من كثب فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في حائط لبعض المنافقين وكان أعمى فقام يحسى التراب في وجوه المسلمين ويقول لا أحب لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله فابتدره القوم ليقتلوه فقال لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر الوجه الثاني يبدأ حالا ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي وجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في سبعمائة فيهم خمسون فارسا واستعمل على الرمات وكانوا خمسين عبدالله بن جبير وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم وأن لا يفارقوه ولو رأى الطير تتخطف العسكر وكانوا خلف الجيش وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لأن لا يأتوا المسلمين من ورائهم فظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذرعين يومئذ وأعطى اللواء مصعب بن عمير وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام وعلى الأخرى المنذر بن عمر واستعرض الشباب يومئذ فرد من استصغره عن القتال وكان منهم عبدالله بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وعمر بن حزم وأجاز من رآه مطيقا وكان منهم سمرة بن جندب ورافع بن خليج ولهما خمس عشرة سنة فقيل أجاز من أجاز لبلوغه بالسن خمس عشرة سنة ورد من رد لصغره عن سن البلوغ وقال الطائفة إنما أجاز من أجاز لإطاقته ورد من رد لعدم إطاقته ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك قالوا وفي بعض ألفاظ حديث بن عمر فلما رآني مطيقا أجازني وتعبت قريش للقتال وهم في ثلاثة آلاف وفيهم مئة فارس فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى المئثرة عكرمة بن أبي جهل ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خرشة وكان شجاعا بطلا يختال عند الحرب وكان أولا من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق واسمه عبد عمر بن صيفي وكان يسمى الراهب فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق وكان رأس الأوسف الجاهلية فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه فكان أول من لقي المسلمين فنادى قومه وتعرف إليهم فقالوا له لا أنعم الله بك عينا يا فاسق فقال لقد أصاب قومي بعد شر ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا وكان الشعار المسلمين يومئذ أمت وأبلى يومئذ أبو دجانة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله وأسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأنس بن النظر وسعيد بن الربيع وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار فانهزم عدو الله وولى مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم فلما رأى الرمات هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه وقالوا يا قوم الغنيمة فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا وظنوا أن ليس للمشركين رجعة فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر وكر فرسان المشركين فوجدوا الثغر خاليا قد خلا من الرماه فجازوا منه وتمكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم سبعون وتولى الصحابة وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى وكانت السفلى وهشموا البيضة على رأسه ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها المسلمين فأخذه علي بيده واحتضنه طلحة بن ربيد الله وكان الذي تولى أداه صلى الله عليه وسلم عمر بن قمئة وعتبة بن أبي وقاس وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شجه وقتل مصعب بن عمير بين يديه فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه فانتزعهما أبو عبيدة ابن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه وانتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري أدن من وجنته وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه فحال دونه نفر من المسلمين نحو عشرة حتى قتلوا ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه وترس أبو دجان عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك وأصيبت يومئذ عين قتاده ابن النعمان فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه بيده وكانت أصح عينيه وأحسنهما وصرخ الشيطان بأعلى صوته إن محمدا قد قتل ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين وفر أكثرهم وكان أمر الله قدرا مقدورا وأبو مر آيس بن النظر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم فقال ما تنتظرون فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون في الحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة من دون أخد فقاتل حتى قتل ووجد به سبعون ضربة وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحوا من عشرين جراحة وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين وكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك فصاحب أعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن يسكت واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم فلما استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد له يقال له العوذ زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فطعنه بها فجاءت في ترقوته فكر عدو الله منهزما فقال له المشركون والله ما بك من بأس فقال والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون وكان يعرف فرسه بمكة ويقول أقتل عليه محمدا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى فلما طعنه تذكر عدو الله قوله أنا قاتله فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح فمات منه في طريقه بسرف مرجعه إلى مكة وجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليشرب منه فوجده آجنا فرده وغسل عن وجهه الدم وصد على رأسه فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هناك فلم يستطع لما به فجلس يحته حتى صعدها طلحة وحامت الصلاة فصلى بهم جالسا وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار وشد حنظلة الغسيل وهو حنظلة بن أبي عامر على أبي سفيان فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد بن الأسود فقتله وكان جنوبا فإنه سمع الصيحة وهو على امرأته فقام من فوره إلى الجهاد فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله ثم قال سلوا أهله ما شأنه فسأل امرأته فأخبرتهم الخبر وجعل الفقهاء هذا حجه أن الشهيد إذا قتل جنوبا يغسل اقتداء بالملائكة وقتل المسلمون حامل لواء المشركين فرفعته لهم عمرة بنت عالقمة الحارثية حتى اجتمعوا إليه وقاتلت أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب المازينية قتالا شديدا وضربت عمرة بن قمئة بالسيف ضربات فوقته درعان كانتا عليه وضربها عمرة بالسيف فجرحها جرحا شديدا على عاتقها وكان عمرة بن ثابت المعروف بالأصير من بني عبد الأشهل يأبى الإسلام فلما كان يوم أحد قدف الله الإسلام في قلبه للحسن التي سبقت له منه فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل فأثبت بالجراح ولم يعلم أحد بأمره فلما انجلت الحرب طاف بن عبد الأشهل في القتلى يلتمسون قتلاهم فوجدوا الأصير وبه رمق يسير فقالوا والله إن هذا الأصير ما جاء به لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر ثم سألوهم الذي جاء بك أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام فقال بالرغبة في الإسلام آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون ومات من وقته فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة قال أبو هغيرة ولم يصل لله صلاة قط ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد فلم يجيبوه فقال أفيكم ابن أبي قحافة فلم يجيبوه فقال أفيكم عمر بن الخطاب فلم يجيبوه ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك فقال قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني ثم قال اعلوا هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه فقالوا ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم قال ألا تجيبونه قالوا ما نقول قال قالوا الله مولانا ولا مولى لكم فأمرهم بجوابه عند افتخاره بأهلهته وبشركه تعظيما للتوحيد وإعلاما بعزة من عبده المسلمون وقوة جانبه وأنه لا يغلب ونحن حزبه وجنده ولم يأمرهم بإجابته حين قال أفيكم محمد أفيكم ابن أبي قحافة أفيكم عمر بل قد روي أنه نهاهم عن إجابته وقال لا تنئبوه لأن كلمهم لم يكن برد بعد في طلب القوم ونار غيظهم بعد متوقدة فلما قال لأصحابه أما هؤلاء فقد كفيتموهم حمي عمر بن الخطاب واشتد غضبه وقال كذبت يا عدو الله فكان في هذا الإعلام من الإذال والشجاعة وعدم الجبن والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يؤذنهم بقوة القوم وبسالتهم وأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف منهم وقد أبقى الله لهم ما يسوءهم منهم وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنه وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة وغيظ العدو وحزبه والفت في عبده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحدا واحدا فكان سؤاله عنهم ونعيهم لقومه آخر سهام العدو وكيده فصبر له النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوفى كيده ثم انتذب له عمر فرد سهام كيده عليه وكان ترك الجواب أولا عليه أحسن وذكره ثانيا أحسن وأيضا فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له وتصغيرا لشأنه فلما منته نفسه موتهم وظن أنهم قد قتلوا وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما حصل كان في جوابه إهانة له وتحقير وإذلال ولم يكن هذا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فإنه إنما نهى عن إجابته حين سألا أفيكم محمد أفيكم فلان أفيكم فلان ولم ينهى عن إجابته حين قال أما هؤلاء فقد قتلوا وبكل حال فلا أحسن من ترك إجابته أولا ولا أحسن من إجابته ثانيا ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال فأجابه عمر فقال لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد فأنكر ذلك عليه فقال وبين من ينكر كتاب الله إن الله يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه قال ابن عباس والحسو القتل ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب المشركين سبعة أو تسعة وذكر الحديث وأنزل الله عليهم النعاس أمنة منه في غزاة بدر وأحد والنعاس في الحرب وعند الخوف دليل على الأمن وهو من الله وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم افرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا وهذا يروى على وجهين بسكون الفاء ونصب أصحابنا على المفعولية وفتح الفاء ورفع أصحابنا على الفاعلية ووجه النصب أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا ولم يقتل القراشيان قال ذلك أي ما أنصفت قريش للأنصار ووجه الرد أن يكون المراد بالأصحاب الذين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفرد في النفر القليل فقتلوا واحدا بعد واحد فلم ينصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه وفي صحيح بن حبان عن عائشة قالت قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أولى من فاعي للنبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه قلت كن طلحة في ذاك أبي وأمي كن طلحة في ذاك أبي وأمي فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة ابن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلحة بين يديه سريعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه وروي في وجنته حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته فذهبت لأنزعها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني قال فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل ينضنده كرافة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استل السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة قال أبو بكر ثم ذهبت لآخذ الآخر فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني قال فأخذه فجعل ينضنده حتى استله فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب قال فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته بضعة عشر ضربة وفي مغازي الأموي أن المشركين صاعدوا على الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد أجنبهم يقول ارددهم فقال كيف أجنبهم وحدي فقال ذلك ثلاثا فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله قال ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته فهبطوا من مكانهم فقلت هذا سهم مبارك فجعلته في كنانتي فكان عند سعد حتى مات ثم كان عند بنيه وفي الصحيحين عن أبي حازم أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لا أعرف من كان يرسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي كانت فاطمة ابنته تغسله وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيل الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألسقتها فاستمسك الدم وفي الصحيح أنه كسرت رباعيته وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلخ قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولما ذهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر وقال اللهم إني أعتدر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرع إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر فقال أنس واهل ريح الجنة يا سعد إني أجده دون أحد ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه وبه بدع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم وانهزم المشركون أول النهار كما تقدم فصرخ فيهم إبليس أي عباد الله أخزاكم الله فارجعوا من الهزيمة فاجتردوا ونظر حضيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من المشركين فقال أي عباد الله أبي فلم يفهموا قوله حتى قتلوه فقال يغفر الله لكم فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فقال قد صدقت بديته على المسلمين فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيد بن ثابت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع فقال لي أن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك قال فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفابت نفسه من وقته ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في بمه فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية وقال عبد الله ابن عمر ابن حرام رأيت في النوم قبل أحد مبشر ابن عبد المنذر يقول لي أنت قادم علينا في أيام فقلت وأين أنت فقال في الجنة نسرح نسرح فيها كيف نشاء قلت ألم تقتل يوم بدر قال بلى ثم أحييت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشهادة يا أبا جابر وقال خيثمة أبو سعد وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لقد أخطأتني وقعت بدر وكنت والله عليها حريصا حتى سهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة وقد رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ويقول إلحق بنا ترافقنا في الجنة فقد وجدت ما وعدني ربي حقا وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي فادع الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقتل بأحد شهيدا وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ثم يبقروا بطني ويجدعوا أنفي وأذني ثم تسألني فيما ذلك فأقول فيك وكان عمر بن جموح أعرج شديد العرج وكان له أربعة بني شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزى فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد فأتى عمر بن الجموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني أن أخرج معك ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأطع بعرجتي هذه في الجنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد وقال لبنيه وما عليكم أن تبعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أخذ شهيدا وانتهى أنس بن النظر إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال ما يجلسكم فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما تصنعون بالحياة بعده فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل وأقبل أبي بن خلف عدو الله وهو مقنع في الحديد يقول لا نجوت إن نجى محمد وكان حلف بمكة أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبله مصعب بن رمير فقتل مصعب وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة فطعنه بحربته فوقع عن فرسه فاحتمله أصحابه وهو يخور خوار الثور فقالوا ما أجزعك إنما هو خج فذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى فمات برابغ قال ابن عمر إني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا نار تأجج لي فينمتها وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتريبها يصيح العطش وإذا رجل يقول لا تسقه هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبي بن خلف وقال نافع ابن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها كل ذلك يصرف عنه ولقد رأيت عبدالله بن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد لا نجوت إن نجى ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا ممنوع فخرجنا أربعة فتعاهبنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك ولما مص مالك أبو أبي سعيد الخدري جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه قال له مجه قال والله لا أمجه أبدا ثم أدبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قال الزهري وعاصم بن عمر ومحمد بن يحي بن حبان وغيرهم كان يوم أحد يوم دلاء وتمحيص اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأظهر به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر فأكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهاية من أهل ولايته فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد ستون آية من آل عمران أولها وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخر القصة فصل فيما اجتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه حتى إن من لبس لأمته وشرع في أسبابه وتأهد للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه وإن لم يرضى المالك ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين بل يردهم إذا خرجوا كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد ومنها جواز الانهماس في العدو كمن غمس أنس بن النظر وغيره ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه كما قال عبد الله بن جحش اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني ثم يجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت قلت فيك يا ربي ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لقوله صلى الله عليه وسلم في قزمان الذي أبلى يوم أخذ بلاء شديدا فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه بل يدفن فيها بدمه وكلومه إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها ومنها أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حمضلة بن أبي عامر ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم قال جابر بين أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهم المدينة لندفنهما في مقابلنا وجاء رجل منادي ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتل فتجفنوها في مصارعها حيث قتلت قال فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا فبين أنا في خلافة معاوية ابن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال يا جابر الله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدأ فخرج طائفة منه قال فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء قال فواريته فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد ودفن عبد الله بن عمر بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة فقال اجفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد ثم حفر عنهما بعد زمن طويل ويد عبد الله بن عمر بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح فأميتت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم وقال جابر رأيت أبي في خفرته حين حفر له كأنه نائم وما تغير من حاله قليل ولا كثير قيل له أفرأيت أكفانه فقال إنما دفن في نمرة خمر وجهه وعلى رجليه الحرمل فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته وبين ذلك ست وأربعون سنة وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم هل هو على وجه الاستحداد والأولوية أو على وجه الوجوب على قولين الثاني أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد فإن قيل فقد روى يعقوب بن أبي شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده فلذلك كفن في كفن آخر وهذا القول في الضعف نغير القول من قال يغسل الشهيد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلى على شهداء أحد ولم يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه وكذلك خلفائه الراشدون ونوابهم من بعدهم فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر وقال ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد قيل أن صلاته عليهم فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته يستغفر لهم كالمودع للأحياء والأموات فهذه كانت توديعا منه لهم لا أنها سنة الصلاة على الميت ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها ثمان سنين لا سيما عند من يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه كما خرج عمر بن الجموح وهو أعرج ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي ليمان أبا حذيفة فانتع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران حيث افتتح القصة بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال إلى تمام ستين آية فمنها تعريفهم سوى عاقبة المعصية والفشل والتنازع وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك كما قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقضة وتحرزا من أسباب الخذلان ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى لكن تكون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة فاقتبت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الذهور والغلبة خاصة ومنها أن هذا من أعلام الرسل كما قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلتموه؟ قال نعم قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا فاقتلت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه وظهرت مخبآتهم وعاد تلويخهم تصريحا وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء فإنهم متميزون في غيبه وعلمه وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة وقوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب سوى الرسل فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتبع من رسول فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله فإن آمنتم به وعيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة ومنها استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكاهون فهم عبيده حقا وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق فلا يصلح عباده إلا بالسراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته إنه بهم خبير بصير ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العز والنصر فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله وقال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا ويكون جبره له ونصره على مقدار ذرئه وانكساره ومنها أنه سبحانه حيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه كما وثقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيب لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العريل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه والشهداؤهم خواصه والمقربون من عباده وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسبيط العدو ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم فيتمحص بذلك أوليائه من ذنوبهم وعيوبهم ويزداد بذلك أعداءه من أسباب محقهم وهلاكهم وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم وبين حسن التسلية وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب انتهي الشريط الثالث والثلاثون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط الرابع والثلاثين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الرابع والثلاثون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد نوافل القراءة في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد أخبر سبحانه أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا ثم ذكر حكمة أخرى وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية من مشاهدة بعد أن كانوا في غيبه وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء فإنه يحب الشهداء من عباده وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها وقد اتخذهم لنفسه فلابد أن يميلهم درجة الشهادة وقوله والله لا يحب الظالمين تنبيه لطيف على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منه شهداء لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه من استشهد منهم فثبت هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم وهو تمحيص الذين آمنوا وهو تنقيتهم وتخلصهم من الدنوب ومن آفات النفوس وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم فحصل لهم تمحيصان تمحيص من نفوسهم وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم ثم ذكر حكمة أخرى وهي محك الكافرين بتغيانهم وبغيهم وعدوانهم ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون انجهاد في سبيل الله والصبر على أذى أعدائه وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه فقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أي ولما يقع ذلك منكم فليعلمه فإنه لو وقع لعلمه فجازاكم عليه بالجنة سيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على مجرد العلم فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه دون أن يقع معلومه ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه فقال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون قال ابن عباس ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من الكرامة رغبوا في الشهادة فتمنوا قتالا يستشهدون فيه فيلحقون إخوانهم فأراهم الله ذلك يوم أحد وسببه لهم فلم يلبثوا أن الهزموا إلا من شاء الله منهم فأنزل الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ومنها أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبتهم ووبفهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل بل الواجب عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصيفهم ذلك عن دينه وما جاء به فكل نفس ذائقة الموت وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد ولا هو ولا هم بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد فإن الموت لا بد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان إن محمدا قد قتل فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا فظهر أثر هذا العتاد وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد على عقبيه وثبت الشاكرون على دينهم فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدا وإن تنوعت أسبابه ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى فريق في الجنة وفريق في السعير ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون فما وهل من بقي منهم لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا وما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانوا بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة بل استشهدوا أعزة كراما مقبلين غير مدبرين والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم فقال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها وأنها نوعان تقصير في حق أو تجاوز لحد وأن النصرة منوطة بالطاعة قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا هم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم فسألوهما يعلمون أنه بيده دونهم وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا فوفوا المقامين حقهما مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاه إليه سبحانه ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وهو خير الناصرين فموالاه فهو المنصور ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقدام على حربهم وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله وعلى قدر الشرك يكون الرعب فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح والمشرك له الخوف والضلال والشقاء ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم وهو الصادق الوعد وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم ولكن انخلعوا عن الطاعة ففارقوا مركزهم فانخلعوا عن اسمة الطاعة ففارقتهم النصرة فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة ثم أخبر أنه عفى عنهم بعد ذلك كله وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين قيل للحسن كيف يعفوا عنهم قد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نالوه فقال لولا عفوه عنهم لاستأصلهم ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض أو صاعدين في الجبل لا يلون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم والرسول يدعوهم في أخراهم إلي عباد الله أنا رسول الله فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم غما الهزيمة والكثرة وغما صرخة الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل وقيل جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه وأسلمتموه إلى عدوه فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه والقول الأول أظهر لوجوه أحدها أن قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح فنسوا بذلك السبب وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر الثاني أنه مطابق للواقع فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة ثم أعقبه غم الهزيمة ثم غم الجراح التي أصابتهم ثم غم القتل ثم غم سماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم وليس المراد غمين اثنين خاصة بل غم متتابعا لتماني الابتلاء والامتحان الثالث أن قوله بغم من تماني الثواب لأنه سوب جزاء الثواب والمعنى أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه وترك استجابتهم له وهو يدعوهم ومخالفتهم له في لزوم مركزهم وتنازعهم في الأمر وفشلهم وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة فقيض لهم بلطفه أسباب أخرجها من القوة إلى الفعل فترتب عليها آثارها المكروهة فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أنثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها وربما صحت الأجسام بالعللي ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمه والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن كما أنزله عليهم يو بدر وأخبر أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوبة إلى أهل الجهل وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء بحلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق ضمحلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته فإن حمده وعزته حكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف سفاته وكماله وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه لن يجمع عابده بعد موتهم للثواد والعقاب في دار يجازل محسن فيها بإحسانه والمسيئ بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أثنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم أسفل السافلين وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر فقد غن به ظن السوء ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر عنه وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل وأراد من خلقه أن يتعب أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وأرائهم لا على كتابه بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان فقد ظن به ظن السوء فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق بالنفذ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء وظن أنه هو وسلفه وعبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال وظاهر كلام المتهوكين الحيارة هو الهدى والحق وهذا من أسوأ الظن بالله فكل هؤلاء من الظنين بالله ظن السوء ومن الظنين به غير الحق ظن الجاهلية ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا النجوم ولا ذني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها وأنه أسفل كما أنه أعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة وإسلاح فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب لكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لا يؤمن به طرف تعين وقد استنفد ساعات عمره في مساخته ومعادات رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصف به رسله أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أن له ولد أو شريك أو أن أحد يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه أو من فعل لأجله شيئا لم يعطه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه وليا ودع من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليقا مستقرا دائما في حياته وفي مماته وابتلاه بهم لا يفارقونه فلما مات استبدوا بالأمر دون وصية وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وآذلوهم وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق وهو يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده ولا ينصرهم ولا يديلهم بل يديل أعداءهم عليهم أبدا أو أنه لا يقدر على ذلك بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة فقد ظن أقبح الظن وأسوأه سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفر أو أنه غير قادر على ذلك فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده وذلك من ظن السوء به ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك لكن رفوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه واستجاروا من الرمضاء بالنار فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه فإنه لا يقدر على أفعال عباده ولا هي داخلة تحت قدرته فظنوا به ظن إخوانهم المجوس والثنوية بربهم وكل مبطل وكافر ومبتدع مقهور مستذل فهو يظن بربه هذا الظن وأنه أولى بالنص والظفر والعلو من خصومه فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء فإن غالب بني آدم فهم يعتقدون أنه مبخوص الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كاملا كمون النار في الزناد فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر واقتراحا عليه خلافا ما جرى به وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله تعالى وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وأفعاله كذلك كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل وأسماؤه كلها حسنا فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل ولا تظن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهول وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل وما بك من تقن فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل وهو قولهم هل لنا من الأمر من شيء وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله إلى الله ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا عليه ولما حسن الرد عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر وظنهم أن الأمر لو كان إليهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل ولكان النصر والظفر لهم فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله فلا يكون إلا ما سبق به قضاءه وقدره وجرى به علمه وكتابه السابق وما شاء الله كان ولابد شاء الناس أم أبوا وما لم يشاء لم يكن شاءه الناس أم لم يشاءوا وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم وأنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولابد سواء كان لهم من الأمر شيء أو لم يكن وهذا من أظهر الأشياء ابطالا لقول القدرية النفاه الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاؤه الله وأن يشاء ما لا يقع فصل ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير هي ابتلاء ما في صدورهم وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه ثم ذكر حكمة أخرى وهو تمحيص ما في قلوب المؤمنين وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أوذع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة ولم تتمحص منه فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزارته وتنقيته من جسده وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وضفرهم بعدوهم فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه ولا بد فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه فأعمال العبد تسوقه قسرا إلى مقتضاها من الخير والشر والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزل له به ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك وإنما كان عارضا عفى الله عنه فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السور المكية فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة فالنعمة من الله من بها عليك والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك فالأول فضله والثاني عدله والعبد يتقلب بين فضله وعدله جار عليه فضله ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير بعد قوله قل هو من عند أنفسكم إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر في ذلك إثبات القدر والسبب فذكر السبب وإضافته إلى نفوسهم وذكر عموم القدرة وإضافها إلى نفسه فالأول ينفي الزبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر فهو يشاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وفي ذكر قدرته ها هنا نقطة لطيفة وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره ولا تتكلوا على سواه وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإضاح بقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وهو الإذن الكوني القدري للشرعي الديني كقوله في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية أتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تمييزا ظاهرا وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما في نفوسهم فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم وعرفوا مؤد النفاق وما يقول إليه وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة ونعمة على المؤمنين سابغة وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما ثم عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزيه وألقفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لها فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فريحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه وأنهم عنده وجريان الرزق المستمر عليهم وفرحهم بما آتاهم من فضله وهو فوق الرضا بل هو كمال الرضا واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة ولم يبق لها أثر ألبتة وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى ومن الشقاء إلى الفلاح ومن الظلمة إلى النور ومن الجهل إلى العلم فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جانب الخير الكثير كما ينال الناس بأذى المطر في جانب ما يحصل لهم به من الخير فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا ولا يخافوا غيره وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لألا يتهموه في قضائه وقدره وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته وسلاهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرا وأعمم خطرا مما فاتهم من النصر والغانيمة وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله فصل ولما انقضت الحرب إن كثأ المشركون فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الزرار والأموال فشق ذلك عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون فإنهم جنبوا الخيل وامتقوا الإبل فإنهم يريدون مكة وين ركب الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها قال علي فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم موعدكم الموسم بقدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا نعم قد فعلنا قال أبو سفيان فذلكم الموعد ثم انصرف هو وأصحابه فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فناد في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال لا يخرج معنا وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال فقال له عبد الله بن أبي أركب معك قال لا فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف وقالوا سمعا وطاعه واستأذنه جابر بن عبد الله وقال يا رسول الله إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أن أسير معك فأذن له فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه فقال ما وراءك يا معبد فقال محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم فقال ما تقول فقال ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة فقال أبو سفيان والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم قال فلا تفعل فإني لك ناصح فرجعوا على أعقابهم إلى مكة ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة فقال هل لك أن تبلغ محمدا رسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة قال نعم قال أبلغ محمدا أننا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه فلما بلغهم قوله قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فصل وكانت وقعة أحد يوم السابع من شوال وهو السبت سنة ثلاث كما تقدم فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية شوال وذل قعدة وذل حجة والمحرم فلما استهل هلال المحرم بلغه أن طلحة وسلمة ابن خويلد قد سار في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد ابن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث أبا سلمة وعقد له لواء وبعث معه مئة وخمسين رجلا من الأنصار والمهاجرين فأصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا كيدا فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة فصل فلما كان خامس المحرم بلغه أن خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي قد جمع له الجموع فبعث إليه عبد الله بن أنيس فقتله قال عبد المؤمن ابن خلف وجاءه برأسه فرضعه بين يديه فأعطاه عصى فقال هذه آية بيني وبينك يوم القيامة فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه وكانت غيبته ثمان عشرة ليلة وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم فلما كان صفر قدم عليه قوم من عضل والقارة وذكروا أن فيهم إسلاما وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن فبعث معهم ستة نفر في قول ابن إسحاق وقال البخاري كانوا عشرة وأمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي وفيهم خبيب ابن عدي فذهبوا معهم فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا فجاءوا حتى أحاطوا بهم فقتلوا عامتهم واستأسروا خبيب ابن عدي وزيد بن الدفنة فذهبوا بهما وباعوهما ببكة وكانا قتلا من رؤوسهم وبدر فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا قتله فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم فلما أجمعوا على صلبه قال دعوني حتى أركع ركعتين فتركوه فصلهما فلما سلم قال والله لولا أن تقولوا أن ما بي جزع لزدتوا ثم قال اللهم أحصهم عادا واقتلهم بددا ولا تلقي منهم أحدا ثم قال لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبد العداوة جاهد علي لأني في وثاق بمضيعي وقد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما أرسد الأحزاب لي عند مصرعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي فلست مبدل للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي فقال له أبو سفيان أي سرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك فقال لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وفي الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل وقد نقل أبو عمر بن عبد البر عن الليث بن سعد أنه بلغه عن زيد بن حارثة أنه صلاهما في قصة ذكرها وكذلك صلاهما حجر بن عدي حين أمر معاوية بقتله بأرض عذراء من أعمال دمشق ثم صلبوا خبيبا ووكلوا به من يحرس جثته فجاء عمر بن أمية الضمري فاحتمله بجذعه ليلى فذهب به فدفنه ورؤي خبيب وهو أسير يأكل قطفا من العنب وما بمكة ثمرة وما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه وأما موسى بن عقبة فذكر سبب هذه الوقعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء الرهط يتحسسون له أخبار قريش فاعترضهم بنه لحيان الوجه الثاني يبدأ حالا فصل وفي هذا الشهر بعينه وهو صفر من السنة الرابعة كانت وقعة بئر معونة وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد فقال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم فقال إني أخاف عليهم أهل نجد فقال أبو براء أنا جار لهم فبعث معه أربعين رجلا في قول ابن إسحاق وفي الصحيح أنهم كانوا سبعين وللي في الصحيح هو الصحيح وأمر عليهم المنذر بن عمر أحد بني ساعدة الملقب بالمعنق ليموت وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم فساروا حتى نزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم فنزلوا هناك ثم بعثوا حرام بن ملحان أخى أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه فلما أنفذها فيه وراء الدم قال فزت ورب الكعبة ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء فاستنفر بني سليم فأجابته عسية ورعل وذكوان فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد بن نجار فإنه ارتث بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق وكان عمر بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة ابن عامر في سرح المسلمين فرأي الطير تحوم على موضع الوقعة فنزل المنذر بن محمد فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه وأسر عمر بن أمية الضمري فلما أخبر أنه من مدر جز عامر ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه ورجع عمر بن أمية فلما كان بالقرقرة من صدر قناه نزل في ظل شجرة وجاء رجلان من بني كلاب فنزل معه فلما ناما فتك بهما عمر وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل فقال لقد قتلت قتيليني لأدينهما فكان هذا سبب غزوة بن النظير فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما لما بينه وبينهم من الحلف فقالوا نعم وجلس هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه فاجتمع اليهود وتشاوروا وقالوا من رجل يلقي على محمد هذه الرحى فيقتله فانبعث أشقاها عمر بن جحاش لعنه الله ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعلمه بما هم به فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته راجعا إلى المدينة ثم تجهزا وخرج بنفسه لحربهم فحاصرهم ست ليال واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وذلك في ربيع الأول قال ابن حزم وحينئذ حرمت الخمر ونزلوا على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح ويرحلون من ديارهم فترحل أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر وذهب الطائفة منهم إلى الشام وأسلم منهم رجلان فقط يامين بن عمر وأبو سعد بن وهب فأحرز أموالهما وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بن النظير بين المهاجرين الأولين خاصة لأنها كانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب إلا أنه أعطى أبا دجانه وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما وفي هذه الغزوة نزلت سورة الحشر هذا الذي ذكرناه هو الصحيح عند أهل المغازر والسير وزعم محمد بن شهاب الزفئي أن غزوة بن النظير كانت بعد بدر بستة أشهر وهذا وهم منه أو غلط عليه بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد والتي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع وقريضة بعد الخندق وخيبر بعد الحديبية وكان له مع اليهود أربع غزوات أولها غزوة بني قينقاع بعد بدر والثانية بن النظير بعد أحد والثالثة قريضة بعد الخندق والرابعة خيبر بعد الحديبية فصل وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونه بعد الركوع ثم تركه لما جاءوا تائبين مسلمين فصل ثم غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة ذات الرقاع وهي غزوة نجد فخرج في جماد الأولى من السنة الرابعة وقيل في المحرم يريد محارب وبني ثعلبة ابن سعد بن غطفان واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري وقيل عثمان بن عفان وخرج في أربعمائة من أصحابه وقيل سبعمائة فلقي جمعا من غطفان فتواقفوا ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزاة وصلاة الخوف بها وتلقاه الناس عنهم وهو مشكل جدا فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غابة الشمس وفي السنن ومسند أحمد والشافعي رحمهم الله أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا وذلك قبل نزول صلاة الخوف والخندق بعد ذات الرقاع سنة خمس والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها للخوف بعسفان كما قال أبو عياش الزرقي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلا بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد فقالوا لقد أصبنا منهم غفلة ثم قالوا إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين وذكر الحديث رواه أحمد وأهل السنن وقال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصرا للمشركين فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه نصفين وذكر الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق وقد صح عنه أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهد ذات الرقاع كما في الصحيحين عن أبي موسى أنه شهد غزوة ذات الرقاع وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت وأما أبا هريرة ففي المسند والسنن أن مروان بن الحكم سأله هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قال نعم قال متى قال عام غزوة نجد وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر وأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا ولما لم يفطن بعضهم لهذا ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين فمرة قبل الخندق ومرة بعدها على عادتهم في تعديد الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها وللصح لهذا القائل ما ذكره ولا يصح لم يمكن أن يكون قد صلى بهم صلاة الخوف في المرة الأولى لما تقدم من قصة عسفان وكونها بعد الخندق ولهم أن يجيبوا عن هذا بأن تأخير يوم الخندق جائز غير منسوخ وأن في حالة المسايفة يجوز تأخير الصلاة إلى أن يتمكن من فعلها وهذا أحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره لكن لا حيلة لهم في قصة عسفان أن أول صلاة صلاها للخوف بها وأنها بعد الخندق فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق بل بعد خيبر وإنما ذكرناها هاهما تقليدا لأهل المغازي والسير ثم تبين لنا وهمهم وبالله التوفيق ومما يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فأخذ السيف فاختلطه فذكر القصة وقال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة الركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان وصلاة الخوف إنما شؤعت بعد الخندق بل هذا يدل على أنها بعد عسفان والله أعلم وقد ذكروا أن قصة بيع جابر جمله من النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غزوة ذات الرقاع وقيل في مرجعه من تبوك ولكن في إخباره للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك القضية أنه تزوج امرأة ثيبا تقوم على أخواته وتكفلهن إشعار بأنه بادر إلى ذلك بعد مقتل أبيه ولم يؤخر إلى عام تبوك والله أعلم وفي مرجعهم من غزوة ذات الرقاع سبب امرأة من المشركين فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهري قدما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم فلم ينصرف منها حتى سلم فأيقظ صاحبه فقال سبحان الله هل لا أن بهتني فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها وقال موسى بن عقبة في مغازيه ولا يدرى متى كانت هذه الغزوة قبل بدر أو بعدها أو فيما بين بدر وأحد أو بعد أحد ولقد أبعد جدا إذ جوز أن تكون قبل بدر وهذا ظاهر الإحالة ولا قبل أحد ولا قبل الخندق كما تقدم بيانه فصل وقد تقدم أن أبا سفيان قال عند انصرافه من أحد موعدكم وإيان العام القابل ببدر فلما كان شعبان وقيل ذو القعدة من العام القابل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في ألف وخمسمائة وكانت الخيل عشرة أفراس وحمل لواءه علي بن أبي طالب واستخلف على المدينة عبدالله بن رواحة فانتهى إلى بدر فأقام بها ثمانية أيام ينتظر المشركين وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكة وهم ألفان ومعهم خمسون فرسا فلما انتهوا إلى مر الظهران على مرحلة من مكة قال لهم أبو سفيان إن العام عام جدب وقد رأيت أني أرجع بكم فانصرفوا راجعين وأخلفوا الموعد فسميت هذه بدر الموعد وتتمى بدر الثانية فصل في غزوة دومة الجندل وهي بضم الدال وأما دوم بالفتح فمكان آخر خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة خمس وذلك أنه بلغه أن بها جمعا كثيرا يريدون أن يدنوا من المدينة وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة وهي من دمشق على خمس ليال فاستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري وخرج في ألف من المسلمين ومعه دليل من بني عذرة يقال له مذكور فلما دنى منهم إذا هم مغربون وإذا آثار النعم والشاء فهجم على ماشيتهم ورعاتهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم فلم يجد فيها أحدا فأقام بها أياما وبث السرايا وفرق الجيوش فلم يصب منهم أحدا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إلى المدينة ووادع في تلك الغزوة عيينة بن حصن فصل في غزوة المريسيع وكانت في الشعبان سنة خمس وسببها أنه لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار سيد بن المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يجدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث برية بن الحطيب الأسلمي يعلم لهم ذلك فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأسرعوا في الخروج وخرج معهم جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها واستعمل على المدينة زيد بن حارثة وقيل أبا ذر وقيل نميلة بن عبد الله الليثي وخرج يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان وبلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله عينه الذي كان وجهه ليأتيه بخبره وخبر المسلمين فخافوا خوفا شديدا وتفرق عنهم من كان معهم من العرب وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع وهو مكان الماء فضرب عليه قبته ومعه عائشة وأم سلمة فتهيأوا للقتال وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق وراية الأنصار مع سعد بن عبادة فكراموا بالنبل ساعة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فحملوا حملة رجل واحد فكانت النصرة وانهزم المشركون وقتل من قتل منهم وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والنعم والشاء ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد هكذا قال عبد المؤمن ابن خلف في سيرته وغيره وهو وهم فإنه لم يكن بينهم قتال وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم كما في الصحيح أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المستلق وهم غارون وذكر الحديث وكان من جمعة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها فأعتقى المسلمون بسبب هذا التزويج مئة أهل بيت بيت من بني المستلق قد أسلموا وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن سعد وفي هذه الغزوة سقط عقد لعائشة فاحتبسوا على طلبه فنزلت آية التيمم وذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد بن إسحاق عيحي بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت ولما كان من أمر عقدي ما كان قال أهل الإفك ما قالوا فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات أخرى فسقط أيضا عقدي حتى حبس التماسه الناس ولقيت من أبي بكر ما شاء الله وقال لي يا بنيه في كل سفر تكونين عناء وبلاء وليس مع الناس ماء فأنزل الله الرخصة في التيمم وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزلت تيمم لأجلها بعد هذه الغزوة وهو الظاهر ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه فالتبس على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى ونحن نشير إلى قصة الإفك وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها وكانت تلك عادته مع نسائه فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل فخرجت عائشة لحاجتها ثم رجعت ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هدجها فظنوها فيه فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهم الحال فرجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقد فإذا ليس بها داع ولا مجيب فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها والله غالب على أمره يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء فغلبتها عيناها فنامت فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل إنا لله وإنا إليه راجعون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثيرا نوم كما جاء عنه في صحيح أبي حاتم وفي السنن فلما رآها عرفها وكان يراها قبل نزول الحجاب فاسترجع وأناخ راحلته فقربها إليها فراكبتها وما كلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا استرجاعه ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي متنفسا فتنفسا من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه وكان أصحابه يتقربون به إليه فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم ثم استشار أصحابه في فراقها فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداء فعلي لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين ليتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس فأشار بحسم الداء وأسامة لما علم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها وعلم من عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك وأعظم منه وعرف من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه ومنزلته عنده ودفاعه عنه أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته من النساء وبنت صديقه بالمنزلة التي أنزلها به أرباب الإفك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربه وأعز عليه من أن يجعل تحتهم رأة بغية وعلم أن الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربها من أن يبتليها بالفاحشة وهي تحت رسوله ومن قويت معرفته لله ومعرفته لرسوله وقدره عند الله في قلبه قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة لما سمعوا ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم وتأمل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة به وتنزيهه عما لا يليق به أن يجعل رسوله وخليله وأكرم خلق عليه امرأة خبيثة بغية فمن ظن به سبحانه هذا الظن فقد ظن به ظن السوء وعرف أهل المعرفة بالله ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها كما قال تعالى الخبيثات للخبيثين فقطعوا قطعا لا يشكون فيه أن هذا بهتان عظيم وفرية ظاهرة فإن قيل فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل عنها وبحث واستشار وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به وهل لا قال سبحانك هذا بهتان عظيم كما قال فضلاء الصحابة فالجواب أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاءا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى يوم القيامة ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع بها آخرين ويزيد الله الذين احتدوا هداء وإيمانا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا واختبى تمام الابتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا في شأنها لا يوحى إليه في ذلك شيء لتتم حكمته التي قدرها وقضاها وتظهر على أكمل الوجوه ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهم ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها وتتم نعمة الله عليهم ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والافتقار إلى الله والذل له وحسن الظن به والرجاء له ولينقطع رجاؤها من المخلوقين وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق ولهذا وفت هذا المقام حقه لما قال لها أبواها قومي إليه وقد أنزل الله عليه براءتها فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي وأيضا فكان من حكمة حبس الوحي شهرا أن القضية مخصت وتمحضت واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيها وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون فورد عليه مرود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه فوقع منهم أعظم موقع وألطفه وسروا به أتم السرور وحفل لهم به غاية الهناء فلو اطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهله وأنزل الوحي على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافها بل أضعاف وأضعافها وأيضا فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعابهم بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب إليه بل يكون هو وحده المتولي لذلك الثائر لرسوله وأهل بيته وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى والتي رميت زوجته فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها ولم يظن بها سوءا قط وحاشاه وحاشاها ولذلك لما استعذر من أهل الإفك قال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي فكان عنده من القراءة التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين ولكن لكمال صبره وثباته ورفطه وحسن ظنه بربه وثقته به وفى مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه حتى جاء الوحي بما أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره وظهر لأمته احتفال ربه به واعتناؤه بشأنه ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن صرح بالإفك فحدوا ثمانين ثمانين ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الإفك فقيل لأن الحلوية تخفيف عن أهلها وكفارة والخبيث ليس أهلا لذلك وقد وعد الله بالعذاب العظيم في الآخرة فيكفيه ذلك عن الحد وقيل بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه وقيل الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو ببينه وهو لم يطر بالقذف ولا شهد به عليه أحد فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهد عليه ولم يكن يذكره بين المؤمنين وقيل حد القذف حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبته وإن قيل إنه حق لله فلابد من مطالبة المقذوف وعائشة لم تطالب به ابن أبي وقيل بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته كما ترك قتله مع ظهور مفاقه وتكلمه بما يوجب قتله مرارا وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام فإنه كان مطاعا فيهم رئيسا عليهم فلم تؤمن إثارة الفتنة في حده ولعله ترك لهذه الوجوه كلها فجلد مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحملة بن جحش وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيرا لهم وتكفيرا وترك عبد الله بن أبي إلا فليس هو من أهل ذاك فصل ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها فقال لها أبواها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله لا أقوم إلي ولا أحمد إلا الله علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام وتجريدها التوحيد وقوة جأشها وإذلالها ببراءة ساحتها وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت إذلالا للحبيب على حبيبه ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإذلال فوضعته موضعه ولله ما كان أحبها إليه حين قالت لا أحمد إلا الله فإنه هو الذي أنزل براءتي ولله ذلك الثبات والرزانة منها وهو أحب شيء إليها ولا صبر لها عنه وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا ثم صادفت الرضا منه والإقبال فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له وهذا غاية الثبات والقوة فصل وفي هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي قام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد من أهل العلم أنه تؤفي عقيب حكمه في بني قريضة عقيب الخندق وذلك سنة خمس على الصحيح وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني المستلق هذه وهي غزوة المريسيع والجمهور عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة ست فاختلف الطرق الناس في الجواب عن هذا الإشكال فقال موسى بن عقبة غزوة المريسيع كانت سنة أربع قبل الخندق حكاه عنه البخاري وقال الواقدي كانت سنة خمس قال وكانت قريضة الخندق بعدها وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق اختلفوا في ذلك والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق وعلى هذا فلا إشكال ولكن الناس على خلافه وفي حديث الإفك ما يدل على خلاف ذلك أيضا لأن عائشة قالت إن القضية كانت بعد أن أنزل الحجاب وآية الحجاب نزرت في شأن زينب بنت جحش وزينب إذاك كانت تحته فإنه صلى الله عليه وسلم سألها عن عائشة فقالت احمي سمعي وبصري قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه بزينب كان في ذي القعدة سنة خمس وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة وقال محمد بن إسحاق إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة ست بعد الخندق وذكر فيها حديث الإفك إلا أنه قال عن الزهري عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن عائشة فذكر الحديث فقام أسيد بن الحضير فقال أنا أعذرك منه فرد عليه سعد بن عبادة ولم يذكر سعد بن معاذ قال أبو محمد بن حزم وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه وذكر سعد بن معاذ لأن سعد بن معاذ مات إثر فتح بني قريضة بلا شك وكانت في آخر ذي القعدة من السنة الرابعة وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة بعد سنة وثمانية أشهر من موت سعد وكانت المقاولة بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المصطلق بأزيد من خمسين ليلة قلت الصحيح أن الخندق كان في سنة خمس كما سيأتي فصل ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرق البخاري عن أبي وائل عن مسروق قال سألت أم رمان عن حديث الإفك فحدثتني قال غير واحد وهذا غلط ظاهر فإن أم رمان ماتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها وقال من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه قالوا ولو كان مسروق قدم المدينة في حياتها وسألها للقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه ومسروق إنما قدم المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وقد روى مسروق عن أم رمان حديثا غير هذا فأرسل الرواية عنها فظن بعض الرواه أنه سمع منها فحمل هذا الحديث على السماع قالوا ولعل مسروقا قال سألت أم رمان فتصحفت على بعضهم سألت لأن من الناس من يكتب الهمزة بالألف على كل حال وقال آخرون كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في صحيحه وقد قال إبراهيم الحربي وغيره إن مسروقا سألها وله خمس عشرة سنة ومات وله ثمان وله ثمان وسبعون سنة وعمر من أقدم من حدث عنه قالوا وأما حديث موتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوله في قبرها فحديث لا يصح وفيه علتان تمنعان صحته إحدهما رواية علي بن زيد بن جدعان له وهو ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه والثانية أنه رواه عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم والقاسم لم يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقدم على هذا من حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في صحيحه ويقول فيه مسروق سألت أم رومان فحدثتني وهذا يرد أن يكون اللفظ سئلت وقد قال أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة قد قيل إن أم رومان توفيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهم فصل ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرقه أن علي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره سل الجارية تصدق فدعى بريرة فسألها فقالت ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على التبر أو كما قالت وقد استشكل هذا فإن بريرة إنما كانت كاتبت وعتقت بعد هذا بمدة طويلة وكان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في المدينة والعباس إنما قدم المدينة بعد الفتح ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد شفع إلى بريرة أن تراجع من زوجها فأبت أن تراجعه يا عباس ألا تعجب من بغض بريرة مغيثا وحبه لها ففي قصة الإفك لم تكن بريرة عند عائشة وهذا الذي ذكروه إن كان لازما فيكون الوهم من تسمية الجارية بريرة ولم يقل له علي سل بريرة وإنما قال فسل الجارية تصدق فظن بعض الرواه أنها بريرة فسماها بذلك وإن لم يلزم بأن يكون طلب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح ولم ييأس منها زال الإشكال والله أعلم فصل وفي مرجعهم من هذه الغزوة قال رأس المنافقين ابن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخلجن الأعز منها الأذل فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ابن أبي يعتبر ويحلف ما قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله أصديق زيد في سورة المنافقين فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فقال أبشر فقد صدقك الله ثم قال هذا الذي وفى لله بإذنه فقال له عمر يا رسول الله مر عباد بن بشر فليضرب عنقه فقال فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فصل في غزوة الخندق وكانت في سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين إذ لا خلاف أن أخدا كانت في شوال سنة ثلاث وواعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل وهو سنة أربع ثم أخلفوه لأجل جد بتلك السنة فرجعوا فلما كانت سنة خمس جاءوا لحربه هذا قول أهل السير والمغازي وخالفهم نوسى بن عقبة وقال بل كانت سنة أربع قال أضو محمد بن حزم وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه واحتج عليه بحديث ابن عمر في الصحيحين أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه قال فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة ويجيب عن هذا بجوابين أحدهما أن ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لما استصغره عن القتال وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقا وليس في هذا ما ينافي تجاوزها بسنة أو نحوها الثاني أنه لعله كان يوم أحد في أول الرابعة عشرة ويوم الخندق في آخر الخامسة عشرة فصل وكان ثوب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين فخرج لذلك ثم رجع للعام المقبل خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلبونهم عليه ووعدوهم من أنفسهم بالنصر له فأجابتهم قريش ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف ووفتهم بن سليم بمر الظهران وخرجت بن أسد وفزارة وأشجع وبن مرة وجاءت غطفان وقائدهم عويلة بن حصن وكان من واف الخندق من الكفار عشرة آلاف فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار الصحابة فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر إليه المسلمون وعمل بنفسه فيه وبادروا هجوم الكفار عليهم وكان في حفره من آيات نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به وكان حفر الخندق أمام سلع وسلع جبل خلف ظهور المسلمين والخندق بينهم وبين الكفار وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف من المسلمين فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق أمامهم وقال ابن إسحاق خرج في سبعمائة وهذا غلط من خروجه يوم أحد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والذرار فجعلوا في آطان المدينة واستخلف عليها ابن أم مكتوم وانطلق حري بن أرطب إلى بني قريضة فدنا من حصنهم فأبا كعب بن أسد أن يفتح له فلم يزل يكلمه حتى فتح له فلما دخل عليه قال لقد جئتك بعز الدهر جئتك بقريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد قال كعب جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هرى قناؤه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل مع المشركين في محاربته فسر بذلك المشركون وشرق كعب على حيي أنه إن لم يغفروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معه في حثنه فيصيبه ما أصابه فأجابه إلى ذلك ووفى له به وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بني قريضة ونقضهم للعهد فبعث إليهم السعدين وخوات بن جبير وعد الله بن رواحة ليعرفوا هل هم على عهدهم أو قد نقضوه فلما دنوا منهم فوجدوهم على أخبث ما يكون وجاهروهم بالسب والعداوة ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفوا عنهم ولحنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد وغذروا فعظم ذلك على المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين واشتد البلاء ونجم النفاق واستأذن بعض بني حارسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة وقالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعوة إن يريدون إلا فرارا وهمدا مسلمه بالفشل ثم ثبت الله الطائفتين وقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو عبد ود وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه مكيبة ما كانت العرب تعرفها ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقفح موه وجالت بهم هيلهم في السبخة بين الخندق وسلع ودعوا إلى البراز فانتدوى لعم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه وكان من شجعان المشركين وأبطالهم وانهزم الباقون إلى أصحابهم وكان شعار المسلمين يومئذ حاميم لا ينصرون ولن أطالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عوينة بن حصن والحارف بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرف بقومهما وجرت المراوضة على ذلك فاستشار الصعبين في ذلك فقالا يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعوا وطاعه وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حادثنا فيه لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف فصوب رأيهما وقال إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيتم عربا قد رنتكم عن قوس واحدة انتهى الشريط الرابع والثلاثون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط الخامس والثلاثين وجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الخامس والثلاثون من كتاب زاد المعاد مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءة في موضوع غزوة الخندق ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفلى حدهم فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود ابن عامر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة فذهب من فوره ذلك إلى بني قريضة وكان عشيرا لهم في الجاهلية فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه فقال يا بني قريضة إنكم قد حاربتم محمدا وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا انشمروا إلى بلادهم راجعين وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم قالوا فما العمل يا نعيم قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن قالوا لقد أشرت بالرأي ثم مضى على وجهه إلى قريش فقال لهم تعلمون ودي لكم ونصحي لكم قالوا نعم قال إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى اليهود إنا لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا فأرسل إليهم اليهود إن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش صدقكم والله نعيم فبعثوا إلى يهود إنا والله لا نرسل إليكم أحدا فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا فقالت قريضة صدقكم والله نعيم فتخاذل الفريقان وأرسل الله على المشركين جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها ولا طنبا إلا قلعت ولا يقر لهم قرار وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا وكفاه الله قتالهم فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فدخل المدينة ووضع السلاح فجاءه جبريل عليه السلام وهو يغتسل في بيت أم سلمة فقال أوضعتم السلاح إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتها إنهض إلى غزوة هؤلاء يعني بني قريضة فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريضة فخرج المسلمون سراعا وكان من أمره وأمر بني قريضة ما قدمناه واستشهد يوم الخندق ويوم قريضة نحو عشرة من المسلمين فصل وقد قدمنا أن أبا رافع كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتل مع بني قريضة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب ورغبت الخزرج في قتله مساواتا للأوس في قتل كعد بن الأشرف وكان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات فاستأذنوه في قتله فألن لهم فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم وعبد الله بن أنيس وأبو قتابة الحارث بن نبعي ومسعور بن سنان وخزاعي بن أسود فساروا حتى أتوه في خيبر في دار الله فنزلوا عليه ليلا فقتلوه ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم ادعى قتله فقال أروني أسيافكم فلما أروه إياها قال لسيف عبد الله بن أنيس هذا الذي قتله أرى فيه أثر الطعام فصل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان بعد قريبة بستة أشهر ليغزوهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مئتي رجل وأظهر أنه يريد الشام واستخلف على المدينة بن أم مكتوم ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران واد من أودية بلابهم وهو بين أمجي وعسفان حيث كان مصاب أصحابه فترحم عليهم ودعا لهم وسمعت بني لحيان فهربوا في رؤوس الجبال فلم يقدر منهم على أحد فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم فسار إلى عسفان فبعث عشرة فوارس إلى كراعب الغميم لتسمع به قريش ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة فصل في سرية نجد ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت بثمامة بن أثال الحنيفي سيد بني حنيفة فربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سارية من سوار المسجد ومر به فقال ما عندك يا ثمامة فقال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت فتركه ثم مر به مرة أخرى فقال له مثل ذلك فرد عليه كما رد عليه أولا ثم مر مرة ثالثة فقال أطلقوا ثمامة فأطلقوه فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاءه فأسلم وقال والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض علي من دينك فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم على قريش قال صبوتا يا ثمامة قال لا والله ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت اليمامة أريف مكة فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهنت قريش فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل في غزوة الغابة ثم أغار عيينة بن حصن الفزاري في بني عبد الله بن عطفان على نقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة فاستقها وقتل رائيها وهو رجل من عصفان واحتمل امرأته قال عبد المؤمن بن خلف وهو ابن أبي ذر وهو غريب جدا فجاء الصريخ ونودي يا خير الله اركبي وكان أول ما نودي بها وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقنعا في الحديد فكان أول من قدم إليه المقداد بن عمر في الدرع والمغفر فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء في رمحه وقال امضي حتى تلحقك الخيول إنا على أثرك واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وأدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو على رجليه فجعل يرميهم بالنبل ويقول خذها وأنا بن الأكوع واليوم يوم الرضع حتى انتهى إلى ذي قرد فقد استنفذ منهم جميع اللقاح وثلاثين برده قال سلمة فلحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل عشاء فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش فلو بعثتني في مئة رجل استنقذت ما في أيديهم من السرح وأخذت بأعناق القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكت فأسجح ثم قال إنهم الآن ليقرون في غطفان وذهب الصريخ بالمدينة إلى بني عمر بن عوف فجاءت الأمداد ولم تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامهم وعلى الإبل حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد قال عبد المؤمن ابن خلف فاستنقذوا عشر لقاح وأثلت القوم بما بقي وهو عشر قلت وهذا غلط بين والذي في الصحيحين أنهم استنقذوا اللقاح كلها ولفظ مسلم في صحيحه عن سلمة حتى ما خلق الله من شيء من لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري واستلبت منهم ثلاثين بردة فصل وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية وقد وهن فيها جماعة من أهل المغازي والسير فذكروا أنها كانت قبل الحديبية والدليل على صحة ما قلناه ما رواه الإمام أحمد والحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال قدمت مدينة زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت أنا ورباح بفرس لتلحه أنديه مع الإبل فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها وساق القصة رواها مسلم في صحيحه بطولها وواهم عبد المؤمن بن خلف في سيرته في ذلك وهما بينا فذكر غزاة بن لحيان بعد قريضة بستة أشهر ثم قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لم ينكث إلا ليالي حتى أغار عبد الرحمن بن عيينة وذكر القصة والذي أغار عبد الرحمن وقيل أبوه عيينة بن حسن ابن حذيفة ابن بدر فأين هذا من قول سلمة قدمت المدينة زمن الحديبية وقد ذكر الواقدي عدة سرايا في سنة ست من الهجرة قبل الحديبية فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أو قال الآخر سنة ست من قدومه المدينة عكاشة بن محصن الأسدي في أربعين رجلا من إلى الغمر وفيهم ثابت بن أقرم وسباع بن وهب فأجد السير ونذر القوم بهم فهربوا فنزل على مياههم وبعث الطلائع فأصابوا من دلهم على بعض ماشيتهم فوجدوا مئتي بعير فساقوها إلى المدينة وبعث سرية بن أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة فساروا ليلتهم مشاه ووثوها مع الصبح فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا في الجبال وأصابوا رجلا واحدا فأسلم وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول بعثه في عشرة نفر سرية فكمن القوم لهم حتى ناموا فمن شعروا إلا بالقوم فقتل أصحاب محمد بن مسلمة وأفلت محمد جريحا وفي هذه السنة وهي سنة ست كانت سرية زيد بن حارثة بالجموم فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة فذلتهم على محلة من محال بني سليم فأصابوا نعما وشاء وأسرى وكان في الأسرى زوج حليمة فلما قفل زيد بن حارثة بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزنية نفسها وزوجها وفيها يعني سنة ست كانت سرية زيد بن حارثة إلى الطرف في جماد الأولى إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجل فهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إليهم فأصاب من نعمهم عشرين بعيرا وغاب أربع ليال وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص في جماد الأولى وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص ابن الربيع زوج زينب مرجعه من الشام وكانت أموال قريش قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن محمد بن حزم قال خرج أبو العاص ابن الربيع تاجرا إلى الشام وكان رجلا مأمونا وكانت معه بضائع لقريش فأقبل قافلا فلقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقوا عيره وأفلت وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أصابوا فقسمه بينهم وأتى أبو العاص المدينة فدخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجار بها وسألها أن تطلب له من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ماله عليه وما كان معه من أموال الناس فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية فقال إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا ولغيره وهو فيء الله الذي أفاء عليكم فإن رأيتم أن تردوا عليه فافعلوا وإن كرهتم فأنتم محقكم فقالوا بل نرده عليه يا رسول الله فردوا عليه ما أصابوا حتى إن الرجل ليأتي بالشم والرجل بالإداوة والرجل بالحبل فما تركوا قليلا أصابوه ولا كثيرا إلا ردوه عليه ثم خرج حتى قدم مكة فأدى إلى الناس بضائعهم حتى إذا فرغ قال يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم معي مال لم أرده عليه قالوا لا فجزاك الله خيرا قد وجدناك وفيا كريما فقال أما والله ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم إلا تخوفا أن تظنوا أني إنما أسلمت لأذهب أموالكم فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهذا القول من الواقدي وابن إسحاق يدل على أن قصة أبي العاص كانت قبل الحديبية وإلا فبعد الهدنة لم تتعرض سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش ولكن زعم موسى بن عقبة أن قصة أبي العاص كانت بعد الهدنة وأن الذي أخذ الأموال أبو بصير وأصحابه ولم يكن ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا منحازين بسيف البحر وكانت لا تمر بهم جير لقريش إلا أخذوها هذا هو قول الأزهري قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب في قصة أبي بصير ولم يزل أبو جندل وأبو بصير وأصحابهما الذين اجتمعوا إليهما هنالك حتى مر بهم أبو العاص بن الربيع وكانت تحته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قريش فأخذوهم وما معهم وأسروهم ولم يقتلوا منهم أحدا لصفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبو العاص وأبو العاص يومئن مشرك وهو ابن أخت خديجة بنت خويلد لأبيها وأمها وخلوا سبيل أبو العاص فقدم المدينة على امرأته زينب فكلمها أبو العاص في أصحابه الذين أسرهم أبو جندل وأبو بصير وما أخذوا لهم فكلمت زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس فقال إن صاهرنا أناسا وصاهرنا أبو العاص فنعم الصهر وجدناه وإنه أقبل من الشام في أصحاب له من قريش فأخذهم أبو جندل وأبو بصير وأخذوا ما كان معهم ولم يقتلوا منهم أحدا وإن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سالتني أن أجيرهم فهل أنتم مجيرون أبو العاص وأصحابه فقال الناس نعم فلما بلغ أبو جندل وأصحابه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبو العاص وأصحابه الذين كانوا عنده من الأسرى رد إليهم كل شيء أخذ منهم حتى العقال وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير يأمرهم أن يقدموا عليه ويأمر من معهما من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم وأن لا يتعرضوا لأحد من قريش وعيرها فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بصير وهو في الموت فمات وهو على صدره ودفنه أبو جندل مكانه وأقبل أبو جندل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمنت عير قريش وذكر باقي الحديث وقول موسى ابن عقبة أصوب وأبو العاص إنما أسلم زمن الهدنة وقريش إنما انبسطت عيرها إلى الشام زمن الهدنة وسياق الزهري للقصة بين ظاهر أنها كانت في زمن الهدنة قال الواقلي وفيها أقبل بحية ابن خليفة الكلبي من عند قيصر وقد أجازه بمال وكسوة فلما كان بحسما لقيه ناس من جذان فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا معه شيئا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته فأخبره فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حسما قلت وهذا بعد الحديبية بلا شك قال الواقلي وخرج علي في مئة رجل إلى فدك إلى حي من بني سعد بن بكر وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بها جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر فسار إليهم يسير الليل ويكمل النهار فأصاب عينا لهم فأقر له أنهم انبعثوه إلى خيبر فعرضوا عليهم نصرتهم على أن يجعلوا له ثمر خيبر قال وفيها سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن تناضر بنت الأصبغ وهي أم أبي سلمة وكان أبوها رأسهم وملكهم قال وكانت سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل في شوال سنة ست وكانت السرية عشرين فارسا قلت وهذا يدل على أنها كانت قبل الحديبية كانت في ذي القعدة كما سيأتي وقصة العرنيين في الصحيحين من حديث أنس أن رفطا من عكل وعرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف فاستوخمنا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم وفي لفظ لمسلم سملوا عين الراعي فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأمر بهم فقطع أيديهم ورجلهم وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا وفي حديث ابن الزبير عن جابر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عم عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من نسك الجبل فعم الله عليهم السبيل فأدركوا وذكر القصة وفيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل وطهارة بول مأكول اللحم والجمع للمحارب إذا أخذ المال وقتل بين قطع يده ورجله وقتله وأنه يفعل بالجاني كما فعل فإنهم لما سملوا عين الراعي سمل أعينهم وقد ظهر بهذا أن القصة محكمة ليست منسوخة وإن كانت قبل أن تنزل الحدود والحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها والله أعلم فصل في قصة الحديبية قال نافع كانت سنة ست من إفيد القعدة وهذا هو الصحيح وهو قول الزهري هو قتاده وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم وقال هشام بن عروة عن أبيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان وكانت في شوال وهذا وهم وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان وقد قال أبو الأسود عن عروة إنها كانت في ذي القعدة على الصواب وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهم في ذي القعدة فذكر منها عمرة الحديبية وكان معه ألف وخمس مئة هكذا في الصحيحين عن جابر وعنه فيهما كانوا ألفا وأربعمائة وفيهما عن عبد الله بن أوفى كنا ألفا وثلاثمائة قال قتاده قلت لسعيد بن مسيب كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان قال خمس عشرة مئة قال قلت فإن جابر بن عبد الله قال كانوا أربع عشرة مئة قال يرحمه الله أوهما هو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مئة قلت وقد صح عن جابر من قولان وصح عنه أنه بن حر عام الحديبية سبعين بدنة البدنة عن سبعة فقيل له كم كنتم قال ألفا وأربعمائة بخيلنا ورجلنا يعني فارسهم وراجلهم والقلب إلى هذا أميل وهو قول البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين وقول المسيب ابن حزن قال شعبه عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ألفا وأربعمائة وغلط غلطا بينا من قال كانوا سبعمائة وعذره أنهم نحروا يومئذ سبعين بدنة والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه العمرة عن سبعة فلو كانت السبعون عن جميعهم لكانوا أربعمائة وتسعين رجلا قد قال في تمام الحديث بعينه إنهم كانوا ألفا وأربعمائة فصل فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال أترون أن نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين وإن يجيءوا تكون عمقا قطعها الله أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا إلا فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خير لقريش طليعة فخذوا ذاك اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثمية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء ما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء إنما يتربضه الناس تربضا فلم يلبثه الناس إن أن نزحوه فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه قال فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه وفزعت قريش لنزوله عليهم فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه فدعى عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم فقال يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بنيكاب يغضب لي إن أذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وإنه مبلغ ما أردت فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش وقال أخبرهم أن لم نأتي لقتال وإنما جئنا عن مارا وادعهم إلى الإسلام وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان فانطلق عثمان فمر على قريش ببلده فقالوا أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام وأخبركم أننا لم نأتي لقتال وإنما جئنا عن مارا فقالوا قد سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتك وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وأسرج فرسه فحمل عثمان على الفرس وأجاره وأردثه أبان حتى جاء مكة وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون فقالوا وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص قال ذاك ظني به ألا أن لا يطوف بالبيت حتى نطوف معه واختلط المسلمون بالمشركين في أمر السلح فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر وكانت معركة وتراموا بالنبل والحجارة وصاح الفريقان كلاهما وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل فدعا إلى البيعة فثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة فبايعوه على أن لا يفروا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان ولما تمت البيعة رجع عثمان فقال له المسلمون اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت فقال بئس ما ظننت بي والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ناطفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد دعتني قريش إلى الطوافب البيت فأبيت فقال المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا بالله وأحسن ما ظننا وكان عمر آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس وكان معقل بن يسار آخذا بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقى الخزاعي في نفر من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامه فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الخديبية معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وضرت بهم فإن شاءوا ما ددتهم ويخلوا بيني وبين الناس وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا إلى القتال فوالذي نفسي بيده لو قاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره قال بديل سأبلغهم ما تقول فانطلق حتى أتى قريشا فقال إني قد جئتكم من عند هذا الرجل وقد سمعته يقول قولا فإن شئتم أعرضته عليكم فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء وقال ذوي الرأي منهم هات ما سمعته قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بالمسعود الثقفي إن هذا قد أرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته فقال أته فأتاه فجعل يكلمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل فقال له عروة عند ذلك أي محمد أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكوني الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر أمصص بذرالات أنحن نفر عنه وندعه قال من ذا قالوا أبو بكر قال أنا والذي نفسي بيده لو لا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأس النبي ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال أخذ يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه وقال من ذا قال المغيرة بن شعبة فقال أي غدر أولست أسعى في غدرتك وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه فوالله ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامه إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضى كادوا يقتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظرة عظيما له فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضى كادوا يقتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ما يحدون إليه النظر تعظيما له وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال وجل من بني كنانة دعوا مئاته فقال ائته فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له فبعثوها له واستقبله القوم يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فرجع إلى أصحابه فقال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت وما أرى أن يصدوا عن البيت فقام مكرز بن حفص فقال دعوني آته فقال ائته فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر فجع يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سحل لكم من أمركم فقال هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا فدع الكاتب فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ثم قال اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال سهيل فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد ابن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وإن كذبتموني أكتب محمد ابن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطه ولكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال سهيل على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما فبينهم كذلك إذ جاء ابو جندل ابن سهيل ابن عمر يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ذهور المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاديك عليه أن ترده إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقبل كتاب بعد فقال فوالله إذن لا أصالحك على شيء أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي قال ما أنا بمجزه لك قال بلى فافعل قال ما أنا بفاعل قال مكرز بلى قد أجزناه فقال أبو جندل يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما لقيت وكان قد عذب في الله عذابا شديدا قال عمر بن الخطاب والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألست نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى فقلت على من أعطي الدنية في ديننا إذن ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا فقال إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه قلت أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به قال بلى فأخبرتك أنك تأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به قال فأتيت أبا بكر فقلت له كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورد علي أبو بكر كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء وزاد فاستمسك بغرزته حتى تموت فوالله إنه لعلى الحق قال عمر فعملت لذلك أعمالا فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا رسول الله أتحب ذلك أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فليحلقك فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما ثم جاءه نسوة المؤمنات فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فانتحنوهم حتى بلغا بعصم الكوافر فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية والأخرى صفوان ابن أمية ثم رجع إلى المدينة وفي مرجعه أنزل الله عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا فقال عمر أو فتح هو يا رسول الله قال نعم فقال الصحابة هنيئا لك يا رسول الله فما لنا فأنزل الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ولما رجع إلى المدينة جاء أبو بصير رجل من قريش مسلما فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأنكنه منه فضربه به حتى برد وفر الآخر يعدو حتى بلغ المدينة فدخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رآه هذا ذعرا فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد ردتني إليهم فأنجاني الله منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل منه مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل فلحق بأبي بصير فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله لا يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن فأنزل الله عز وجل وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ حمية الجاهلية وكانت حميتهم أنه لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت قلت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومج في بئر الحديبية من فمه فجاشت بالماء كذلك قال البراء بن العازب وسلمة بن الأكوع في الصحيحين وقال عروة عن مروان بن حكم والمسور بن مخرمة أنه غرز فيها سهم من كنانته وهو في الصحيحين أيضا وفي مغازي أبي الأسود عن عروة توضأ في الدلو ومضمض فاه ثم مج فيه وأمر أن يصب في البئر ونزع سهم من كنانته وألقاه في البئر ودع الله تعالى فغارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على شقها فجمع بين الأمرين وهذا أشبه والله أعلم وفي صحيح البخاري عن جابر قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها إذ جهش الناس نحوه فقال ما لكم قالوا يا رسول الله ما عندنا ماء نشرب ولا ماء نتوضأ إلا ما بين يديك فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون فشربوا وتوضأوا وكانوا خمس عشرة مئة وهذه غير قصة البئر وفي هذه الغزوة أصابهم ليلة مطر فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قال أفدرون ماذا قال ربكم الليلة قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا لفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب فصل وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشر سنين وأن يأمن الناس بعضهم من بعض وأن يرجع عنهم عامه ذلك حتى إذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين مكة فأقام بها ثلاثا وأن لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب وأن من أتانا من أصحابك لم نرده عليك ومن أتاك من أصحابنا رددته علينا وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال فقالوا يا رسول الله نعطيهم هذا فقال من أتاهم منا فأبعده الله ومن أتانا من أكفوا لكم بي. وفي قصة الحقيبية أنزل الله عز وجل فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك في شأن كعب بن عجرة وفيها دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة وفيها نحر البذنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وفيها أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة هديه جملا كان لأبي جهل كان في أنفه برة من فضة ليغيظ به المشركين وفيه أنزلت سورة الفتح ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده ودخلت بن بكر في عقد قريش معهدهم وكان في الشرط أن من شاء يدخل في عقده صلى الله عليه وسلم دخل ومن شاء يدخل في عقد قريش دخل ولما رجع إلى مدينة جاءه نساء مؤمنات منهن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط فجاء أهلها يسألونها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرط الذي كان بينهم فلم يرجعها إليهم ونهاه الله عز وجل عن ذلك فقيل هذا نسخ للشرط في النساء وقيل تخصيص للسنة بالقرآن وهو عزيز جدا وقيل لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة وأراد المشركون أن يعملوه في الصنفين فأبى الله ذلك الوجه الثاني يبدأ حالا فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية فمنها اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج فإنه خرج إليها في ذي القعدة ومنها أن الإحرام بالعمرح من الميقات أفضل كما أن الإحرام بالحج كذلك فإنه أحرم بهما من ذي الحليفة وبينها وبين المدينة ميل أو نحوه وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفي لفظ كانت كفارة لما قبلها من الذنوب فحديث لا يثبت وقد اضطرب فيه إسنادا ومثلا اضطرابا شديدا ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القرآن ومنها أن إشعار الهدي سنة لا مثلة منهي عنها ومنه استحباب مغايضة أعداء الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في جملة هديه جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ به المشركين وقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوطه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وقال عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلة إلا كتب له به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو ومنها أن الاستعامة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذاك وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخضارهم ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى وشاورهم في الأمر وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله وعمره مشورى بينهم ومنها جواب سبيل ذراء المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال ومنها ردوا الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف فإنهم لما قالوا خلأت القصوى يعني حرمت وعلحت فلم تسر والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمد نظير الحران في الخيل فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبيها رده عليهم وقال ما خلأت وما ذاك لها بخلق ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب بروكها وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعده ومنها أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوه سنة ومنها جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضع وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به في ثلاثة موابع في سورة يونس وسبأ والتغاب ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمة الله تعالى أجيب إليه وأعطوه وأعين عليه وإن منعوا غيره فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم ويمنعون مما سوى ذلك فكل من التمس المعاونة على محبوب محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه وهذا من أدق الموابع وأصعبها وأشطهها على النفوس ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالا بعده والصديق تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجاب عمر عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يهدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بدينه وأقومهم بمحابه وأشدهم موافقة له ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه خاصة دون سائر أصحابه ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية قال الشافعي بعضها من الحل وبعضها من الحرم وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلي في الحرم وهو مضطرب في الحل وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف وأن قوله صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي كقوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام وقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وكان الإسراء من بيت أم هانئ ومنها أن من نزل قريب من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم وكذلك كان ابن غمر يصنع ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم وفي قيام المضيرة بن شعبة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذنوم في غيره وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك بل يرد عليه فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة وفي قول الصديق لعروة طنصص بذرالات دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال كما أدنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوة جاهلية بهن أبيه ويقال له أعدد أيرى أبيك ولا يكنى له فلكل مقام مقال ومنه احتمال طلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه وإن كانت تلك آية العرب لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك وكذلك لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولي مسيلمة حين قال نشهد أنه رسول الله وقال لولا أن الرسل لا تقتلوا لقتلتكما ومنها طهارة مخامة سواء كانت من رأس أو صدر ومنها طهارة الماء المستعمل ومنها استحباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المكروهة لقوله لما جاء سهيل سهل أمركم ومنها أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عند ذكر الجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على محمد بن عبد الله وطنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة واشتراط ذكر الجد لا أصل له ولما اشترى العداء بن خالد منه صلى الله عليه وسلم الغلام فكتب له هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن حوذه فذكر الجد فهو ذوية بيان تدل على أنه جائز لا بأس به ولا تدل على اشتراطه ولما لم يكن في الشهرة بحيث اكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده فيشترط ذكر الجد عند اشتراك في الاسم واسم الأب وعند عدم الاشتراك اكتفي بذكر الاسم واسم الأب والله أعلم ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما ومنها أن من حلف على فهل شيء أو نذره أو وعد غيره به ولم يعين وقتا لا بلفظه ولا بنيته لن يكن على الفور بل على التراخي ومنها أن الحلاق نسك وأنه أفضل عند الحلق من التقصير وأنه نسك في العمرة كما هو نسك في الحج وأنه نسك في عمرة المحصور كما هو نسك في عمرة غيره ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله بدليل قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله ومنها أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم لأن الحرم كله محل الهدي ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق والنحر ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار فإنهم كانوا في عمرة الإحصار ألفا وأربعمائة وكانوا في عمرة القضية دون ذلك وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأنه العمرة التي قاضاهم عليها فوضيفت العمرة إلى مصدر فعله ومنها أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يغضب تأخيرهم الانتثال عن وقت الأمر وقد اعتذر عن تأخيرهم الانتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا المتأولين لذلك وهذا الاهتذار أولى أن يعتذر عنه وهو باطل فإنهم صلى الله عليه وسلم لو فهم منهم ذلك لم يشد غضبه لتأخير أمره ويقول ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور لا المشكور وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة ومنها أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل ولذلك قالت أم فلمة اخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك وعلمت أن الناس سيتابعونه فإن قيل فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله ولم يمتثلوه حين أمرهم به قيل هذا هو السبب الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا في النسخ فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقر غير منسوخ وقد تقدم فساد هذا الظن ولكن لما تغيض عليهم وخرج ولم يكلمهم وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به وأنه لم يؤخر كتأخيرهم وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به بادروا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره ومنها ذواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين وأن لا يرد من ذهب من المسلمين إليهم هذا في غير النساء وأن النساء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب ومنها أن خروج البدع من ملك الزوج متقوم وإذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها وعلى من ارتبت امرأته من المسلمين إذا استحق الكفار عليهم رد مهور من هاجر إليهم من أزواجهم وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم به بينهم ثم لم ينسخ شيء وفي إيجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على ما تقومه بالمسنى لا بنهر المثل ومنها أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا بصير حين جاءه ولا أكرهه على الرجوع ولكن لما جاءوا في طلبه مكنهم من أخله ولم يكرهه على الرجوع ومنها أن المعاهدين إذا تسلموه وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم يضمنه بذية ولا قود ولم يضمنه الإمام بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحليفة وهي من حكم المدينة ولكن كان قد تسلموه وفصل عن يد الإمام وحكمه ومنها أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغممت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذنة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى نلطيه وسبيهم مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها فوقعت الغاية على الوجه الذي اغطوت حكمته وحمده فمنها أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده ودخل الناس به في دين الله أفواجا فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه وهذه عوة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا أن يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطيات تؤذن بها وتدل عليها ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح فإن الناس أمن بعضهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار وبادؤوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن ونظروهم على الإسلام جهرة آمنين وظهر من كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل ولهذا سماه الله فتحا مبينا قال ابن قتيبة قضينا لك قضاء عظيما وقال مجاهد هو ما قضى الله له بالحديبية وحقيقة الأمر أن الفتح في اللغة فتح المذلق والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسجودا مذلقا حتى فتحه الله وكان من أسباب فتحه صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت وكان في الصورة الظاهرة بيما وهضما للمسلمين وفي الباطن عزا وفتحا ونسرى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم والعز والنصر من وراء ستر الرقيق وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر الصحابة ورؤوسهم وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما في دم هذا المكروه من محبوب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببي فكان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده وأن العاقبة له وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرح وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون فذلوا من حيث طلبوا العز وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعساكر الإسلام من حيث انكسروا لله واحتملوا الضيم له وفيه فدار الدور وانعكس الأمر وانقلب العز بالباطل ذلا بحق وانقلبت الكسرة لله عزا بالله وظهرت حكمة الله وآياته وتصديق وعده ونصرة رسوله أنا أتمل وجوه وأكملها التي لقت الراحة للعقول وراءها ومنها ما سببه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذان والانقياد على ما أحبه وكرهه وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله وتصديق موعوده وانتظاء ما وعدوا به وشهود منه سبحانه ونعمته عليهم بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم أحوج ما كانوا إليه في تلك الحال التي تزعزع لها الجبال فأنزل الله عليهم من سكينته مطمئنت به قلوبهم وقويت به نفوسهم وازدادوا به إيمانا ومنها أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله وللمؤمنين سوبا لما ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولإتمام نعمته عليه ولهدايته الصراط المستقيم ونصره النصر العزيز وإضاح به ودخوله تحته وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم ويعطاء ما سألوه كان من الأسباب التي نال بها الرسول وأصحابه ذلك ولهذا ذكره الله سبحانه جزاء وغاية وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه وتأمل كيف وصف سبحانه النصر بأنه عزيز في هذا الموطن ثم ذكر إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب وقلقت أشد القلق فهي أحوج ما كانت إلى السكينة فازدادوا بها إيمانا إلى إيمانهم ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله وأكدها بكونها بيعة له سبحانه وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وهو رسوله ونبيه فالعقد معه عقد مع مرسله وبيعته بيعته فمن بايعه فكأنما بايع الله ويد الله فوق يده وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا من الحجر الأسود ثم أخبر أن ناكث هذه البيعة إنما يعود نكثبه على نفسه وأن للموفي بها أجرا عظيما فكل مؤمن بايع الله على لسان رسوله بيعة على الإسلام وحقوقه فناكث وموف ثم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب وظنهم أسوأ الظن بالله أنه يخذر رسوله وأولياءه وجنده ويظفر بهم عدوهم فلينقلبوا إلى أهليهم وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته وما يليق به وجهلهم برسوله وما هو أهل أن يعامله به ربه ومولاه ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله وأنه سبحانه عليهم في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء وكمال الانقياد والطاعة وإثار الله ورسوله على ما سواه فأنزل الله السكينة والطمأنينة والرضى في قلوبهم وأثابهم على الرضى بحكمه والصبر لأمره فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان أول الفتح والمغانم فتح خيبر ومغانمها ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى انقضاء الدهر ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونها وأخبرهم أنه عجل لهم هذه الغنيمة وفيها قولان أحدهما أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم والثاني أنه فتح خيبر وغنائمها ثم قال وكف أيدي الناس عنكم فقيل أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم وقيل أيدي اليهود حين هموا بأن يغتالوا من بالمدينة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه من الصحابة منها وقيلهم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسد وغطفان والصحيح تناول الآية للجميع وقوله ولتكون آية للمؤمنين قيل هذه الفعلة التي فعلها بكم وهي كف أيدي الآدائكم عنكم مع كثرتهم فإنهم حينئذ كان أهل مكة ومن حولها وأهل خيبر ومن حولها وأسد وغطفان وجمهور قبائل العرب أعداء لهم وهم بينهم كالشامة فلم يصلوا إليهم بسوء فمن آيات الله سبحانه كف أيدي أعدائهم عنهم فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم وفدة عداوتهم وتولي حراستهم وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم وقيل هي فتح خيبر جعلها آية لعباده المؤمنين وعلامة على ما بعدها من الفتوح فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا عظيمة فأجل لهم فتح خيبر وجعلها آية لما بعدها وجزاء لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية وشكرانا ولهذا خص بها وبغنائمها من شهد الحديبية ثم قال ويهديكم صراطا مستقيما فجمع لهم إلى النصر والظفر والغنائم الهداية فجعلهم مهديين منصورين غانمين ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا أخرى لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليها فقيل هي مكة وقيل هي فارس والروم وقيل الفتوح التي بعد خيبر من مشارك الأرض ومغاربها ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولى الكفار الأدبار غير منصورين وأن هذه سنته في عباده قبلهم ولا كبديل لسنته فإن قيل فقد قاتلوهم يوم أحد وانتسروا عليهم ولم يولوا الأدبار قيل هذا وعد معلق بشرط مذكور في غير هذا الموضع وهو الصبر والتقوى وفات هذا الشرط يوم أحد بفشلهم المنافر الصبر وتنازعهم وعصيانهم المنافر التقوى فصرفهم عن عدوهم ولم يحصل الوعد لانتفاء شرطه ثم ذكر سبحانه أنه هو الذي كف أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن أظفر المؤمنين بهم لما له في ذلك من الحكم البالغة التي منها أنه كان فيهم رجال ونساء قد آمنوا وهم يكتمون إيمانهم لم يعلم بهم المسلمون فلو سلطكم عليهم لأصبتم أولئك بمعرة الجيش وكان يصيبكم منهم معرة العدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به وذكر سبحانه حصول المعرة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم لأنها موجب المعرة الواقعة منهم بهم وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميزوا منهم لعذب أعداءه عذابا أليما في الدنيا إما بالقتل والأسر وإما بغيره ولكن دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم كما كان يرفع عنهم عذاب الاستئصال ورسوله بين أظهرهم ثم أخبر سبحانه أما جعله الكفار في قلوبهم من حمية الجاهلية التي مصدرها الجهل والظلم التي لأجلها صدوا رسوله وعباده عن بيته ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم ولم يقروا لمحمد بأنه رسول الله مع تحققهم صدقه وتيقنهم صحة رسالته بالبراهيم التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة عشرين سنة وأضاف هذا الجعل إليهم وإن كان بقضائه وقدره كما يضاف إليهم سائر وأفعالهم التي هي بقدرتهم وإرادتهم ثم أخبر سبحانه أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو مقابل لما في قلوب أعدائه من حمية الجاهلية فكانت السكينة حظ رسوله وحزبه وحمية الجاهلية حظ المشركين وجندهم ثم ألزم عباده المؤمنين كلمة التقوى وهي جزيس يعم كل كلمة يتق الله بها وأعلى نوعها كلمة الإخلاص وقد فسرت ببسم الله الرحمن الرحيم وهي الكلمة التي أبت قريش أن تلتزمها فألزمها الله أوليائه وحزبه وإنما حرمها أعدائه سيامة لها عن غير كفئها وألزمها من هو أحق بها وأهلها فوضعها في موضعها ولم يضيعها بوضعها في غير أهلها وهو العليم بمحال لتخصيصه ومواضعه ثم أخبر سبحانه أنه صدق رسوله رؤياه في دخولهم المسجد آمنين وأنه سيكون ولابد ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام والله سبحانه علم من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم فأنتم أحببتم استعجال ذلك والرب تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلموه فقدم بين يدي ذلك فتحا قريبا توطئة له وتمهيدا ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فقد تكثل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض ففي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه فلا تظنوا أن ما وقع من الإغناض والقهر يوم الحديبية نصرثا لعدوه ولا تخليا عن رسوله ودينه كيف وقد أرسله بدينه الحق ووعده أن يظهره على كل دين سواه ثم ذكر سبحانه ذكر رسوله وحزبه الذين اختارهم له ومدحهم بأحسن المدح وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل فكان في هذا أعظم البراهين على صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم لا كما يقول الكفار عنهم إنهم متغلبون طالب ملك ودنيا ولهذا لما رآهم نصار الشام وشاهدوا هديهم وسيرتهم وعدلهم وعلمهم ورحمتهم وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة قالوا من الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء وكان هؤلاء النصار أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم والرافضة تسفهم بدد ما وصفهم الله به في هذه الآية وغيرها ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فصل في غزوة خيبر قال موسى بن عقبة ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها عشرين ليلة أو قريبا منها ثم خرج غازيا إلى خيبر وكان الله عز وجل أعده إياها وهو بالحديبية وقال مالك كان فتح خيبر في السنة السادسة والجمهور على أنها في السابعة وقطع أبو محمد بن حزم بأنها كانت في السادسة بلا شك ولعل الخلاف مبني على أول التاريخ هل هو شهر ربيع الأول شهر مقدمه المدينة أو من المحرم في أول السنة وللناس في هذا طريقان فالجمهور على أن التاريخ وقع من المحرم وأبو محمد بن حزم يرى أنه من شهر ربيع الأول حين قدم وكان أول من أرخ بالهجرة يعلى ابن أمية باليمن كما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ست عشرة من الهجرة وقال ابن إسحاق حدثني الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنهما حدثاه جميعا قال إن صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة فأعطاه الله عز وجل فيها خيبر وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع واد بين خيبر وغطفان فتخوف أن تمدهم غطفان فبات به حتى أصبح فغدا إليهم انتهى واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة وقدم أبو هريرة حينئذ المدينة فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح فسمعه يقرأ في الركعة الأولى كاثها يا عين صاد وفي الثانية ويل للمطففين فقال في نفسه ويل لأبي فلان له مكيالان إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كال بالناقص فلما فرغ من صلاته أتى سباعا فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمانهم وقال سلمة بن الأكوع خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت محتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكيلة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قالوا عامر فقال رحمه الله فقال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لولا أمتعنا به قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله تعالى فتح عليهم فلما أمسوا أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على لحم حمر إنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها فقال أو ذاك فلما تساف القوم خرج مرحب يخطر بسيفه وهو يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب فنزل إليه عامر وهو يقول قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر فذهب عامر يسفر له وكان سيف عامر فيه قسر فرجع عليه ذباب سيفه فأصاب عين ركبته فمات منه فقال سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم زعموا أن عامرا حدط عمله فقال كذب من قاله إن له أجرين وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله فصل ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر صلى به الصبح وركب المسلمون فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون بل خرجوا لأرضهم فلما رأوا الجيش قالوا محمد والله محمد والخميس ثم رجعوا هاربين إلى حصونهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ولما دن النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف عليها قال قفوا فوقف الجيش فقال اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأراضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها أقدم بسم الله ولما كانت ليلة الدخول قال لأعطي أن هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوا أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقالوا يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأي يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر نعم فخرج مرحب وهو يقول أنا الذي سمتني أمي مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب فبرز إليه علي وهو يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليف غابات كريه المنظرة أو فيهم بالصاع أو فيهم بالصاع كيل السندرة فضرب مرحبا ففلق خامته وكان الفتح ولما ذنى علي رضي الله عنه من حصومهم اطلع يهودي من رأس الحصن فقال من أنت فقال أنا علي بن أبي طالب فقال اليهودي علوتم وما أنزل على موسى هكذا في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قتل مرحبا وقال موسى بن عقبة عن الزهري وعاب الأسود عن عروة ويونس ابن بكير عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن سهل أحد بني حارثة عن جابر بن عبد الله أن محمد بن مسلمة هو الذي قتله قال جابر في حديثه خرج مرحب اليهودي من حسن خيبر قد جمع سلاحه وهو يرتجز ويقول من يبارز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهذا فقال محمد بن مسلمة أنا له يا رسول الله أنا والله الموتور الثائر قتلوا أخي بالأمس يعني محمود بن مسلمة وكان قتل بخيبر فقال قم إليه اللهم أعنه عليه فلما دنى أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة فجعل كل واحد منهما يلوذ بها من صاحبه كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منها حتى برز كل واحد منهما لصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم ثم حمل على محمد فضربه فاتقاه بالدرقة فوقع سيفه فيها فعضت به فأمسكته وضربه محمد بن مسلمة فقتله وكذلك قال سلمة بن سلامة ومجمع بن الحارث إن محمد بن مسلمة قتل مرحبا قال الواقدي وقيل إن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما فقال مرحب أجهز علي يا محمد فقال محمد ذق الموت كما ذاقه أخي محمود وجاوزه ومر به علي رضي الله عنه فضرب عمقه وأخذ سلبه فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلبه فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله ما قطعت رجليه ثم تركته إلا ليذوق الموت وكنت قادرا أن أجهز عليه فقال علي رضي الله عنه صدقا ضربت عمقه بعد أن قطع رجليه فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة سيفه ورمحه ومغفره وبيضته وكان عند آل محمد بن مسلمة سيفه فيه كتاب لا يدرى ما فيه حتى قرأه يهودي فإذا فيه هذا سيف مرحب من يذقه يعطب ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر فضرز إليه الزبير فقالت صفية أمه يا رسول الله يقتل ابني قال بل ابنك يقتله إن شاء الله فقتله الزبير قال موسى من عقبة ثم دخل اليهود حسنا له المنيع يقال له القنوص فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من عشرين ليلة وكانت أرضا وخمة شديث الحر فجهد المسلمون جهدا شديدا فذبحوا الحمر فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر كان في غنم لسيده فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم ما تريدون قالوا نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي فوقع في نفسه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل بغنمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تقول وما تدعو إليه قال أدعو إلى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن لا تعبد إلا الله قال العبد فما لي إن شهدت وآمنت بالله عز وجل قال لك الجنة إن ميت على ذلك فأسلم ثم قال يا نبي الله إن هذه الغنم عندي أمانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها من عندك وارمها بالحصباء فإن الله سيؤدي عنك أمانتك ففعل فرجعت الغنم إلى سيدها فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم وحضهم على الجهاد فلما التقى المسلمون واليهود قتل في من قتل العبد الأسود فاحتمله المسلمون إلى معسكرهم فأدخل في الفستاط فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع في الفستاط ثم أقبل على أصحابه وقال لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير ولقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين ولم يصل لله سجدة قط قال حماد بن سلم عن ثابت عن أنس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني رجل أسود اللون قبيح الوجه منتن الريح لا مال لي فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة قال نعم فتقدم فقاتل حتى قتل فأتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول فقال لقد أحسن الله وجهك وطي بريحك وكثر مالك ثم قال لقد رأيت زوجتيه من الحور العين ينزعان جبته عنه يدخلان فيما بين جلده وجبته انتهى الشريط الخامس والثلاثون من كتاب زهد المعاد وله بقية على الشريط السادس والثلاثين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط السادس والثلاثون من كتاب زهد المعاد في هدو خير العباد يسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءة في موضوع غزوة خيبر وقال شداد بن يفاد جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وتبعه فقال أهاجر معك فعوصى به بعض أصحابه فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسمه وقسم للأعرابي فأعطى أصحابه ما قسمه له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال من هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرميه هنا وأشار إلى حلقه نسح فأموت فأدخل الجنة فقال إن تصدق إن تصدق الله يصدق ثم نهض إلى قتال العدو فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول فقال أهو هو؟ قالوا معا قال صدق الله فصدقه فكثنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه وكان من دعائه له اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك أتن شهيدا وأنا عليه شهيد قال الماقبي وتحولت اليهود إلى قلعة الزبير حسن منيع في رأس طلة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام فجاء رجل من اليهود يقال له عزال فقال يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهرا ما بالو إن لهم شرابا وعونيا تحت الأرض يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك فإن قطعت مشرب عليهم أصحروا لك فسعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مائهم فقطعه عليهم فلما قطع عليهم خرجوا فقاتلوا أشد القتال وقتل من المسلمين نفر وأصيب نحو العشرة من اليهود وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلال حسن ابن أبو الحقيق فتحسن أهله أشد التحسن وجاءهم كل فن كان هزم من النطاة والشق فإن خيبر كان جانبين الأول الشق والنطاة وهو الذي افتتحه أولا والذانب الثاني الكتيبة والوطيح والسلال فجعلوا لا يخرجون من حسنهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم من جميق فلما أنقموا الهلكة وقد حسرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر يوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلح وأسلم أبو الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنزلوا فأكلمك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فنزل ابن أبو الحقيق فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق بناء من في خصومهم من المقاتلة وترك الذرية لهم ويخرجون من خيبر وأرضها بذر عليهم ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة إلا ثوبا على بغر إنسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم ذنة الله وذنة رسوله إن كتمتنون شيئا فصالحوه على ذلك قال حمد بن سلم أنبأنا عبيد الله بن عمر أن ننفع أعلى بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى أن جاءهم إلى قصرهم فغلب على الزرع والنخل والأرض فصالحوه على أن ينجلوها ولهم ما حمل أحملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء واشترط عليهم أن لا يكتم ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا نسكا فيه مال وخلي لخلي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجلوية النظير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمل خلي بن أخطب ما فعل مسك خلي الذي جاء به من النظير فقال ألهبته النفقات والحروب فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زبير فمسه بأناب وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال قد رأيت خلي ينطوف في خربة ها هنا فذهبوا فطافوا فوجد المسك في الخربة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبو الحقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب وسبع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكس الذي نكثوا وأراد أن يجليهم بيها فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نسلكها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأصحابه علمان يقومون عليها وكانوا لا يفرغون يقومون عليها فيعطاهم خيبر على أن لهم شطر من كل زرع وكل ثمر ما بدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم وكان عبد الله من رواحة يخرصه عليهم كما تقدم ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلح إلا ابن أبو الحقيق للنكس الذي نكثوا فإنهم شرطوا أن يغيبوا أو كتموا فقد برئت منهم جمة الله وجمة رسوله فغيبوا فقال لهم أين المال الذي خرجتم به من النبي حين أجليناكم فقالوا ذهب فحلفوا على ذلك فاعترفوا عن كنانه عليهما بالمال حين دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير يعذبه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانة إلى محمد بن مسلمة فقتله ويقال إن كنانة هو كان قتل أخاه محمود بن مسلمة وسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية من تحويه بن أخطب وابنة عمتها وكانت صفية تحت كنانة بن أبو الحقيق وكانت عروسا حديثة أهد بالدخل فأمر بلالا أن يدهى بها إلى رحله فمر بها بلال وسط القتلى فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنهبت الرحمة منك يا بلال وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فاصطفاها لنفسه واعتقها وجعل عتقها صداقها وبنى بها في الطريق وأولم عليها ورأى بوجهها خضرة فقال ما هو لا فقالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه فسقط في حجري ولا والله لا أذكر من شأنك شيئا فقص الصهر على زوجي ثلطا وجهي وقال تمنينا تمنينا هذا الملك الذي من مدينة وشك الصحابة هل اتخذها سرية أو زوجة فقال ذو إن حجبها ثل إحدى نسائه وإلا فهي منا ملكة يمينه فلما ركب جعل ثوبه الذي ارتدى به على ضغرها ووجهها ثم شد طرفه تحته فتأخروا عنه في المسير وعلموا أنها إحدى نسائه ولما قدم ليحملها على الرحل أجلته أن تبع قدمها على فخه فوضعت ركبتها على فخه ثم ركبت ولما بنى بها لات أبو أيوب ليلته قائما قريبا من كبته آخلا بقائم السيف حتى أصبح فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو أيوب حين رأاه قد خرج فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا أيوب فقال له ألقت ليلتي هذه يا رسول الله لما دخلت بهذه المرأة ذكرت أنك قتلت أباها وأخاها وزوجها وعامة عشرتها فخفت أن تغتالك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له معروفا فصمم وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على ستة وثلاثين سفنة جمع كل سفن مئة سفن فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سفن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وهو ألف وثمانمائة سفن لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفن كسفن أحد المسلمين وعزن النصف الآخر وهو ألف وثمانمائة سفن لنوائله وما ينزل به من أمور المسلمين قال البيهقي وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوه وشطرها صلحا فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانين وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه من أمير المسلمين قلت وهذا بناء منه على أصل الشافعية رحمه الله أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة كما تقسم سائر المغانين فلما لم يجده قسم النصف من خيبر قال إنه فتح صلحا ومن تأمل السير والمغازي حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فتحت عنوة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة ولو فتح شيئا منها صلحا لن يجبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فإنهم لما عزموا على إخراجهم منها قالوا نحن أعلم بالأرض منكم دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منها وهذا صريح ضد في أنها إنما فتحت عنوة وقد حصل بين اليهود والمسلمين به من الحراب والمبارزة والقتل من الفريقين وهو معلوم ولكن لما أنذروا إلى حسنهم نزلوا على الصلح الذي بذلوه أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة والسلاح ولهم رقابهم وذريتهم ويجبوا من الأرض فهذا كان الصلح ولم يقع بينهم صلحا أن شيئا من أرض خيبر لليهود ولا جرى ذلك البته ولو كان كذلك لم يقل نقر لكم ما شئنا فكيف يقرهم في أرضهم ما شاء ولما كان عمر أدلاهم كلهم من الأرض ولن يصالحهم أيضا على أن الأرض للمسلمين وعليها خراج يؤخذ منهم هذا لن يقع فإنه لن يقرب على خيبر خراجا يبته فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنه والإمام مخير في أرض العنو بين قسمها ووقفها أو قسم بعضها ووقف البعض وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنماع الثلاثة فقسم قريبثا والنظير ولم يقسم مكة وقسم شطر خيبر وترك شطرها وقد تقدم تقرير كون مكة فتحت عنه بما ما منفعله وإنما قسمت على ألف وثمانمائة سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديدية ومن شهد منهم ومن غاب كانوا ألفا وأربعمائة وكان معهم مئة فارس لكل فرس سهمان فقسمت على ألف وثمانمائة سهم ولن يغب عن خيبر من أهل الحديدية إلا جاب ربما عبد الله فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حبرها وقسم للفارس ثلاثة أشهر وللراجل سهمان وكانوا ألفا وأربعمائة وفيهم مئة فارس هذا هو الصحيح الذي لا رئب فيه وروا عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه أعطى الفارس سهمين والراجل سهمان قال الشافعي رحمه الله كأنه سمع نافع أن يقول للفارس سهمين وللراجل سهمان فقال للفارس وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدم عبد الله بن عمر على أخيه في الحفظ وقد أنبعنا الثقة من أصحابنا عن إسحاق الأزرق فلوا سطين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفارس بسهمين وللفارس بسهم ثم روى من حديث أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمين بفرسه وهو في الصحيحين وكذلك رواه الثوري وأبو أسامة عن عبيد الله قال الشافعي رحمه الله وروا مجمع بن جارية أن نبي صلى الله عليه وسلم قسم سهام خيبر على ثمينية عشر سهمة وكان الجيش ألفا وخمسمائة منهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين والراجل سهمة قال الشافعي رحمه الله ومجمع بن عطوب يعني راوية هذا الحديث عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن زيد عن أمه مجمع بن جارية شيخ ما يعرف فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ولم نرى له مثله خبرا معارضه ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله قال البذعقي والذي رواه مجمع بن عقوب بإسناده في عاب الجيش معارض الفرسان قد خلف فيه ففي رواية زادر وأهل المغازي أنهم كانوا ألفا وأربعمائة وهم أهل خدينية وفي رواية عباس وصالح ابن كيسان وبشير ابن يسار وأهل المغازي أن الخيل كانت مئتي فرس وكان من فرس سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم وقال أبو داود حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه ويرى الوهم في حديث مجمع أنه طال ثلاثمائة فارس وإنما كان مئتي فارس وقد روا أبو داود أيضا من حديث أبي عمره عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنى فرس فأعطى كل إنسان منا سهمى وأعطى الفرس سهمين وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن ابن عبد الله من هتبة عبد الله من مسعود وهو المسعود وفيه بعث وقد روي الحديث عنه على وجه آخر فقال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر معنى فرس فكام الفارس ثلاثة أسهم ذكره أبو داود أيضا فسنا وفي هذه الغزوة قدم عليه صلى الله عليه وسلم ابن معنى جعفر بن أبي طالب وأصحابه ومعه الأشاريون عبد الله بن قيس اب أبو نيسى وأصحابه وكان في من قبل معهم أسماء بنت عميس قال أبو نيسى بلغنا نخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا المهاجرين أنا وأخواني له أنا أصغر هنا أحدهما أبو رهم والآخر أبو بردة في بدع وخمسين رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه وعنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وعمرنا بالإقامة فأقلنا معنا فأقلنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم وكان ناس يقولون لنا سبقناكم بالهجرة قال ودخلت أسماء بنت عميس على حفصه فدخل عليها عمر فقال من هوذه قالت أسماء فقال عمر سبقناكم بالهجرة نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فراضبت وقالت يا عمر كلا والله لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعذ جاهلكم وكنا في أرض البعباء البعباء وذلك في الله وفي رسوله وعلم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا مؤذى ونخاف وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أكذب ولا أزيد ولا أزيد على ذلك فلما ذأ النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا إن عمر قال كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت له قالت قلت له كذا وكذا فقال ليس بأحق بي منكم ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان وكان أبو ميسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء ورسالة يسألونه عن هذا الحديث ما من الدين شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقدم جنهته وقال والله ما أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر وأن معروي في هذه القصة أن جعفر لما نبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجلا يعني مشى على رجل موحدة إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله أشباه الدباب الرقاصون أصلا لهم في الرقص فقال المذهقي وقد رواه من طريق الثوري عن أن الزبير عن جابر وفي إسنابه إلى الثوري من لا يعرف قلت ولو صح لن يكن في هذا خده على جواز التشبه بالدباب والتكسر والتخمس في المشي من ياسي بهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لعله كان من عاية الحبشة تعظيم لكبرائها كبر من جوكي عند الترك ونحو ذلك فجرى جعفر على تلك العادة وفعلها مرة ثم تركها لسنة الإسلام فأين هذا من القفز والتكسر والتسني والتخمس وبالله التنفيق قال موسى من عقبة كانت بني فزارة من من قدم على أهل خيبر ليعينوهم فرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعينوهم وأن يخرجوا عنهم ولكم من خيبر كذا وكذا ثابوا عليه فلما فتح الضباف عليه خيبر أتاه من كان ثم من بني فزارة فقالوا وعدك المني وعدتنا فقال لكم ذر قيبة جبل من جبال خيبر فقالوا إذن نقاتلك فقال موعدكم كنا فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا هاربين وقال الواقدي قال أبو شوين المزني وكان قد أسلم فحسن إسلامه لما نفرنا إلى أهلنا مع عيونة بن حصن رجع بنا عيونة فلما كان دون خيبر أرسنا من الليل ففزعنا فقال عيونة أبشروا إني أرى الليلة في النوم أنني أعطيت ذر قيبة جبلا بخيبر قد والله أخلت برقبة محمد فلما قدم خيبر قدم عيونة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر فقال يا محمد أعطني ما رميت من خلفائي فإني انصرفت عنك وقد فرغني لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت ولكن الصياح الذي سمعت نفرك إلى أهلك فقال أجزني يا محمد قال لك ذر قيبة قال وما ذر قيبة قال الجبل الذي رأيت في النوم أنك أخذته فانصرف عيونة فلما رجع إلى أهله جاءه الحارس من عوث فقال ألم أقول لك إنك توضع في غير شيء والله لا ينهرن محمد على ما بين المشرق والمغرب يهود كانوا يخبروننا بهذا أشهد لسمعت أبا رافع سلاما من الفقيق يقولوا إنا نحسد محمدا على النبوة حيث خرجت من بني هاروم وهو نبي مرسل ويهود لا تطاوع على هذا ولنا منهم ذبحان واحد ليثرب وآخر بخيبر قال الحارث قلت لسلام يملك الأرض ذميعا قال نعم والتوراة التي أنزلت على ميسى وما أحب أن تعلم يهود بقول فيه فصل وفي هذه الغزاة سم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب من تلحارث اليهودية امرأة ثلان ابن مشكم شاة مشوية قد سمتها وسألت أي اللحم أحب إليه فقال الزراع فأكثرت من السم في الزراع فلما انتهش من زراعها أخبره الزراع بأنه نسمون فلفظ الأكلة ثم قال اجمعوا لي من هذنا من اليهود فجمعوا له فقال لهم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقين فيه قالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم قالوا أبوها فلان قال كذبتم أبوكم فلان قالوا صدقت وبررت قال هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم يا أبو القاسم وإن كندمعك أعرفتك لبنا كما أعرفته في أبينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها فوالله لا نخلفكم فيها أمدا ثم قال هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم قال أجعلتم في هذه الشات سنة قالوا نعم قال فما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كالبا نستريخ منك وإن كنت مبيا لن نذرك وجاء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أردت قتلك فقال ما كان الله ليسلطك علي قالوا ألا نقتلها قال لا ولم نتعرب لها ولم نعاقبها واحتجم على الكاهل وأمر من أكل منهم فاحتجم سمعت بعضهم واختله في قتل المرأة فقال الزهري أسلمت فتركها ذكره عبد الرزاق قال معمر عنه ثم قال معمر والناس تقول قتله النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود حدثنا وهب من بقية قال حدثنا خالد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية لخيبر شاة مصرية ونكر القصة وقال فمات بشر بن براء ابن معرور فأرسل إلى اليهودية ما حملك على النبي صنعتي قال جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت كنت كلاهما مرسل ورواه حميد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة متصلة أنه قتلها لما مات بشر بن براء وقد وفق بين الروايتين بأنه لم يقتلها أولا فلما مات بشر قتلها وقد اختلف هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أو لن نأكل وأكثر الروايات أنه أكل منها وبقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر فهذا أوان قطاع الأبهر مني قال الزهري فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا قال موسى بن عقبه وغيره وكان بين قريش حين سمه بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر تراه العظيم وتباوع فمنهم من يقول ينهر محمد وأصحابه ومنهم من يقول ينهر الحليفان ويهود خيبر وكان الحجاج ابن العلاط السلمي قد أسلم وشهد فتح خيبر وكانت تحته المشيدة أخذ بن عبدالدار من قسي وكان الحجاج مكثرا من المال كانت له إبعاد لأرض بن سلين فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال الحجاج المعلاط إنني ذهبا عن رأتي وإن تعلم هي وأهلها بإسلام فلا نالي فأذن لي فلأسرع السيرة وأسبق الخبر ولا أخبرني أخبارا إلا قدمت أبرأ بها عن مالي ونفسي فأجل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم مكة قال الامرأة أخفي علي واذمعي ما كان لي عندك من مال فإني أريد أن أشتري من ظنائم من ظنائم محمد وأصحابه فإنهم قد استليخوا ووصيبت أموالهم وإن محمدا قد أسر وتفرط عنه أصحابه وإن اليهود قد أقسلوا لتبعثن به إلى مكة ثم لتقتلنه بقتلاهم بالنبيلة وفشى ذلك بمكة واشتد على المسلمين وبلغ منهم وأظهر المشركون الفرح والسرور فبلغ العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجلة الناس وجلبتهم وإظهارهم السرور فأراد أن يطوم ويخرج فانخزن بهره فلم يقدر على القيام فدع ابن الله يقال له قسن وكان يشبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل العباس يرتجز ويرفع صوته لأما يشبت به أعداء الله حب قسن حب قسن شبيه ذل أنف الأشن نبي رب ذنعم برغم أنف من رغم وحشر إلى باب داره إيجال كثيرون من المسلمين والمشركين منهم المظهر للفرح والسرور ومنهم الشانت المغري ومنهم من به مثل الموت من الحزن والبلاء فلما سمع المسلمين رجز العباس وتجلده طابت نفوسهم وظن المشركون أنه قد أتاه مالا يأتهم ثم أرسل العباس غلاما له إلى الحجاج وقال له خل به وقل له ويلك ما جئت به وما تقول فوالذي وعد الله خير مما جئت به فلما كلمه الغلام قال له اقرأ على أب الفضل السلام وقل له فليخلبي في بعض بيوته حتى آتيه فإن الخبر على ما يسره فلما بلغ العبد باب الدار قال أبشر يا أب الفضل فوثب العباس فرحا كأنه لم يسبه بلاء قط حتى جاءه وقبل ما بين علمي فأخبره بقول الحجاج فأعتقه ثم قال أخبرني قال يقول لك الحجاج اخل به في بعض بيوتك حتى يأتيك ذهرا فلما جاءه الحجاج وخلا به أخذ عليه لتكتمن خبري فوافقه عباس على ذلك فقال له الحجاج جئت وقد افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وغلم أموالهم وجرت فيها سهام الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى صفية من تخوي لنفسه وأعرص بها ولكن جئت لمالي أردت أن أجمعه وأذهب به وإني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول فائم لي أن أقول ما شئت فأخفي علي ثلاثة ثم اذكر ما شئت قال فجمعت له امرأته متاعه ثم شمر راجعا فلما كان بعد الثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل ذويبك قالت لهب وقالت لا يحزنك الله يا بالفضل لقد شط علينا النبي بلغك فقال أذن لا يحزن الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحب فتحلاه على رسوله خيبر وجرت فيه سهام الله مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية نفسه فإن كان لك في زوجك حاجه فالحقي به قالت أظنك والله صادقا قال فإني والله صادق والأمر على ما أقول لك قالت فمن أخبرك بهذا قال الذي أخبرك بما أخبرك ثم لهب حتى أتى مجالس قريش فلما رأوه قالوا هذا والله التجلد يا بالفضل ولا يصيبك إلا خير قال أذن لن يصبني إلا خير والحمد لله أخبرني الحجاج بكذا وكذا وقد سألني أن أكتم عليه ثلاثا لحاجة فرد الله ما كان للمسلمين من كآبة مجزع على المشركين وخرج المسلمون من موابعهم حتى أدخلوا على العباس فأخبرهم الخبر فأشرقت وجوه المسلمين فصل فيما كان في غزبة خيبر من الأحكام ثقية فمنها محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من الحديد في ذو الحجة فمكث بها أياما ثم سار إلى خيبر في المحرم كذلك قال الزهري عن عروة عن مروان والمسور ابن مخرمة وكذلك الطار الواقبي خرج في أول سنة سبع من الهجرة ولكن في الاستغذال بذلك نبر فإن خروده كان في أواخر المحرم لا في أوله وفتهر إنما كان في سفر وأطوى من هذا الاستغذال بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند الشجرة بيعة الردوان على القتال وأن لا يفروا وكانت في ذلقعدة ولكن لا دليل في ذلك لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغهم أنه قد قتلوا أسنان وهم مريدون قتاله فحينئذ بايع الصحابة ولا خلافة في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء فالجمهور جوزوه وقالوا تحرين القتال فيه من سوء وهو مذهب لعيمة الأربعة رحمه من الله وذهب عطاء مغيره إلى أنه ثابت غير منسوخ وكان عطاء محلس بالله ما يحل القتال في الشهر الحرام ولا نسخ تحريمه شيء وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف فإنه خرج إليها في أوافع شوال فحاصرهم بضع وعشرين ليلة فبعدها كان فيه القعدة فإنه فتح مكة لعشر بقين من رمضان وأقام بها بعد الفتح تسع عشرة يقصر الصلاة فخرج إلى هوازم وقد بقي من شوال عشرون يوما ففتح الله عليه هوازم وقسم غنائمها ثم ذهر منها إلى الطائف فحاصرها بضع وعشرين ليلة وهذا يقتوري أن بعضها في القعدة بلا شك وقد طول إنما حصرهم بضع عشرة ليلة قال ابن حزم وهو الصحيخ بلا شك وهذا عجيب منه فمن أين له هذا التصحيح والجزم به وفي الصحيحين عن أنس بن مالك في قصة الطائف قال فحاصرناهم أربعين عوما فاستعصوا وتمنعوا وذكر الحديث فهذا الحصار وقع في القعدة بلا ريب ومع هذا ثلاث دليل في القصة لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازم وهم بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال ولما انهزموا دخل من كفر وهو مالك المعوف النبري ما ثقيف في حسن الطائف مخاربين قد حربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان غزوه من تمام الغزوة التي شرع فيها والله أعلم وقال الله تعالى في سورة المائدة وهي من آخر القرآن مزولا وليس فيها منسوخ يا أيه المدين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد وقال في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير مصد عن سبيل الله فهتان آيتان مدنيتان بينهما في النذور نحو ثمانية أعوام وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله من يسخ لحكمهنا ولا أجمعت الأمة على نسخه ومن استذل على نسخه بقوله تعالى وقاتل المشركين كافة ونحوها من العمينات فقد استذل على النسخ بما لا يدل عليه ومن استذل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامل في سرية إلى أوتاس في ذلقادة فقد استذل بغير دليل لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيه المشركون بالقتال ولم يكن اتباء منهم يتتالهم في الشهر الحرام فصلا ومنها قسمة غناء من الفارس ثلاثة أسهل وللراجل سهل وقد تقدم تقريره ومنها أنه يجوز لأحاد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه كما أخذ عبد الله بن مغفل جرام الشحن الذي يدل ويوم خيبر واختص به بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أنه إذا لحق مدد من الجيش لا يتقدر الحرب فلا سهم له إلا بإذن الجيش ورضاهم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في أهل السفينة حين قدم عليه بخيبر جعفر وأصحابه أن يسهم لهم فأسهم لهم فصل ومنها تحريم لخور من حمر الإنسية صح عنه تحريمها يوم خيبر وصح عنه تعليم التحريم بأنه أدس وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة إنما حرمها لأنها كانت ظهر القوم وحملتهم فلما قيل له فل الظهر وأتلت الحمر حرمها وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها لن تخمس وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها كانت حول القرية وكانت تأكل معذرة وكل هذا في الصحيح لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها رجز مقدم على هذا كله لأنه من ظن الراوي وقوله بخلاف التعليم بكونها رجزا ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمى مسفوحا أو لحم خزير فإنه رجز أو فسقا هل لغير الله به فإنه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة والتحريم كان يتجدد شيئا فشيئا فتحريم الحمر بعد ذلك تحريم مبتدأ لما سكت عنه النص لا أنه رافع من أباحة القرآن ولا مخصص لأمومه فضلا عن أن يكون ناسخا والله أعلم فصن ولم تحرم المتعة يوم خيبر وإنما كان تحريمها عام الفتح هذا هو السواب وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر واحتجوا من في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وفي الصحيحين أيضا أن علي رضي الله عنه سمع ابن عباس يليم في متعة النساء فقال نهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية وفي لفظ البخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ولما رأى هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا خرمت ثم أبيحت ثم خرمت قال الشافعي لا أعلم شيئا خرم ثم أبيح ثم خرم إلا المتعة قالوا مسخت مرتين وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا لم تحرم إلا عام الفتح وقبل ذلك كانت مباحة قالوا وإنما جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمها وتحريم الخمر الأهلية لأن ابن عباس كان يديخهما فرواه له علي تحريمهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه وكان تحريم الخمر يوم خيبر بلا شك وقد ذكر يوم خيبر ضرفا لتحريم الخمر وأطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم مخوم الخمر الأهلية يوم خيبر وحرم متعة النساء وفي لفظ حرم متعة النساء وحرم مخوم الخمر الأهلية يوم خيبر هكذا رواه سفيان من هلينة مفسلا مميزا فظن بعد الرواه أن يوم خيبر زمن للتحريمين فقيدهما به ثم جاء بعضهم فاقتصر على أحد المحرمين وهو تحريم الخمر وقيده بالظرف فمن ها هنا نشأ الوهم وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوليات ولا استأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقله أحد قط في ذلك الغذوة ولا كان المتعة فيها ذكر ألبتة لا فعلا ولا تحريم بخلاف غذات الفتح فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريم مشهورة وهذه الطريقة أصح الطريقتين وفيها طريقة ثالثة وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريما عاما ألبتة بل حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها عند الحاجة إليها وهذه كانت طريقة ابن عباس حتى كان يفتي بها ويقول فيك الميتة والدم ولحم الخنزير رباح عند الضرورة وخشية العنت فلم يفهم عنه أكثر من ياس ذلك وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة وشببه في ذلك بالأشعار فلما راب عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم فصل ومنه جواز المساقات والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرى كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك واستمر ذلك إلى حين وفاته ولم ينسخ ألبته واستمر عامل خلفائه الرشيد عليه وليس هذا من باب المؤادرة في شيء بل من باب المشاركة وهو نذير المداربة سواء فمن أباح المداربة وحرم ذلك فقد فرق بين متى معثلين فصل ومنه أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم ولم يدفع إليهم البذر ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعة فدل على أن يهديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض وأنه يجب أن يكون من العامل وهذا كان هدي خلفائه الراشدين من بعده وكما أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس فإن الأرض بمنزلة رأس المال في القراض والبذر يجري مجرى سقل ماء ولهذا يموت في الأرض ولا يرجع إلى صاحبه ولو كان بمنزلة رأس مال المباربة لاشترط عوده إلى صاحبه وهذا يفسد المزارعة فألم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في ذلك والله أعلم ومنها خرص الثمار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك وأن القسمة ليست بيئة ومنها اكتفاء بخارس واحد وقاسم واحد ومنها جواز عقد المهدنة حقدا جائزا للإيمان فسقه متى شاء ومنها جواز تعالية عقد السلح والأمان بالشرط كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يغيبوا ولا يكتنوا ومنها جواز تقنير أرباب التهم بالغطوبة وأن ذلك من الشريعة العادلة لا من السياسة الظالمة ومنها الأخذ في الأحكام بالقرائم والأمارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة المال كثير والعهد قريب فسدل بهذا على كذبه في قوله أن هدته الحروب والنفقة ومنها أن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لن يلتفت إلى قوله ونزل منزلة الخائن ومنها أن أهل الذنة إذا خالفوا شيئا مما شرق عليهم لن يبقلهم ذنة وحل الدماؤهم وأموالهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهؤلاء الهؤلاء وشرق عليهم أن لا يغيبوا ولا يكتوموا فيفعلوا حل الدماؤهم وأموالهم فلما لن يفعلوا بالشرق استباح دماؤهم وأموالهم وبهذا اقتدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشروط التي اشتركها على أهل الذنة فشرق عليهم أنهم متى خالفوا شيئا منها فقد حل له منهم ما يحل من أهل الشطاب والعداوة ومنها جواز نسخ الأمر قبل فعله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكسر القدور ثم نسخه عنهم بالأمر بغسلها ومنها أن من لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاه ولا جلده ولا لحمه وأن ذبيحته لمنزلة موته وأن الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم ومنها أن من أخذ من الغيومة شيئا قبل قسمتها لمن لك وإن كان دون حقه وأنه إنما يملكه بالقسمة ولهذا قال في صاحب الشملة التي ظلها إنه تشتعل عليه نارا وقال لصاحب الشراك الذي ظله شراك من نار ومنها أن الإيمان مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها وقسم بعضها وترك بعضها الذي الثاني يبدأ حالا ومنها جواز التفاؤم بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه كما قال أن تثائل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساح والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر فإن ذلك فأل في خرابها ومنها جواز إجلاء أهل الظنة من دار الإسلام إذا استغنوا عنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم ما أقركم الله وقال لكبيرهم كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما وأجداهم عمر بعد موته صلى الله عليه وسلم وهذا نذهب محمد بن جريب الطبر وهو قول قوي يسوذ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة ولا يقال أهل خيبر لم تكن لهم ذنة بل كانوا أهل هدنة فهذا كلام لا حاصب تحته فإنهم كانوا أهل ذنة قد أمنوا بها على دمائهم وأموابهم أمانا مستمرا نعم لم تكن الفزية قد شرعت ونزل فرضها وكانوا أهل ذنة بغير فزية فلما نزل فرض الفزية استؤنف ضربها على من يعقد له الذنة من أهل الكتاب والمجوس فلم يكن عدم أخذ الفزية منهم لكونهم ليسوا أهل ذنة بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد وأما كون العقد غير مؤبد فذاكى لمدة إطرارهم في أرض خيبر لا لمدة حقم دمائهم ثم يستبيهها الإمام متى شاء فلهذا قال نطركم ما أقركم الله أو ما شئنا ولم يقل نحكم بما أكم ما شئنا وهكذا كان عقد الذنة لقريبة والنظير عقدا مشريطا بأن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ومتى فعلوا فلا ذنة لهم وكانوا أهل ذنة بغيره إذ لم يكن نزل فرضها إذاك واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي نسائهم وبراريهم وجعل نقض العهد ساريا في حق النساء والذرية وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب وهذا موجب هديه صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة بعد الجزية أيضا أن يسري نقض العهد في ذريتهم ونسائهم ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعه أن إذا كان الناقض واحدا من طائفة لن يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده كما أن من أهبر النبي صلى الله عليه وسلم بناءهم من ممكان سبه لن يسب نساءهم ودريتهم فهذا هديه في هذا وهو الذي لا محيل عنه وبالله التوفيق ومنها جواز عطق الرجل أمته وجعل عطقها صداقا لها ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي غيره ولا لفظ إنكاح ولا تزويج كما فعل صلى الله عليه وسلم بصفية ولم يقل قط هذا خاص بي ولا أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته به ولم يقل أحد من الصحابة إن هذا لا يصدخ لغوره بل رواه القصة ونقلوها إلى الأمة ولم ينعوهم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به في ذلك والله سبحانه لما خصه في النكاح بالموهوبة قال خالصة لك من دون المؤمنين فلو كانت هذه خالصة له من دون أمته لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع أمائهم بخلاف المرأة التي انتهد مفسها للرجل لندرته وقلته أو مثله في الحادث إلى البيان ولسيما والأصل مشاركة الأمة له واقتداؤها به فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا وجوه مع قيام مقتد الزواز وهذا شبه المحال ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك فيجب المصير إلى إجماعهم وبالله التنفيذ والقياس الصحيح يقتد الزواز ذلك فإنه يملك رقبتها منفعة وطئها وخدمتها فله أن يسكت حقه من ملك الرقبة ويستبقى ملك المنفعة أو نوع منه كما لو أعتق عبده وشرط عليه أن يخدمه ما يعاش فإذا أخرج المالك رقبة ملكه واسسنا نوعا من منفعته لن يمع من ذلك في عقد البيع فكيف يمع منه من في عقد المكاح ولما كانت المنفعة البدع لا تستباح إلا بعقد مكاح أو ملك يمين وكان إعتاقها يذول ملك الهمين عنها كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة وسيدها كان يلي مكاحها وميعها من منشاء لغير رباها فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منها ولما كان من ضرورته عقد المكاح ملك لأنه بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا به فهذا محب القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة والله أعلم ونهى جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه كما تذب الحجاج بن عباط على المسلمين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقة المسلمين من ذلك الكذب وأما ما نال من مكة من المسلمين من الأذى والحزن فنفسية يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب ولسيما تكمل الفرح والسرور وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر السادق بعد هذا الكذب فكان الكذب سيبا في حصول هذه المصلحة الراجحة ونظير هذا الإيمان والحاكم يؤذن الخصن خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق كما أوهم سليمان بن داود في إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة علم الأم ومنها جواز بناء الرجل بمرأته في السفر وركوبها معه على دابة بين الجيش ومنها أن من قتل غيره بسن يقتل مثله قتل به قصاصا كما قتلت اليهودية ببشر بن براء ومنها جواز الأكل من نباح أهل الكتاب وحل طعامهم ومنها قبول هدية الكافر فإن قيل فلعل المرأة قتلت لنقد العهد لحرابها بالسم لا قصاصا قيل لو كان قتلها لنقد العهد لقتلت من حين أقرت أنها صمت الشاه ولم يتوقف قتلها على موت الآكل منها فإن قيل فهما قتلت لنقد العهد قيل هذه حجة من قال إن الإمام خير في نقد العهد كالأسير فإن قيل فأنتم تذيبون قتله حتما كما هو منصوص أحمد وإن نلقاب أبو يعبى ومن تبعه قالوا يخير الإمام فيه قيل إن كانت قصة الشاه قبل الصلح فلا حجة فيها وإن كانت بعد الصلح فقد اختله في نقد العهد بقتل المسلم على قولين فمن لم يرى النقد به فظاهر ومن رأى النقد به فهل يتحتم قتله أو يخير فيه أو يفصل بين بعض الأسباب الناقبة وبعضها فيتحتم قتله بسيب السبب ويخير فيه إذا نقده بحرابه ولحوقه بدار الحرب وإن نقده بسواهما كالقتل والزنى بالمسلمة والتجسس على المسلمين وإطلاع العدو على عوراتهم فالمنصوص تعين القتل وعلى هذا فهذه المرأة لما سمت الشاه صارت لذلك محاربة وكان قتلها مخيرا فيه فلما نات بعض المسلمين من السم قتلت حتما إما قصاصا وإما لنقضي عهد بقتلها المسلم فهذا محتمل والله أعلم واختلف في فتح خيبر هل كانت عنوه أو كان بعضها صلحا وبعضها عنوه فروا أبو داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى خيبر فأسدناها عنوه فذنع السبي وقال من إسحاق سألت ابن شهاب فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال وذكر عبو داود عن ابن شهاب بلغن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال قال ابن عبد البر هذا هو الصحيح في أرض خيبر أنها كانت عنوة كلها مغلوبا عليها بخلاف فدك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم جميع أرضها على الغانمين لها المنجفين عليها بالخيل والركاب وهم أهل الخديدية ولم يختلف العلماء أن أرض خيبر مقسومة وإن مختلفوا هل تقسم الأرض إلى غلمة البلاد أو توقف فقال الكوفيون الإيمان مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر وبين إيقافها كما فعل عمر بسباب العراق وقال الشافعي تقسم الأرض كلها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لأن الأرض غنينة كسائل أموال الكفار وذهب مالك إلى إيقافها اتباعا لغمر لأن الأرض مخصوصة نسائر الغنينة من فعل عمر في جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعده من المسلمين وروا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم نفتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سفمانا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سفمانا وهذا يدل على أن أرض خيبر قسمت كلها سفمانا كما قال من إسحاق وأن من قال إن خيبر كان بعضها صلحة وبعضها عنه فقد وهنا وغلط وإنما دخلت عليهم الشبهة بالحسنين الذين أسلمهما أهلهما في حق دمائهم فلما لم يكن أهل ذلك الحسنين من الرجال والنساء والذرية نظمونين ظن أن ذلك بصلح ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية كضرب من الصلح ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال فكان حكم أرضهما حكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غميمة مقصومة بين أهلها وربما شدها على أن قال إن نصف خيبر صلح ونصفها عنوة بحديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر نصفين نصفا له ونصفا للمسلمين قال أبو رمر ولو صح هذا لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع في ذلك النصف معه لأنها قسمت على 36 سهنة فوقع السهن للنبي صلى الله عليه وسلم وطائفة معه في 18 سهنة ووقع سائر الناس في باقيها وكلهم لمن شهد الحديدية ثم خيبر وليست الحثوم التي أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحا ولو كانت صلحا لملكها لكان أهلها ينلكون أرضهم وسائر أموالهم فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عطبة وغيره أعلى بن شهاب هذا آخر قولي أبي عمر قلت ذكر مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوى وبعضها صلحا والكتيبة أكثرها عنوى وفيها صلح قال مالك والكتيبة أرض خيبر وهو أربعون ألف عطب وقال مالك عن ابن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوى فصل ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى وكان بها جماعة من اليهود وقد انضاف إليهم جماعة من العرب فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمي وهم على غير تعبئة فقتل مدعما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس هميئا له الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشنة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لن تصدها المقاسم لتشتايل عليه نارا فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم ودفع دواءه إلى سعد بن عبادة وراية إلى الحباب بن المندر وراية إلى سهل بن خنيف وراية إلى عباد بن بشر ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقا مدماءهم وحسابهم على الله فبرز رجل منهم فبرز إليه الزبور من العوام فقتله ثم درز آخر فقتله ثم درز آخر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله حتى قتل منهم أحد عشر رجلا كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم فيسلوا بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله فقاتلهم حتى أنسوا وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيب رمح حتى أعطوا ما بإعدوهم وفتحها عنه وغنمه الله أموالهم وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم دواد القرى أربعة أيام وقسل ما أصاب على أصحابه دواد القرى وثرك الأرض والنخل بعيد اليهود وعاملهم عليها فلما بلغ يهود تيماء ما واطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وفدك وواد القرى صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقاموا بأموالهم فلما كان جمن عمر بن خطاب رضي الله عنه أخرج يهود خيبر وفدك ولم يخرج أهل تيماء وواد القرى لأنهما داخلتان في أرض الشام ويرى أننا دون وادي القرى إلى المدينة حجاز وأننا وراء ذلك من الشام وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة فلما كان ببعض الطريق سار ليله حتى إذا كان ببعض الطريق أدركه منكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلدت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الصحابة حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي دلال فقال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله فاقتابوا رواحلهم شيئا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم قال هذا وادي به شيطان فلما جاوزه أمرهم أن ينزلوا وأن يتوبعوا ثم صلى سنة الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم وقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لربها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبو بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يسلي فأبجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نان ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبره بمثل ما أخبر به أبا بكر وقد روي أن هذه القصة كانت في مرجعهم من الحديبية وروي أنها كانت في مرجعهم من غزوة تبوك وقد روى قصة النوم عن صلاة الصبح عمران بن حسين ولن يوقع تندتها ولا ذكر في أي غزوة كانت وكذلك رواها أبو قتابة كلاهما في قصة طويلة محفوظة وروا نالك عن زيد بن أسلم أن ذلك كان بطريق مكة وهذا مرسل وقد روى شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت عبد الله بن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلأنا فقال دلال أنا فذكر القصة لكن قد اضطربت الرواة في هذه القصة فقال عبد الرحمن بن مهبي عن شعبة عن جامع إن الحارس فيها كان بن سعود وقال غنبر عنه إن الحارس كان بلالا واضطربت الرواية في تاريخها فقال المعتمر بن سعيمان عن شعبة عنه إنها كانت في غزوة ثبوت وقال غيره عنه إنها كانت في مرضعهم من الحديدية فدل على وهم وقع فيها ورواية الزهري عن سعيد سالمة من ذلك وبالله التوفيق فصل في فقه هذه القصة فيها أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها وفيها أن السنة الرواتب تقضى كما تقضى الفرائط وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر معها وقضى سنة الظهر وحدها وكان هدف صلى الله عليه وسلم قضاء السنة من الرواتب مع الفرائط وفيها أن الفائتة يؤذن لها ويقام فإن في بعض طرق هذه القصة أنه أمر ملالا فنادى بالصلاة وفي بعضها فأمر ملالا فأذن وأقام نكره أبو داود وفيها قضاء الفائتة جماعة وفيها قضاؤها على الفور لقوله فليصدها إذا ذكرها وإنما أخرها عن مكان معرسهم قريبا لكونه مكانا فيه شيطان فارتحل منه إلى مكانا خير منه وذلك لا يفوت المبادرة إلى القضاء فإنهم في شغل الصلاة وشأنهن وفيها تنبيه على ابتناد الصلاة في أن كنف الشيطان كالحمام والحش بطرية الأولى فإن هذه منهذه التي يأوي إليها ويسكنها فإذا كان نبي صلى الله عليه وسلم ترك المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي وقال إن به شيطانا فنظن بماء الشيطان وبيته فصل ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوها إياها من المخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل فكانت أم سلين وهي أم أنس بن مالك أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا فيعطى هنا أم أيمن مولاته وهي أم إسامة بن زيد فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم عذاقها وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه مكان كل عبط عشرة فصل وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد مقدمه من خيبر إلى شوال وبعث في خلال ذلك السرايا فمنهم سرية أبي بكر السديق رضي الله عنه إلى ندد إبر بن فزارة ومعه سلمة بن الأكوى فوقع في سهمه جارية حسنة فاستوهبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاب بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة ومنها سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ثلاثين راكبة نحو هوازم فجاءهم الخبر فهربوا وجاءوا مخال لهم فلم يلقى منهم أحدا فانصرف راجعا إلى المدينة فقال له الدليل هلك في جمع من خثعا جاءوا سائرين وقد أجدبت بلادهم فقال عمر لن يأبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ولم يعرض لهم ومنها سرية عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكبة فيهم عبد الله بن أميس إلى وسير بن رازم اليهودي فإنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم فأتوه بخيبر فقالوا أرسلنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعمرك على خيبر فلم يزالوا حتى تبعهم في ثلاثين رجلا مع كل رجل منهم ربيف من المسلمين فلما بلغوا قرقرة النهار وهي من خيبر على ستة أميال نبو يسير فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أميس ففطن به عبد الله بن أميس فزجر بعيره ثم اقتحم على البعير يسوق القوم حتى إذا استنكن من يسير ضرب رجله فقطعها واقتحم يسير وفي يده مخرش من شوحط فضرب به وجه عبد الله فشده مأمومة فانكثأ كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل من اليهود أعجزه شدة ولم يصد من المسلمين أحد وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في شدة عبد الله بن أميس فلم تقح ولم تؤذي حتى مات ومنها سرية بشير بن سعبد الأنصاري إلى بني مرة بفدك في ثلاثين رجلا ففرج إليهم فلقي رعاء الشاء فاستاق الشاء والنعم ورجع إلى النبينا فأدركه الطلب عند الليل فباتوا يرمونهم بالنبل حتى فني نبل بشير وأصحابه فولى منهم نولى واصير منهم من أصيب وقاتل بشير قتالا شديدا ورجع القوم بنعانهم وشائهم وتحامل بشير حتى انتهى إلى فدك فقام عند يهود حتى برئت جراحه فرجع إلى مدينة ثم دعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقة من جهينة وفيهم أسامة المزيد فلما دنى منهم دعث الأمير الطلائع فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتى إذا دنى منهم ليلا وقد احتلبوا وهدأوا قام فحمد الله وأثنى عليه ما هو أهله ثم قال أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له وأن تطيعوني ولا تعسوني ولا تخالف أمري فإنه لا رأي لمن لا يطاع ثم رتبهم وقال يا فلان أنت وفلان ويا فلان أنت وفلان لا يفارق كل منكم صاحبه وزميره وإياكم أن يرجع أحد منكم فأقول أين صاحبك فيقول لا أدري فإذا كبرت فكبروا وجروا للسنوف ثم كبروا ثم كبروا وحملوا حملة واحدة وأحاطوا بالقوم وأخذتهم سيوف الله فهم يضعونها منهم حيث شاءوا وشعارهم أمت أمت وخرج أسامة في أثر رجل منهم يقال له مرداس بن مهيك فلما دنى منه ولحمه بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله ثم استاقوا الشاء والنعم والذرية وكانت سهنانهم عشرة أبعرة لكل رجل أوعد لها من النعم فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بما صنع أسامة فكبر ذلك عليه وقال أقتل بعدما قال لا إله إلا الله فقال إنما قالها متعوذا قال فهل شققت عن قلبه ثم قال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فما زال يكرر ذلك عليه حتى تمنى أن يكون أسلم يومئذ وقال يا رسول الله أعطي الله عهدا أن لا أقتل رجل يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فقال أسامة بعدك فاسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غارب بن عبد الله الكريبي إلى بني الملوح بالكريد وأمره أن نغير عليهم قال ابن إسحاق فحدثني يعقوب بن عطبة عن مسلم بن عبد الله الجهني عن جند بن متيث الجهني قال كنت في سريته فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا به الحارث ابن مارك ابن البرصاء اللي فيه فأخذناه فقال إنما جئت لأسلم فقال له غارب بن عبد الله إن كنت إنما جئت لتسلم فلا يضرك رباط يوم وليلة وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك فأثقه رباطا وخلف عليه رويجلا أسود وقال له أنكث معه حتى نمر عليك فإذا عازك فاحتز رأسه فمضينا حتى أتينا بطن الكبير فنزلناه عشية بعد العصر فبعثني أصحابي إليه فعمدت إلى تل يطبعني على الحاضر فانبطحت عليه وذلك قبل غروب الشمس فخرج رجلا منهم فنظر فرآني من بطحا على التل فقال لمرأته إني لأرى سوادا على هذا التل ما رأيته في أول النهار فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك فنظرت فقالت لا والله ولا أفقد شيئا قال فناوليني قوسي وسهمين من نبلي فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك ثم رماني بالآخر فوضعه في رأس منكبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك فقال لمرأتي أنا والله لقد خالقه سهاني ولو كان ربيئة لتحرك فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهنا لا تنبغهم الكلاب علي قال فأنهلناهم حتى إذا راحت روائقهم واحتلبوا وسكنوا وذهبت عتمة الليل شنمنا عليهم الغارة فقتلنا من قتلنا واستقنا النعم فوجهنا قافلين به وخرج سريخهم إلى قومهم وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث ابن مالك وصاحبه فانطلقنا به معنا وأتانا صريخ الناس فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي من قريد أرسل الله عز وجل من حيث شاء سيلا لا والله ما رأينا قبل ذلك مطر فجاء بما لا يقدر عحد يقدم عليه فلقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يقدم عليه ونحبوها فذهبنا سراعا حتى سندناها في المشلل ثم حضرناه عنه فاعجزنا القوم ما في أيدينا وقد قيل إن هذه السرية هي السرية التي قبلها والله أعلم فصل ثم قدم حسين بن مويرة وكان دلول النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما وراءك قال فركت جمعا من يمن وغطفان وحيان وقد بعث إليهم عوينة إما أن تسيروا إلينا وإما أن نسير إليكم فارسلوا إليه أن سير إلينا وهم يريدونك أو بعض أطرافك فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فذكر لهما ذلك فقال جميعا ابعث بشير بن سعد فعقد له رواءا وبعث معهم ثلاثمائة رجل وأمرهم أن يسيروا في الليل ويكمن النهار وخرج معهم حسين دليلا فساروا الليل وكملوا النهار حتى أتوا أسفل خيبر حتى دنوا من القوم فغاروا على صرحهم وبلغ الخبر جمعهم فتفرقوا فخرج بشير في أصحابه حتى أتى محال لهم فيجبها ليس بها أحد فرجعوا بالنعم فلما كانوا بسلاح لقوا عينا لعوينة فقتلوه ثم لقوا جمع عوينة وعوينة لا يشعر بهم فنوشوهم ثم انكشف جمع عوينة وتبعهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابوا منهم رجلين فقدموا بهما على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما فأرسلهما وقال الحارث ابن عوينة وقد لقيه منهزم تعدو به فرسه طف قال لا أقدر خلف الطلب فقال له الحارث أما أنا لك أن تبصر بعض ما أنت عليه وأن محمدا قد وطأ البلاد وأنت توضع في غير شيء قال الحارث فقمت من حين زارت الشمس إلى الليل وما أرى أحدا ولا طلبوه إلا الرعب الذي دخله فصل وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي حضر بن الأسلامي في سرية وكان من قصته ما ذكر بإسحاق أن رجلا من جشن ابن معاوية يقال له قيس بن رفاعة أو رفاعة بن قيس أقبل في عاد كثير قد نزلوا بالغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لسم وشرف في جشن قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين من المسلمين فقال خرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم فقدم إلينا شاريفا عجفاء فحمل عليها أحدنا فوالله ما قامت به ضعفا حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلت وما كادت وقال تبلغوا على هذه فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف حتى إذا جئنا قريبا من الحاضر مع غروب الشمس فتمنت في ناحية وأمرت صاحبي فتمن في ناحية أخرى من حاضر القوم قلت لهما إذا سمعتماني قد كبرت وشدت في ناحية العسكر فكبر وشد معي فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئا وقد هشيا من الليل حتى ذهبت فحمة العشاء وقد كان لهم راعي قد سرح في ذلك البلد فأبطأ عليهم حتى تخوفوا عليه فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في غيقه وقال والله لا أتبعني أثر راعيما هذا والله لقد أصابه شر فقال نفر من من معه والله لا تذهب حتى نحن نكفيك فقال والله لا يذهب إلا أنا قالوا فنحن معك وقال والله لا يتبعني منكم أحد وخرج حتى يمر بي فلما أمكنني نفحته بسهما فوضعته في فؤاده فوالله ما تكلم فوثبت إليه فاحتززت رأسه ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت وشد صاحباي وكبر فوالله ما كان إلا النجاء من من كان فيه عندك عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أموالهم واستقنا إبلا عظيمة وغنم كثيرة فجئنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئت برأسه أحمله معي فأعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيرا في صداقي فجمعت إلي أهلي وكنت قد تزوجت مرأة من قومي فأصدقتها مئتي درهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على نتاحي فقال والله ما عندي ما أعينك فلبست أياما ثم ذكر هذه السرية فصمم وبعث سرية إلى إبن وكان فيهم أبو قتادة ومحلم ابن جسانة في نثر من المسلمين فمر بهم عامر بن الأضبط الأشتعي على قعود له معه متيع له ورطب من لبن فسلم عليهم بتحية الإسلام فأنسكوا عنه وحمل عليه محمم ابن جسانة فقتله لشيء كان بينه وبينه وأخذ دعيره ومتيعه فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فنزل فيهم القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تلتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغامن كثيرة كذلك كنتم قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا فلما قدموا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال آمنت بالله ولما كان العام خيبر جاء غييرة مبدر يطلب بدم عامر ابن الأضبط الأشتعي وهو سيد قيس وكان الأقرع بن حابس يرد عن محلم وهو سيد خدف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم عامر هل لكم أن تأخذوا الآن منا خمسين بعيرا وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة فقال آمنت بالبدر والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحرقة مثل ما أذاق نسائه فلم يزل به حتى ردوا بالدية فجاءوا بمحلم حتى يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين يديه قال اللهم لا تغفر لمحلم وقالها ثلاثة فقام وإنه لا يتلقى دموعه بطرف ثوبه قال ابن إسحاق وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك قال ابن إسحاق وحدثني سالم أبو النضر قال لم يقدروا بيه حتى قام الأقرع بن حابس فخرى بهم فقال يا معشر قيس سألكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا تتركونه بأسلح به بين الناس فمنعتموه إياه أفأمنتم أن يغضب عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله عليكم لغضبه أو يلعنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلعنكم الله بلعنته والله لتسلمنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى آتوا النبي خمسين من بني تعيون كلهم يشهدون أن القتيل ما صلى قط فلأطلمنا دمه فلما قال ذلك أخذ الدية فصل في سرية عبد الله بن كذافة السهلي ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن أباس قال نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن خلافة السهلي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وثبت في الصحيحين أيضا من حديث الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية بعثهم وعمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا قال فأغضبوك في شيء فقال جمعوا لي حطبة فجمعوا فقال أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها قال فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فسكن غضبه وتفئت النار فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقالا لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف وهذا هو عبد الله ابن هدافة السهلي فإن قل فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم فكانوا متأولين مخطئين فكيف يخلدون فيها قيل لما كان إلقاء نفوسهم في النار معصية يكونون بها قاتل أنفسهم فهموا بالمبادرة إليها من غير اجتهاد منهم هل هو طاعة وقربة أو معصية كانوا مقدمين على ما هو محرم عليهم ولا تسويق طاعة ولي الأمر فيه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فكان الطاعة من أمرهم بدخول النار معصية لله ورسوله فكانت هذه الطاعة في ساب العقوبة لأنها نفس المعصية فلو دخلوها لكانوا عصاة من الله ورسوله وإن كانوا مطيعين لولي الأمر فلم تدفع طاعتهم لولي الأمر معصيتهم لله ورسوله لأنهم قد ألموا أن من قتل نفسه فهو مستحق للوعيد والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم فليس لهم أن يقدموا على هذا النهي طاعة لمن لا تجب طاعته إلا في المعروف فإذا كان هذا حكم من عذب نفسه طاعة لولي الأمر فكيف من عذب مسلما لا يجوز تعديده طاعة لولي الأمر وأيضا فإذا كان السحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله ورسوله لذلك الدخول فكيف لمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة الرغبة والرغبة الدنيوية وإذا كان هؤلاء لو دخلوها لما خرجوا منها مع قصدهم قصدوا طاعة الأمر وظنوا أن ذلك طاعة الله ورسوله فكيف من دخلها من هؤلاء الملبسين إخوان الشياطين وأوهم الجهفان أن ذلك ميراث من إبراهيم الخليل وأن النار قد تصير عليهم بردا وسلاما كما صارت على إبراهيم وخيار هؤلاء ملبوس عليه يظن أنه دخلها بحال الرحمني وإنما دخلها بحال شيطاني فإذا كان لا يعلم بذلك فهو ملبوس عليه وإن كان يعلم به فهو ملبس على الناس يظنهم أنه من أولياء الرحمن وهو من أولياء الشيطان وأكثرهم يدخلها بحال مفتري وتحيل إنساني فهم في دخولها في الدنيا ثلاثة أصناف ملبوس عليه وملبس ومتحيل ونار الآخرة أشد عذابا وعبقى فصل في عمرة القضية قال نافع كانت في ذو القعدة سنة سبع وقال سليمان القيمي لأن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيضر دعث السرايا وقام بالمدينة حتى استهل في القعدة ثم نادى في الناس بخروج قال موسى من عقبة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل من العام الحديدية معتمرا فيه القعدة سنة سبع وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن المسجد الحرام حتى إذا بلغ يأجج وضع الأبات كلها الحجف والمجان والنبل والرماح ودخلوا بسلاح الراكب السيوف ودعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دعث ربن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث ابن حزن العامرية فخطبها إليه فجعلت أمرها إلى العباس ابن عبد المطلب وكانت أختها أم الفضل تحته فزوجها العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فقال اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف ليرى المشركون جلدهم وقوتهم وكان يكايدهم لكل مستطاع فوقف أهل مكة الرجال والنساء والصديان ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيت وعبد الله بن رواحة بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجه متوشحا للسيف يقول خلوا بني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله يا رب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله اليوم نضربكم على تأيله وربا يزيل الحام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله وتغيب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنقا وغيظا فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ثلاثة فلما أصبح من اليوم الرابع أتاه سبحود بن عمر وخويط بن عبد العزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة فصاح حويطب مناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا فقد موت الثلاث فقال سعد بن عبادة كذبت لا أملك ليست بأرضك ولا أرض آبائك والله لا نخرج ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حويطبا أو سهيلا فقال إني قد مكحت منكم رأة فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونضع الطعام فنأكل وتأكلون معنا فقالوا مناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بطن سرف فقام بها وخلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حتى ينسي فقام حتى قدمت ميمونتهم معها وقد لقوا أذن وعناء من سفهاء المشركين وصديانهم فبنا بها بسرف ثم أدلج وصار حتى قدم المدينة وقدر الله أن يكون قبر ميمونة بسرف حيث بنا بها انتهى الشريط السادس والثلاثون من كتاب ذبي معاد وله بطية على الشريط السابع والثلاثين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر